متابعين قناة قانون الجذب شكرا على مشاهدة الفيديو لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد على قناة قانون الجذب متابعين الاعزاء مرحبا بكم معكم مجد سوف نقوم باطلاعكم على السر الاعزم لطالما اخفوه عنكم وعنا ولم يريدوا لاحد الاطلاع عليه او معرفته وقد قاموا باستخدامه لمصالحهم الشخصية ومنافعهم فقط وهناك العديد من الشخصيات ما قاموا باستخدام هذا القانون وطبقوه بشكل جيد مما ساهم في تغيير حياتهم الى الابد العديد من العلماء والمفكرين والمختارعين ورجال الاعمال والساس الكبار كلهم جميعهم كانوا على اطلاع بالسر وقد اخفوه عنه اخفوه عن الجميع ولم يريدوا ان يطلع عليه اي شخص كان وبمجرد اطلاعكم على هذا السر وفهمه جيدا وتطبيقه في حياتكم اليومية سوف تتغير حياتكم بشكل جزري نحو الافضل تستطيعون جذب كل ما تريدون لكم ان كان مال ان كان حب ان كان سعادة ان كان وفرة ان كان ثراء واي شيء يخطر في بالكم فقط بمجرد فهم السر الذي اخفوه عنه واعتزر عن الاطالة في هذه المقدمة فقط تتضح الصورة لديكم وتتبلور لكم الفكرة اتمنى لكم مشاهدة ممتعة وارجو من الجميع المتابعة حتى الدقائق الاخيرة لفهم الموضوع بشكل دقيق ومفصل ولا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والاعجاب بالفيديو وننتظر تعليقاتكم اخواتي واخواني المتابعين وشكرا لكم جزيلا من كتاب السر بقلم رواندا بايرن نقرأ لكم المقدمة منذ عام تحطمت حياتي من حولي فقد رحت اعمل الى حد الانهاك وتوفي ابي فجأة واضطربت علاقاتي بزملاء العمل والاعزاء علي في ذلك الحين لم اكن اعرف ان اعظم هبة ساحصل عليها كانت ستولد من رحم اكبر محنة في حياتي وبدت لي لمحة من سر عظيم سر الحياة اتت تلك اللمحة من كتاب عمره مئة عام اعطتني اياه ابنة هايلي ورحت اتتبع مسار السر عبر التاريخ لم اكن اصدق ان كل هؤلاء الاشخاص كانوا مطلعين عليها كانوا عظماء التاريخ افلاطون شكسبير نيوتن هوغو بيتهوفن لينكلين اميرسون ايديسون واينشتاين وتسألت في دهشة لماذا لا يعلم جميع الناس بهذا وانتبتني رغبة ملحة في ان اشارك العالم كله السر وشرعت ابحث عن اشخاص احياء في يومنا هذا ممن يعلمون السر واخذوا يظهرون واحدا تلو الاخر وتحولت الى مغناطيس فما ان بدأت ابحث حتى راح معلم بعد اخر من المعلمين الاحياء العظماء ينجذبون نحو طريقي حينما كنت اكتشف احد المعلمين كان يدلني على معلم اخر في سلسلة متصلة وحين كنت احيد عن المصار الصحيح كان يظهر شيء اخر يستحوذ على انتباهي ومن خلال هذا التشعب عرفت المزيد من المعلمين العظماء واذا حدث بالمصادفة انني ضغطت الوصلة الخطأ في عمليات البحث على شبكة المعلومات الدولية اجدها قادتني الى معلومة شديدة الاهمية وفي غضون اسابيع قليلة كنت قد تتبعت ما صار السر عبر القرون الماضية واكتشفت من يمارسونه كذلك في عالمنا المعاصر سيطرت على عقلي فكرة ان انقل السر للعالم في فيلم وعلى مدى الشهرين التاليين كان فريق انتاج الافلام والاعمال التلفزيونية الخاص بي قد تعلم السر كان امرا حتميا ان يعلم به كل عضو من الفريق لانه بدون اطلاعه هذا ستكون محاولتنا مستحيلة لم يؤكد اي معلم ممن اخترناهم انه سيظهر معنا في الفيلم ولكننا كنا نعلم السر وهكذا وبايمان تام سافرت من استراليا الى الولايات المتحدة حيث توجد الغالبية العظمى من المعلمين بعدها بسبعة اسابيع كان فريق السر قد سجل مع خمسة وخمسين من اعظم المعلمين على نطاق الولايات المتحدة مما تجاوز مئة وعشرين ساعة من المادة الفيلمية ومع كل خطوة ومع كل نفس استخدمنا السر لكي نصنع فيلم السر وقد جذبنا الينا كل شيء وكل شخص بعدها بثمانية شهور انطلق السر للعرض على شاشات السينما وبينما كان السر يكتسح العالم بدأت قصص المعجزات تتدفق الينا كتب اشخاص عن شفائهم من الم مزمن من الاكتئاب او الامراض العبوية او ماشوا على اقدامهم لاول مرة بعد حادثة بل ومنهم من تعافوا ناهضين من فراش الموت تلقينا الاف القصص حول استخدام السر في جلب مبالغ ضخمة من المال والشيكات غير المنتظرة بالبريد لقد استخدم الناس السر للحصول على منازلهم المثالية وشركاء حياتهم وسياراتهم ووظائفهم وترقياتهم مع التحول الذي جرى للعديد من المشروعات التجارية بعد ايام من تطبيق السر وكانت هناك حكايات تبعث الطمأنينة في القلوب عن علاقات اسرية كانت على وشك الانهيار وحرمان الاطفال من ابائهم ولكنها استعادت انسجامها والتوازنها بعد اطلاع اطرافها على السر بعض من اكثر القصص التي تلقيتها عمقا اتت من اطفال يستخدمون السر ليجذبوا اليهم ما ينشدون بما في ذلك التقديرات المدرسية العالية والاصدقاء الهم السر بعض الاطباء ليتشاركوا المعرفة مع مرضاهم وحذت الحذو نفسه جامعات ومدارس مع طلابهم ونواد صحية مع عملائها ودور العبادة والمراكز الروحية مع المترددين عليها وعقدت حفلات خاصة بالسر في منازل بانحاء العالم كما ان الاشخاص تشاركوا معرفتهم بالسر مع من يحبون ومع افراد اسرهم وتم استخدام السر لجذب جميع الاشياء من كل لون بدءا من الريشة ووصولا الى عشرة ملايين من الدولارات جرى كل هذا في غضون شهور قليلة من عرض الفيلم ومقصدي من وراء صنع السر كان وما زال ان امنح البهجة لبلايين الاشخاص حول العالم ويعايش فريق السر تحقق ذلك المقصد على ارض الواقع يوميا لاننا نتلقى الافا مولفة من الرسائل من اشخاص من جميع انحاء العالم ومن جميع الاعمار وجميع الاعراق وجميع الجنسيات معربين عن امتنانهم للبهجة التي منحهم اياها السر لا يوجد اي شيء لا يمكنك ان تقوم به بصرف النظر عمن تكون او اين انت فبوسع السر ان يمنحك ما تشاء ايا كان لقد شارك اربعة وعشرون معلما مدهشا في هذا الكتاب وقد تم تسجيل كلماتهم فيلميا في كل انحاء الولايات المتحدة في اوقات مختلفة ومع ذلك فانهم يتحدثون كصوت واحد يحتوي هذا الكتاب على كلمات معلم السر كما انه يحتوي على قصص خارقة للسر في حيز التطبيق لقد طرحت جميع المسارات والاشارات السهلة والطرق المختصرة التي تعلمتها بحيث اساعدك على ان تعيش الحياة التي تحلم بها ستلاحظ عبر الكتاب انني اركز على كلمة انت وسبب هذا انني اردت منك ايها القارئ ان تشعر انني وضعت هذا الكتاب من اجلك وان تعلم انني اتحدث اليك شخصيا عندما اقول انت ومقصدي هو ان تشعر بالحميمية مع تلك الصفحات لان السر قد اعد من اجلك انت عندما تبحر عبر صفحاته وتتعلم السر ستعرف كيف يمكنك ان تحظى باي شيء تريد وان تقوم باي شيء تريد ستعرف من انت حقا ستعرف الروعة الحقيقية التي بانتظارك السر ينكشف يمنحك السر اي شيء تريده السعادة والصحة والثروة بوب روكتور فيلسوف ومؤلف ومدرب شخصي يمكنك ان تمتلك وتفعل وتكون اي شيء تريده الدكتور جو فيتال متخصص في علم ما وراء الطبيعة ومتخصص في التسويق ومؤلف يمكننا ان نحظى بما نختار مهما كان ولا يهمني مدى ضخامته جون اسراف رجل اعمال وخبير استثمار هذا هو سر الحياة الاعظم الدكتور جون دي مارتيني فيلسوف ومعالج للامراض بتقليم العمود الفقري يدويا ومتخصص في التطور الشخصي فيما مضى اراد القائدة والزعماء الذين كانوا مطلعين على السر الاحتفاظ بالقوة وعدم مقاسمتها مع الاخرين وحرصوا على اخفاء السر عن الناس كان الناس يذهبون للعمل يؤدون وظائفهم ثم يعودوا للمنزل كانوا يدورون في دوائر مفرغة دون طاقة لان السر كان قاصرا على قلة قليلة عبر التاريخ كان هناك الكثيرون ممن تاقوا الى معرفة السر وسعوا اليها وكان هناك الكثيرون ممن وجدوا سبيلا الى نشر هذه المعرفة في العالم الدكتور دينيس ويتلي عالم نفس ومدرب في مجال الامكانيات العقلية لقد شاهدت الكثير من المعجزات تحدث في حياة الناس معجزات مالية معجزات الشفاء البدني والشفاء العقلي ومعالجة العلاقات الانسانية مايكل بيرنرد بيكوث عالم روحاني ومؤسس مركز اجابي العالم الروحاني كل هذا حدث بسبب معرفة كيفية تطبيق السر جاك كونفيلد مؤلف ومعلم ومدرب في الشؤون الحياتية ومتحدث تحفيزي ما هو السر؟ لعلك على الارجح تجلس هناك متسائلا ما هو السر؟ وسوف اخبرك كيف توصلت الى فهمه اننا جميعا نعمل بطاقة لا نهائية واحدة ونقود انفسنا وفقا للقوانين نفسها ان القوانين الطبيعية للكون على قدر كبير من الدقة بالدرجة التي تجعلنا لا نجد اية مشقة في بناء سفن فضاء وتمكننا من ارسال البشر الى القمر وضبط توقيت الهبوط بدقة الكسر من الثانية حيثما كنت بالهند استراليا نيوزيلاندا ستوك هولم لندن تورينتو مونتريال او نيويورك يجب ان تعلم اننا جميعا نعمل وفقا لطاقة واحدة وقانون واحد وهو قانون الجذب السر هو قانون الجذب كل شيء يحدث في حياتك فانت من قمت بجذبه الى حياتك وقد انجذب اليك عن طريق الصور التي احتفظت بها في عقلك اي ما تفكر فيها فايا كان الشيء الذي يدور بعقلك فانك تجذبه اليك كل فكرة من افكارك هي شيء حقيقي انها قوة برينتيس مالفورد ان اعظم المعلمين الذين عاشوا في التاريخ اخبرونا بان قانون الجذب هو الاكثر قوة وفاعلية فالشعراء من امثال ويليام شكسبير وروبرت براونينج وويليام بليك قد جسدوه لنا من خلال شعرهم والموسيقيون من امثال بيت هوفن عبروا عنه في موسيقاهم والرسام من امثال ليوناردو دافنشي قد صوروه في رسومهم والمفكرون العظام بمن فيهم سقراط افلاطون رالف والدو اميرسون وفيثاغورث وسير فرانسيس بيكون وسير اسحق نيوتن ويوهان جوتا وفيكتور هوغو تقسموه معنا في كتاباتهم وتعاليمهم وقد خلدت اسماؤهم وعاشت ذكراهم عبر القرون ان العقائد والاديان والحضارات المختلفة مثل الحضارة البابلية والمصرية القديمة كلها قد جسدت لنا قانون الجذب في كتاباتها وقصصها وقد تم تسجيل القانون عبر الاجيال بكافة اشكاله حيث يمكن ان نجده في الكتابات القديمة عبر جميع القرون وقد تم تسجيل القانون على الحجارة في سنة 3000 قبل الميلاد وبالرغم من هذا كله فالبعض طاق الى هذه المعرفة وسعى اليها ووصل اليها بالفعل وكانت دائما متاحة لأي شخص يمكنه ان يكتشفها لقد بدأ القانون مع بدء الزمان لقد كان موجودا وسوف يظل موجودا انه القانون الذي يحدد النظام الكامل في الكون كما يحدد كل لحظة من حياتك وكل شيء تشعر به او تعيشه في حياتك وبصرف النظر عن من تكون او اين تكون فقانون الجذب يشكل تجربة حياتك برمتها وهذا القانون له قوة وفاعلية ويؤدي ذلك من خلال افكارك فانت من تملك دفع قانون الجذب للعمل وذلك يتم من خلال افكارك في عام الف وتسعمائة واثنى عشر وصف لتشارلز هاني القانون الجذب على انه القانون الاعظم الذي لا يخطئ ويعتمد عليه نظام الاشياء دائما معرف الحكماء ذلك وتستطيع ان تدرك ذلك بالنظر الى البابليين القدماء فقد كانوا يعرفون هذا دائما انهم مجموعة صغيرة متميزة من البشر قام العلماء والمؤرخون بتسجيل ودراسة حضارة البابليين القدماء برخائها العظيم كما عرف البابليون ايضا بابداعهم في صنع واحدة من عجائب الدنيا السبع وهي حدائق بابل المعلقة فمن خلال استيعابهم لقوانين الكون وتطبيقها صاروا احد اثر الشعوب في التاريخ لماذا في اعتقادك تجني نسبة واحد في المائة من البشر حوالي ستة وتسعين في المائة من اجمال المال الموجود في العالم هل تظنها مصادفة ان الامر مصمم على ذلك النحو فهم يفهمون امرا ما انهم يفهمون السر وانت الان سوف تتعرف على السر ان الاشخاص الذين جذبوا الثروة الى حياتهم استخداموا السر سواء بقصد منهم ام بدون قصد فهم يفكرون في الثراء والرخاء ولا يسمحون لاي افكار مناقضة لهذا ان تضرب بجذورها في عقولهم ان الافكار المسيطرة على عقولهم تدور حول الثروة انهم لا يعرفون اي شيء سوى الثراء ولا شيء غيره يوجد في عقولهم وسواء كانوا وعين بهذا ام لا فان افكارهم المهيمنة حول الثروة هي ما تجلب لهم الثروة انه قانون الجذب في حيز التطبيق اليك هذا المثال النموذجي على تجسد السر وقانون الجذب لعلك سمعت عن اشخاص كونوا ثروة ضخمة وفقدوها كلها وفي غضون فترة وجيزة كسبوا ثروة ضخمة من جديد ما حدث مع هؤلاء الاشخاص سواء علموا بذلك ام لا هو ان افكارهم المهيمنة تركزت حول الثروة وهكذا قد كسبوا في المرة الاولى ثم سمحوا لافكار الخوف من فقدان الثروة ان تدخل عقولهم الى ان صارت افكار الخوف من فقدان الثروة تلك هي افكارهم المهيمنة لقد رجحوا كفة افكار فقدان الثروة وبذلك فقدوا كل شيء ولكنهم عندما فقدوا كل شيء اختفى داخلهم الخوف من فقدان الثروة وبذلك هيمنت أفكار الثروة على عقولهم مرة أخرى وعادت إليهم الثروة يستجيب القانون لأفكارك بصرف النظر عن ماهيتها وطبيعتها إن أبسط طريقة بالنسبة لي لاستيعاب قانون الجذب أي أن أعتبر نفسي مغناطيصيا وأن أعلم أن المغناطيص يجذب إليه مغناطيصا جون أسراف وأنت أقوى مغناطيص في الكون فبداخلك قوة مغناطيصية أشد بأسا وفاعلية من أي شيء في هذا العالم وهذه القوة المغناطيصية تنبعث من أفكارك بصورة أساسية ينص قانون الجذب على أن التشبيه يجذب إليه شبيهه ولكننا نتحدث عن أحد مستويات التفكير بابتويل مؤلف ومتخصص في قانون الجذب ينص قانون الجذب على أن الشبيه يجذب إليه شبيهه وهكذا حين تفكر في فكرة ما فإنك كذلك تجذب الأفكار الشبيهة إليك وإليك المزيد من الأمثلة حول قانون الجذب التي قد تكون عشتها في حياتك هل سبق لك أن فكرت في شيء لا استراضيا عنه وكلما فكرت بشأنه ساء الحال ذلك لأنك عندما تفكر في فكرة واحدة بشكل دائم فإن قانون الجذب على الفور يجلب المزيد من الأفكار البغيضة الشبيهة إليك بحيث يبدو أن الوضع يزداد سوءا وكلما منحت الأمر مزيدا من التفكير زاد انزعاجك وضيقك ولعلك جربت جذب الأفكار الشبيهة حينما استمعت إلى إحدى الأغنيات ووجدت أنك لا تستطيع إخراج تلك الأغنية من رأسك والتظل الأغنية تطن برأسك مرة تلو الأخرى فعندما استمعت إلى هذه الأغنية فإنك تكون قد أعطيت انتباهك كاملا وتركيزك التام لفكرة الأغنية وعندما فعلت ذلك فقد كنت تكذب بقوة وفعالية المزيد من الأفكار الشبيهة حول تلك الأغنية وهكذا ينطلق قانون الجذب للعمل ويرسل المزيد من الأفكار حول هذه الأغنية مرارا وتكرارا تتمثل مهمتنا كبشر في التشبث بالأفكار التي تدور حول ما ننشده ونبتغيها وأن نجعلها في غاية الوضوح بعقولنا ومن هنا نبدأ في تفعيل أحد أعظم القوانين في الكون ألا وهو قانون الجذب إنك تصبح ما تفكر فيه أغلب الوقت لكنك كذلك تكذب ما تفكر فيه أغلب الوقت جون أسراف وما حياتك الآن إلا انعكاس لأفكارك الماضية يتضمن ذلك كل الأمور الرائعة وكل تلك الأشياء التي ترى أنها ليست طيبة وبما أنك تكذب إليك ما تفكر فيه غالبا فمن اليسير أن تعرف ما هي أفكارك المهيمنة حول كل موضوع في حياتك لأن هذا هو ما عايشته على الأقل الآن ولكن بما أنك تتعلم السر فبهذه المعرفة يمكنك أن تغير كل شيء إذا رأيت ما تطمح إليه بعين خيالك فلسوف تمسك به بين يديك بوب روكتور إذا استطعت أن تفكر بشأن ما تريده في عقلك وتجعل منه فكرتك المهيمنة سوف تحققه كواقع في حياتك ويمكن إيجاز ذلك المبدأ في ثلاث كلمات بسيطة الأفكار تصبح وقائع من خلال هذا القانون الأشد فاعلية تتحول أفكارك إلى وقائع ملموسة قل هذا لنفسك ودعه يتسرب ويتغلغل في وعيك وإدراكك أفكارك تتحول إلى وقائع ملموسة ما لا يستوعبه معظم الناس هو أن لكل فكرة ترددا ونحن نستطيع أن نقيس أي فكرة وإذا كنت تفكر بتلك الفكرة المرة تلو الأخرى مرارا وتكرارا وإذا كنت تتخيل في عقلك امتلاكك لتلك السيارة الجديدة الرائعة وامتلاكك للمال الذي تحتاج إليه وتأسيس تلك الشركة والعثور على شريك الحياة إذا كنت تتخيل كيف ستبدو تلك الأشياء فإنك تبث ذلك التردد بوتيرة ثابتة ومستمرة تقوم الأفكار بإرسال تلك الإشارة المغناطيصية التي تأتي إليك بمثل ما ترسله الدكتور جو فيتال الفكرة المهيمينة أو التوجه العقلي هو المغناطيص والقانون هو أن الشبيه يجذب إليه شبيهه وبالتالي فإن التوجه العقلي سوف يجذب حتما تلك الظروف التي تتوافق مع طبيعته شارلز هانيل للأفكار قوة مغناطيصية كما أن لها ترددا وعندما تفكر يتم إرسال تلك الأفكار وتجذب إليها مغناطيصيا كل الأشياء الشبيهة على نفس التردد كل شيء يتم إرساله خارجا يعود إلى المصدر والمصدر هو أنت فكر في الأمر على النحو التالي إننا نفهم أن برج البث الخاص بالمحطات التلفزيونية يقوم بالبث عبر تردد معين وهو ما يتحول إلى صور على جهاز تلفزيونك الغالبية العظمى منا لا يستوعبون فعليا كيف يعمل الأمر ولكننا نعلم أن كل قناة لها تردد وحين نضبط الجهاز على ذلك التردد نرى الصور على أجهزة التلفزيون ونختار التردد بانتقاء القناة وبعدها نتلقى بث الصور على تلك القناة وإذا شئنا أن نرى صورا مختلفة على جهازنا فإننا نغير القناة ونضبط ترددا جديدا ما أنت إلا محطة بث بشرية ولكنك كإنسان أكثر قوة وفاعلية من أي برج تلفزيوني تم صنعه على وجه الأرض بل إنك أشد أبراج البث فاعلية في الكون كثه يستمر في التذبذب والتردد عبر الكون بأسره وأن تتبث ذلك التردد بأفكارك إن الصور التي تتلقاها من بث أفكارك لا تظهر على شاشة تلفزيون في غرفة معيشتك بل هي صور حياتك إنك تصنع أفكارك بالتردد وتكذب من خلال هذا التردد الأشياء الشبيهة ومن ثم تعود إليك باعتبارها صور حياتك إذا أردت تغيير أي شيء في حياتك فلتغير القناة ولتغير التردد عن طريق تغييرك لأفكارك إن الذبذبات القوة العقلية هي الأفضل من نوعها على الإطلاق وبالتالي فهي الأشد قوة تخيل نفسك تعيش في ثراء وسوف تكذب الثراء إن هذا الأمر يؤتي ثماره في كل حين ومع كل شخص بوب روكتور وعندما تفكر في نفسك بأنك تعيش في ثراء فإنك تحدد ملامح حياتك بصورة قوية ومقصودة عبر قانون الجذب الأمر بهذه الدرجة من السهولة ولكن السؤال الذي يصطع كالشمس هو لماذا لا يعيش جميع الناس الحياة التي يحلمون بها فلتكذب الخير بدلا من الشر إليك المشكلة أغلب الناس يفكرون فيما لا يريدونه ويتساءلون لماذا يعترض طريقهم المرتة والأخرى جون أسراف السبب الوحيد في عدم حصول الناس على ما يبتغون هو أنهم يفكرون فيما لا يبتغون أكثر مما يفكرون فيما يبتغون أنصط إلى أفكارك وأنصط للكلمات التي تتفوه بها القانون مطلق ولا مجال للخطأ فيه أسوأ وباء نجتاح البشرية عبر القرون هو وباء ما لا نريد ويحفظ الناس حياة واستمرار هذا الوباء حين يغلب على أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم وتركيزهم ما لا يريدون لكن هذا هو الجيل الذي سيغير وجه التاريخ لأننا نتلقى المعرفة التي من شأنها أن تخلصنا من هذا الوباء الأمر يبدأ بك ويمكنك أن تصبر رائداً لهذه الحركة الفكرية الجديدة عن طريق التفكير والتحدث بشأن ما تنشده وتبتغيها إن قانون الجذب لا يعبأ بما إذا كنت تعتبر أحد الأشياء جيداً أو سيئاً أو ما إذا كنت تريده أو لا تريده إنه يستجيب لأفكارك وهكذا فإذا كنت تنظر نحو جبل الديون المتراكمة عليك ويساورك شعور رهيب حياله فإن تلك هي الإشارة التي ترسلها للعالم يراودني شعور سيئ حقاً بسبب كل هذه الديون المتراكمة علي إنك لا تفعل شيئاً أكثر من توكيد هذا الأمر لنفسك تشعر بالأمر في كل مستوى من كيانك وهذا هو ما سوف تنال المزيد منه قانون الجذب هو قانون طبيعي إنه غير موجه لشخص بعطة يمنحك قانون الجذب ما تفكر فيه مهما يكون يتسم قانون الجذب بأنه طيع حقاً وحين تفكر بشأن الأمور التي تبتغيها وتركز عليها بكل انتباهك سوف يمنحك قانون الجذب عندئذ ما تبتغيه بالضبط في كل مرة أما عندما تركز على الأمور التي لا تبتغيها لا أريد أن أصل متأخراً لا أريد أن أصل متأخراً فإن قانون الجذب لا يلحظ أنك لا تريد ذلك فهو يجسد الأشياء التي تفكر فيها وعلى هذا فسوف تظهر أمامك مراراً وتكراراً فقانون الجذب لا يتحيز لما ترغب فيه أو ما لا ترغب فيها حين تركز على شيء ما وبصرف النظر عما يحدث لك فإنك حقاً تستدعيه إلى الوجود ليزا نيكولاس مؤلفة ورائدة في مجال تطوير الشخصية حين تركز أفكارك على شيء تريده وتحتفظ بذلك التركيز فإنك في تلك اللحظة تستدعي ما تريده بالقوة الأعظم في الكون إن قانون الجذب لا يعمل مع كلمات نفية لا أو لم أو ليس أو أي أداة أخرى من أدوات نفية وحين تنطق بالكلمات النافية فهذا ما يستقبله قانون الجذب لا أرغب في سكب أي شيء على هذا الزي وأريد أن أسكب المزيد والمزيد من الأشياء لا أريد تسريحة شعر قبيحة أريد تسريحة شعر قبيحة لا أريد أن أتأخر أريد أن أتأخر لا أريد أن يكون هذا الشخص وقحا معي أريد أن يكون ذلك الشخص وأشخاص آخرون وقحين معي لا أرغب في أن يلغي المطعم حجزنا أرغب أن يلغي المطعم حجزنا لا أريد أن يؤلمني هذا الحذاء لا أستطيع التعامل مع كل هذا العمل أريد قدرا من العمل أكبر مما يمكنني أن أتعامل معه لا أريد أن أصاب بالإنفلونزا أريد أن أصاب بالإنفلونزا وغيرها من الأمراض لا أريد الدخول في مشاحنة أريد المزيد من المشاحنات لا تتحدث إلي بهذه الطريقة أريد منك أن تتحدث إلي بهذه الطريقة وأريد من الأشخاص الآخرين أن يتحدثوا إلي بهذه الطريقة لا يمنحك قانون الجذب إلا ما تفكر بشأنه هذا أمر أكيد إن قانون الجذب في حالة عمل دائما وأبدا سواء صدقت هذا أم لا أو فهمته أم لا بوب بروكتور إن قانون الجذب هو قانون العمل إنك تشكل حياتك من خلال أفكارك وقانون الجذب فهو لا يعمل فقط عندما تعرفه فقد كان يعمل على الدوام في حياتك وحياة كل شخص آخر على مدى التاريخ وعندما تصير واعيا بهذا القانون العظيم تصير عندئذ واعيا بمدى قوتك التي لا تصدق وتكون قادرا على أن تفكر في حياتك التي ترغب في صنعها وتعيشها واقعا وحقيقة القانون يعمل بمقدار ما تفكر في أي وقت تتدفق فيه أفكارك يكون قانون الجذب في حالة عمل عندما تفكر في الماضي يعمل قانون الجذب عندما تفكر في الحاضر أو المستقبل يعمل قانون الجاذبية إنها عملية دائمة ومستمرة لا يمكنك أن تضغط زرا لإيقافها أو إلغائها إنها في حالة عمل أبدية وتدوم ما دامت الأفكار ليزا نيكولاس وسواء أدركنا هذا أم لا فإننا نفكر معظم الوقت إذا ما كنت تتحدث أو تمسط إلى حديث أحدهم فإنك تفكر إذا كنت تقرأ الجريدة أو تشاهد التلفزيون فإنك تفكر عندما تستعيد ذكريات من الماضي فإنك تفكر عندما تتأمل المستقبل فإنك تفكر عندما تقود السيارة فإنك تفكر عندما تتاهب للخروج في الصباح فإنك تفكر وبالنسبة للكثيرين منا الوقت الوحيد الذي لا نفكر خلاله هو عند النوم ومع ذلك فإن قوة الجذب تظل في حالة عمل على آخر أفكار مرت بنا قبل أن نستغرق في النوم لتكن آخر أفكارك قبل النوم أفكارا طيبة عملية التفكير في حالة حدوث دائم ففي كل لحظة تراود شخصا ما فكرة أو تتمخض فكرة عن شيء ما سوف يتبدى شيء ما عن تلك الأفكار مايكل بيرنرد بيكويث وما تفكر به الآن هو ما يشكل حياتك المستقبلية إنك تصوغ حياتك بأفكارك ولأنك على الدوام تفكر فإنك على الدوام تشكل وتصنع وما تفكر فيه غالبا أو تركز عليه غالبا هو ما سوف يكون حياتك ومثل جميع قوانين الطبيعة فثمت كمال تام في هذا القانون إنك تشكل حياتك وكما تبذر تحصد إن أفكارك هي البذور والثمار التي تجنيها ستأتي طبعا لتلك البذور التي تزرعها فإذا كنت شكاء فسوف يجلب قانون الجذب إلى حياتك المزيد من المواقف التي تجعلك تشكو وإذا كنت تستمع إلى شكوى الآخرين وتركز على ذلك وتبدي التعاطف والاتفاق معهم ففي تلك اللحظة أن تتجذب إليك المزيد من المواقف التي تجعلك تشكو فبكل بساطة يعتس لك القانون ويرد عليك ما تركز عليه أفكارك تماما بهذه المعرفة القوية يمكنك أن تغير كل الظروف والأحداث في حياتك بكاملها من خلال تغيير طريقتك في التفكير يقول بيل هاريس معلم ومؤسس معهد بحث سينتر بوينت كان لدي طالب اسمه روبرت كان يتلقى دورة دراسية أعطيها على شبكة المعلومات وهذا بعض مما أرسله لي بالبريد الإلكتروني كان روبرت ضعيف الجسد وكان وجهه وأداؤه أقرب لوجه وأداء النساء وكان يركز على كل الحقائق البائسة في حياته خلال رسائله إلي في عمله كان زملائه يتحذبون ضده ويتطهدونه وكان ذلك ضغطا مستمرا نظرا للطريقة البغيضة التي كانوا يعاملونه بها وحين كان يسير في الشارع كان هدفا لسخرية وعداء بعض المستأسدين ممن يريدون الإساءة إليه بطريقة ما أراد أن يكون ممثلا هزليا وملقيا للنكات وعندما قام بأداء هذا قام الكثيرون بمقاطعته والاستخفاف به نظرا لسلوكه الأنثوي حياته برمتها كانت قتلة من البؤس والتعاسة وتمحورت كلها لمهاجمته نظرا لاختلافه عن بقية الرجال بدأت أعلم أنه يركز على ما لا يريده ووجهت انتباهه إلى رسائله الإلكترونية التي بعثها لي وقلت اقرأها ثانية لاحظ كل تلك الأشياء التي لا تريدها والتي أخبرتني بها يمكنني أن أرى أنك تفكر كثيرا في هذه الأشياء وعندما تركز على شيء ما بشكل كبير من الشغف يجعله هذا يحدث بوتيرة أسرع ثم بدأ يستوعب هذا ويركز على ما يريده في صميم فؤاده وبدأ يحاول ذلك بإخلاص وما حدث في غضون الأسابيع الستة أو الثمانية التالية معجزة مطلقة فجميع زملائه بالمكتب الذين كانوا يضايقونه إنما نقلوا إلى قسم آخر أو تركوا العمل بالشركة أو بدأوا يتركونه في حاله تماما وبدأ يحب عمله وعندما كان يسير في الشارع لم يكن أحد يسخر منه أو يضايقه ببساطة لم يكن يشعر بوجود أحد وعندما قام بأداء عرضه الهزلي بدأ يتلقى الاستحسان والتصفيق ولم يقاطعه أحد أو يتهكم عليها تغيرت حياته بكاملها لأنه تحول من التركيز على ما لا يبتغيه وما يخشاه وما يود تجنبه إلى التركيز على ما يبتغي وينشد تغيرت حياة روبرت لأنه غير أفكاره لقد أرسل ترددا مختلفا ولا بد أن يرسل الكون صورا للتردد الجديد مهما كان هذا الموقف مستحيلا صارت أفكار روبرت الجديدة هي تردده الجديد وبالتالي تغيرت صور حياته بالكامل إن حياتك بين يديك بصرف النظر عما حدث في حياتك يمكنك أن تبدأ أن تختار أفكارك بوعي ويمكنك أن تغير حياتك ليس هناك موقف ميؤوس منه كل ما يحدث في حياتك يمكنك تغييره قوة عقلك إنك تجذب إليك الأفكار المهيمنة التي تحتفظ بها في إدراكك سواء كانت تلك الأفكار واعية أم غير واعية وتلك هي المعضلة مايكل بيرنر ببيكوث سواء كنت واعيا بأفكارك في الماضي أم لا الآن أن تصر طواعيا بها بمعرفتك للسر الآن سوف تستيقظ من سباتك العميق وسوف تصبح مدركا سوف تصبح مدركا للمعرفة مدركا للقانون مدركا للقوة التي تمتلكها من خلال أفكارك إذا أمعنت التركيز فيما يتعلق بالسر وفي قوة عقلنا وقوة عزمنا في حياتنا اليومية سوف تجد أنه يحيط بنا وكل ما علينا فعله هو أن نفتح أعيننا ونتطلع إليها الدكتور جون دي مارتيني تستطيع أن ترى قانون الجذب في كل مكان إنك تكذب إلى نفسك كل شيء الناس الوظيفة الظروف المحيطة الصحة الثروة الديون البهجة السيارة التي تقودها الوسط الذي تعيش فيها ولقد جذبت كل ذلك إليك مثل المغناطيس إنما تفكر فيه هو ما تجلبه إلى نفسك وما حياتك بكاملها إلا تجسد للأفكار التي تدور برأسك ليزا نيكولاس هذا الكون يقوم على الاجتمال وليس الاستبعاد لا شيء مستبعد من قانون الجذب حياتك مرآة لأفكارك المهيمنة التي تفكر فيها وكل الكائنات الحية على هذا الكوكب تعمل عبر قانون الجذب ولكن الاختلاف بالنسبة للبشر هو أن لديهم عقلا يستطيعون التمييز به بوسعهم أن يستخدموا إرادتهم الحرة لاختيار أفكارهم لديهم القوة لأن يفكروا بقصد ويصنعوا حياتهم بكاملها بعقولهم إنني لا أتحدث إليك من وجهة نظر التفكير التفاؤلي أو التخيلات المجنونة بل إنني أتحدث إليك من مستوى عميق وجوهري للفهم لقد بدأت الفيزياء الكمية بالفعل الإشارة إلى هذا الاكتشاف وهي تقول إن عقلك يشكل أفكارك وترجع إليك صور تفكيرك بوصفها تجريبة خاصة بحياتك الدكتور فريد ألان وولف عالم فيزياء كمية ومحاضر ومؤلف حاصل على العديد من الجوائز إذا فكرت في تشبيه أن يكون المرء أكثر أبراج البث فعالية في الكون فسوف ترى الترابط التام مع كلمات الدكتور وولف يشكل عقلك أفكارك وتعود إليك الصور المثبوطة بوصفها تجريبة حياتك إنك تصنع حياتك بأفكارك ليس هذا فحسب لكن أفكارك تضيف إضافة ذات شأن في عملية صنع العالم إذ اعتقدت أنك بلا شأن وليس لديك أي تسلطة في هذا العالم فلتفكر من جديد فعقلك بالفعل يشكل العالم المحيط بك لقد حملت لنا الإنجازات والمكتشفات المدهشة للفيزياء الكمية على مدى الثمانين عاما الماضية حملت فهما أعظم قدرا للقوة التي لا يسبر غورها للعقل الإنساني وقدرته على الإبداع ويتوافق ما كشفته الفيزياء الكمية مع كلمات أعظم العقول في العالم بمن فيهم كارينجي، إميرسون، إشكسبير، باكون، كريشنا موراتي إذا كنت لا تفهم القانون فذلك لا يعني أن عليك أن ترفضه فلعلك لا تفهم الكهرباء ومع ذلك تستمتع بمنافعها إنني لا أعرف طريقة عملها لكني أفهم التالي يمكنك طهي عشاء لشخص من خلال الفرن الكهربائي كما يمكنك طهي هذا الشخص نفسه بواسطة الكهرباء أيضا في أحيان كثيرة عندما يبدأ الناس في فهم هذا السر العظيم فإنهم يصابون بالخوف من جميع الأفكار السلبية التي تخطر لهم وعليهم أن يدركوا أنه قد ثبت علميا أن الفكرة الإيجابية لهي أقوى مئات المرات من الفكرة السلبية وهذا يقضي على درجة من القلق لديهم يتطلب جلب شيء سيء إلى حياتك الكثير من الأفكار السلبية والتفكير السلبية المستديم ومع ذلك إذا أصررت على التفكير بشكل سلبي على مدار فترة من الزمن فلسوف تتجلى في حياتك تلك الأفكار السلبية وإذا كنت تخشى من أن تساورك أفكار سلبية فسوف تجذب إليك المزيد من القلق من الأفكار السلبية وتضاعفها في الحين ذاته اتخذ الآن قرارا بالتفكير في الأفكار الطيبة وحدها وفي الوقت نفسه أعلن للكون أن جميع أفكارك الطيبة ذات فاعلية وأن أي أفكار سلبية ضعيفة نحمد الله على أن هناك تأخرا زمنيا ذلك أن جميع أفكارك لا تتحول إلى حقيقة في التو والحال وإلا كنا سنقع في أزمة إن حدث هذا لكن عامل تأخر الوقت يعمل لصالحنا إنه يسمح لك بأن تعيد التقييم وأن تفكر بشأن ما تريد وأن تتخذ خيارا جديدا ليزا نيكولاس كل قدرتك على صنع حياتك متاحة في هذه اللحظة لك لأن الحاضر هو الوقت الذي تفكر فيها إذا كانت قد ساورتك بعض الأفكار التي لن تكون مفيدة عندما تتجسد فيمكنك إذن الآن أن تغير أفكارك يمكنك أن تمح أفكارك السابقة عن طريق استبدال الأفكار الطيبة بها عامل الوقت في صالحك لأنك تستطيع أن تفكر أفكارا جديدة وترسل ترددا جديدا الأهن يجب أن تكون واعيا بأفكارك وأن تتخيرها بعناية ويجب أن تستمتع بهذا لأن حياتك هي التحفة الفنية التي شكلتها بيدك أنت الفنان الذي يبدع حياتك الخاصة وسوف تشكل وتبدع حياتك على خير مثال الدكتور جوفيتال إحدى وسائل التحكم بعقلك أن تتعلم كيف تهدئ عقلك كل معلم من المشاركين في هذا الكتاب وبلا استثناء يمارس التأمل بوتيرة يومية لم أدرك مدى فعالية التأمل قبل أن أكتشف السر إن التأمل يحمل السكون لعقلك ويساعدك على التحكم بأفكارك وينعش ويجدد جسمك والنبأ الرائع هو أنك لست مضطرا لتخصيص عدة ساعات من أجل التأمل فقط من ثلاث إلى عشر دقائق كل يوم كبداية يمكنها أن تكون ذات فاعلية بصورة لا تصدق من أجل كسب السيطرة على أفكارك ولكي تصبح واعيا بأفكارك يمكنك كذلك أن تردد العبارة الإيجابية التالية إنني سيد أفكاري قلها كثيرا وتأمل فيها وعندما تتمسك بتلك النية فسوف تحققها عن طريق قانون الجاذبية إنك الآن تتلقى المعرفة التي سوف تتيح لك صنع الصورة المثالية لنفسك إن إمكانية وجود هذه النسخة المعدلة منك قائمة في التردد الذي يجسد أجمل وأفضل صورة لك قرر ماذا تريد أن تكون وماذا تريد أن تمتلك ما تريد فعله قم ببث التردد ولا سوف تتحول رؤيتك إلى حياتك السر في نقاط موجزة سر الحياة الأعظم هو قانون الجذب ينص قانون الجذب على أن الشبيه يجذب شبيهه وهكذا حين تفكر في فكرة ما فإنك كذلك تجذب الأفكار الشبيهة إليك للأفكار قوة مغناطسية كما أن لها ترددا وعندما تفكر يتم إرسال تلك الأفكار إلى الكون وتجذب إليها مغناطسيا كل الأشياء الشبيهة التي على نفس التردد كل شيء يرسل للخارج يعود إلى مصدره إليك إنك مثل برج للبث ولكنه برج بشري تبث ترددا بأفكارك إذا أردت أن تغير أي شيء في حياتك فلتغير التردد بتغيير أفكارك أفكارك الحالية تشكل حياتك المستقبلية ما تركز عليه غالبا أو تفكر فيه سوف يظهر في حياتك أفكارك تصير حقائق واقعه تبصيط السر إننا نعيش في كون تحكمه قوانين بالضبط مثل قانون الجاذبية الأرضية إذا سقطت من أعلى مبنى فلا يهم إن كنت شخصا صالحا أو شخصا طالحا فما من شيء سيمنعك من الارتطام بالأرض مايكل بيرنارد بيكويث إن قانون الجاذب هو قانون طبيعي إنه غير موجه لشخص معين وهو حيادي تماما مثل قانون الجاذبية الأرضية إنه دقيق كما أنه صارم كل الأشيء التي تحط بك الآن في حياتك بما في ذلك الأمور التي تشتكي منها أنت المسؤول عن اجتذابها وأنا أعلم أن للوهلة الأولى سيبدو لك هذا الشيء أن تكره سماعه وسوف تقول على الفور إنني لم أجتذب حادث السيارة لم أجتذب هذا العميل الذي قضيت معه وقتا عصيبا وبالطبع لم أجتذب الديون وأنا هنا لأقول لك بكل وضوح وثقة بلى لقد جذبت كل هذه الأشياء إليك هذا واحد من أصعب المفاهيم التي يمكن استيعابها ولكن بمجرد أن تتقبله سوف تكون قادرا على تغيير حياتك الدكتور جوبيتال حين يسمع الناس هذا الجزء من السر لأول مرة فإنهم غالبا يستدعون من التاريخ أحداثا راح ضحيتها الكثير من الأرواح ويجدون ذلك غير قابل للاستيعاب فكيف يقوم عدد كبير للغاية من الأشخاص بجذب أي حدث مهما كان وفقا لقانون الجذب لا بد أنهم كانوا على التردد نفسه الخاص بالحدث ولا يعني هذا بالضرورة أنهم فكروا في ذلك الحدث بالتحديد لكن التردد أفكارهم توافق مع تردد الحدث إذ اعتقد الناس أنه يمكن أن يكونوا في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب وأنه ليس لهم أي سلطة على الظروف الخارجية فإن تلك الأفكار الخاصة بالخوف والإحباط والعجز إذا ما استدامت وطغط على تفكيرهم فإنها من الممكن أن تجذبهم بالفعل إلى المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب أنت تملك الاختيار الآن هل تريد أن تعتقد أن الحظ هو الذي يؤدي إلى الأحداث السيئة التي يمكنها أن تحدث لك في أي وقت هل تريد أن تعتقد أنك قد توجد في المكان غير المناسب في التوقيت غير المناسب وأنه لا حيلة ولا سلطة لك على الظروف أم أنك تريد أن تؤمن وأن تكون متأكداً من أن تجربة حياتك بين يديك أنت ولا شيء إلا كل خير سيأتي إلى حياتك لأنك هكذا تفكر إنك تمتلك حق الاختيار وأي كان ما اخترت أن تفكر فيه فسوف يكون تجربة حياتك لا شيء يمكنه أن يصبح جزءاً من تجربتك ما لم تقم باستدعائه عبر أفكارك المستديمة والملحة الغالبية العظمى منا يجتذبون الأشياء تلقائياً ولكننا فقط نظن أن الأمر ليس بأيدينا إن أفكارنا ومشاعرنا تعمل بصورة تلقائية وهكذا فإن كل شيء يأتي إلينا تلقائياً ما من أحد يتعمد جذب ما هو غير مرغوب فيها بدون الاطلاع على السر من السهل أن ترى كيف تحدث بعض الأشياء غير المرغوبة في حياتك أو في حياة الآخرين إنها تعزى بكل بساطة إلى انعدام إدراك القوة الإبداعية الكبرى لأفكارنا الآن إذا كانت هذه المرة الأولى التي تسمع فيها هذا فقد تجد نفسك تقول رباه أل علي أن أرصد وأراقب أفكاري؟ إن هذا يتطلب الكثير من القهد قد يبدو الأمر كذلك في البداية ولكن هاهنا يبدأ المرح والمتعة الدكتور جوبيتال ويكمن المرح في أن هناك الكثير من الطرق المختصرة للسر ويمكنك أن تختار الطرق المختصرة التي تؤدي إلى أفضل النتائج بالنسبة لك استمر في القراءة وسوف ترى كيف يمكنك أن تحقق ذلك من المستحيل أن نرصد كل فكرة تمر بنا يخبرنا الباحثون أنه يخطر ببالنا حوالي ستون ألف فكرة كل يوم هل يمكنك أن تتخيل مدى الإرهاق الذي سينتابك لكي تسيطر على الستين ألف فكرة تلك؟ ولحسن الحظ هناك طريقة أسهل وهي مشاعرنا فمشاعرنا تسمح لنا بمعرفة ما نفكر فيها مارسي شيموف مؤلفة ومحاضرة دولية ورائدة في مجال التطور الشخصي لا يمكن أن نبالغ في تقدير أهمية المشاعر إن مشاعرك هي الأداة الأهم لمساعدتك على تشكيل حياتك إن أفكارك هي السبب الأول لكل شيء وكل شيء آخر تراه وتعايشه في هذا الكون ما هو إلا نتيجة بما في ذلك مشاعرك لكن السبب هو دائما أفكارك إن العواطف هبة لا تقدر بثمن نحظى بها لتسمح لنا بمعرفة ما نفكر فيها بوب دويل إن مشاعرك تخبرك على وجه السرعة بما تفكر فيها فكر في الأوقات التي تفض فيها مشاعرك فجأة ربما عندما تسمع بعض الأنباء السيئة وذلك الشعور الغريب الذي ينتاب معدتك أو ضفيرتك العصبية بشكل فوري وبهذا تعرف أن مشاعرك بمثابة إشارة فورية لتعرفك ما تفكر فيها يجب أن تصبح مدركا لطبيعة مشاعرك وتعي ما تشعر به لأن هذا هو الطريق الأسرع لكي تعرف ما تفكر فيها لديك نوعان من المشاعر المشاعر الجيدة والمشاعر السيئة وأنت تعرف الفرق بينهما لأن الأولى تجعل شعورك طيبا والأخرى تجعل شعورك سيئا إن الإحباط والغضب والنقمة هي تلك المشاعر التي تحريمك من الشعور بالسيطرة على زمام الأمور تلك هي المشاعر السيئة ليزا نيكولاس لا أحد يستطيع أن يخبرك ما إذا كانت مشاعرك جيدة أو سيئة لأنك الوحيد الذي يعلم بطبيعة مشاعرك في أي وقت وإذا لم تكن واثقا من طبيعة مشاعرك فسأل نفسك ما طبيعة شعوري يمكنك أن تتوقف وتطرح هذا السؤال مرات كثيرة خلال اليوم وبينما تفعل تصير أكثر إدراكا لطبيعة شعورك الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لك هو أن تعلم أنه من المستحيل أن تكون مشاعرك سيئة في الوقت نفسه الذي تراودك فيه أفكار طيبة فذلك معاكس للقوانين الطبيعية لأن أفكارك هي التي تولد مشاعرك فإذا انتابك شعور سيء فهذا لأنك تفكر بأفكار تجعلك تشعر شعورا سيئا تحدد أفكارك التردد الخاص بك وتنبئك مشاعرك في الحال بطبيعة التردد الذي تكون عليها عندما تصبح مشاعرك سيئة فإنك تكون على تردد يجذب المزيد من الأمور السيئة وعندها لا مفر أن يستجيب قانون الجاذبية بأن يبث لك في المقابل المزيد من صور الأمور السيئة والأمور التي ستجعلك تشعر شعورا سيئا وإذا انتابك شعور سيئ دون أن تبذل أي مجهود لتغير أفكارك وتحسن ما تشعر به فكأنك بالفعل تقول إنني أريد المزيد من الظروف التي تحمل لي هذا الشعور السيئ أريدها بشدة الوجه المقابل لهذا هو أن تحظى بعواطف جيدة ومشاعر جيدة إنك تدركها عندما تخامرك لأنها تجعلك تشعر بشعور طيب المتعة البهجة الامتنان الحب تخيل إذا كان بوسعنا أن نشعر بهذا كل يوم عندما ترحب بالمشاعر الطيبة فإنك تجذب إليك المزيد من المشاعر الطيبة والأمور التي تجعلك تشعر بشعور طيب ليزا نيكولاس الأمر في غاية البساطة ما الذي أقوم بجذبه في هذه اللحظة حسنا بما تشعر أشعر بشعور طيب حسنا واصل القيام بذلك وبدويل من المستحيل أن ينتابك شعور طيب وفي الوقت نفسه تكون لديك أفكار سلبية إذا كنت تشعر بشعور طيب فلأنك تحظى بأفكار طيبة وهكذا يمكنك أن تحظى بأي شيء في حياتك ليس هناك حدود لما قد تحظى به ولكن هناك شرط واحد عليك أن تشعر بشعور طيب وحين تفكر في الأمر أليس هذا هو كل ما أردته دائما إن هذا القانون مثالي إذا كنت تشعر بشعور طيب فإنك بذلك تصنع مستقبلا يتوافق مع رغباتك وإذا كنت تشعر بشعور سيء فإنك تصنع مستقبلا يتعارض مع رغباتك إن قانون الجذب يعمل في كل ثانية من يومك كل شيء نفكر فيه ونشعر به يصنع مستقبلنا إذا كنت قلقا أو خائفا فإنك تجرب عندئذ المزيد من ذلك إلى حياتك طوال اليوم عندما ينتابك شعور طيب فلا بد أنك تفكر أفكار طيبة وهكذا تكون على المصار الصحيح وتطلق ترددا قويا يجذب إليك المزيد من الأمور التي ستحمل لك شعور طيبا تشبث بتلك اللحظات التي تنتابك فيها المشاعر الطيبة واستغلها كن مدركا لحقيقة أنك كلما أزدت من مشاعرك الطيبة زاد اجتذابك للكثير من الأمور الطيبة لنمضي خطوة أخرى إلى الأمهم ماذا لو كانت مشاعرك هي بالفعل إشارات تواصل منبعثة من الكون لتجعلك تعلم ما تفكر به إن مشاعرنا بمثابة آلة تزودنا بالتغذية الراجعة التي تخبرنا ما إذا كنا على المصار الصحيح أم لا تذكر أن أفكارك هي السبب الأول لكل شيء لذا فحين تسيطر عليك فكرة دائمة ومتكررة فإنها تنبعث على الفور نحو الكون تعمد تلك الفكرة إلى ربط نفسها مغناطيسيا إلى تردد شبيه وفي غضون ثوان ترسل قراءة ذلك التردد رجوعا إليك من خلال مشاعرك بعبارة أخرى مشاعرك هي المردود الذي يرسله لك الكون استجابة لأفكارك ليخبرك بالتردد الذي تكون عليه في الوقت الحاضر إن مشاعرك هي آلة المردود الخاص بالتردد الذي أنت عليها عندما تنتابك مشاعر طيبة فإنها بمثابة رد الكون عليك برسالة مفادها إنك تفكر أفكار طيبة وعلى العكس عندما تنتابك مشاعر سيئة فإنك تستقبل الرد برسالة مفادها إنك تفكر أفكار سيئة وهكذا عندما تشعر بشعور سيء فإن ذلك يكون رسالة من الكون تقول في الحقيقة حذاري غير التفكير الآن تم تسجيل تردد سلبي غير التردد عد عدا تنازليا للتوكيد تحذير في المرة التالية التي ينتابك فيها شعور سيء أو تشعر فيها بأي عواطف سلبية أنصط إلى الإشارة التي تستقبلها من الكون ففي تلك اللحظة التي تشعر فيها بمثل تلك المشاعر السلبية أن تتعوق كل ما هو صالح لك عن المجيء إليك لأنك على تردد سلبي غير أفكارك وفكر في شيء جيد وعندما تبدأ الأفكار الطيبة في الوصول إليك سوف تعرف أنها جاءت لأنك تحولت إلى موجة تردد جديدة والكون قد أكدها لك بالمشاعر الأفضل إنك تحصل بالتمام والكمال على مثل ما تشعر به لكنك لا تحصل على القدر الكثير من مثل ما تفكر فيها ولذلك ينزع الناس إلى التقافز والخروج عن مسارهم إذا ملتوت أقدامهم عند قيامهم من الفراش ويمضي يومهم بكامله على هذا المنوال وهم لا يعرفون بالمرة أن تحولا بسيطا لعواطفهم من شأنه أن يبدل من يومهم برمته وحياتهم كاملة إذا انتويت فور استيقاذك من النوم صباحا أن تقضي يوما طيبا وكنت تتحلى بتلك المشاعر السعيدة بالتحديد وما دمت لم تسمح لأي شيء أن يغير من مزاجك فإنك سوف تواصل من خلال قانون الجذب ستواصل جذب المزيد من المواقف والأشخاص الذين يدعمون ذلك الشعور السعيد عايشنا جميعا مثل تلك الأيام أو الأوقات عندما يمضي شيء بعد آخر على غير ما يرام إن رد الفعل المتسلسل هذا يبدأ من فكرة واحدة سواء كنت واعيا بذلك أم لا إن فكرة سيئة واحدة جذبت المزيد من الأفكار السيئة وانتظم التردد وفي نهاية الأمر حدث أمر سيء حقا وعندئذ وعندما تستجيب لشيء واحد سيء وقع فإنك تجذب المزيد من الأمور السيئة التي تنضي على غير ما يرام ردود الأفعال تجذب فقط المزيد من مثيلاتها وسوف تواصل سلسلة ردود الأفعال في الحدوث حتى تنأى بنفسك عن ذلك التردد من خلال عزمك على تغيير أفكارك بشكل واع يمكنك أن تحول أفكارك نحو ما تريده وأن تستقبل توكيدات عبر مشاعرك بأنك قد غيرت ترددك وسوف يحكم قانون الجذب قبضته على ذلك التردد الجديد وسوف يرسله من جديد إليك بصفته الشكل الجديد لحياتك الآن يمكنك أن تستغل مشاعرك والاستفادة منها في إطفاء الطاقة والحيوية على جميع أمور حياتك يمكنك أن تعمد إلى استخدام مشاعرك في الانتقال إلى تردد أكثر فاعلية من خلال إخفاء بعض المشاعر على ما ترغب في تحقيقه يمكنك أن تشعر من الآن بأنك معافى الصحة يمكنك أن تبدأ الشعور بالرخاء والوفرة يمكنك أن تبدأ الشعور بالحب المحيط بك ولو لم يكن موجودا وما سوف يحدث هو أن الكون سوف يستجيب لطبيعة أغنيتك وسوف يستجيب الكون لطبيعة ذلك الشعور الداخلي ويتجلى لك كما تتوقعه لأن ذلك هو ما تشعر به وعلى هذا فما الذي تشعر به الآن خذ بضع دقائق لتفكر فيما تشعر به وإذا لم تكن تحس بشعور طيب بالقدر الذي توده ركز على الإحساس بمشاعرك الداخلية وأن تحسنها عامدا عندما تركز بشدة على مشاعرك بنية أن تحسن منها يمكنك أن ترفعها نحو مستوى أسماء وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هو أن تغلق عينيك وأن تستبعد عنك كل ما يشوشك وتركز على مشاعرك الداخلية وتبتسم لمدة دقيقة واحدة إن أفكارك ومشاعرك تصنع حياتك سوف يكون الأمر دائما على هذا النحو هذا أمر لا شك فيها ليزا نيكولاس تماما مثل قانون الجاذبية الأرضية فإن قانون الجذب لا يخطئ أبدا إنك لا ترى غزلانا تطير في الهواء لأن قانون الجاذبية الأرضية مثلا قد أخطأ ونسي أن يطبق الجاذبية الأرضية على الغزلان ذلك اليوم وعلى نفس المنوال فليس هناك استثناءات لقانون الجذب فإذا حدث لك شيء ما لابد أن تكون قد جذبته بفكرة مستديمة إن قانون الجذب يتسم بالدقة من الصعب علينا أن نتقبل هذا ولكن عندما نبدأ في تفهم واستيعاب ذلك فإن النتائج ستكون بالغة الروعة فما يعنيه هذا هو أنه أيا كان ما فعلته أي فكرة في حياتك فإنه يمكنك أن تغيره من خلال حدوث تحول في وعيك وإدراكك إنك تمتلك القدرة على تغيير أي شيء ذلك لأنه لا أحد سواك يختار لك أفكارك أو يحس بدلا منك بمشاعرك إنك تصنع عالمك الخاص بينما تنضي في حياتك من المهم حقا أن تنتبك المشاعر طيبة ذلك لأنها هي ما ينبعثك إشارة إلى الكون فيبدأ في جذب المزيد من المشاعر والأشياء الطيبة إليك وهكذا فكلما زاد مقدار ما تحسه من مشاعر طيبة اجتذبت إليك المزيد من الأمور التي تساعدك على أن تشعر بشعور طيب وستكون أكثر قدرة على أن تسمو بروحك المعنوية لأعلى وأعلى هل تعلم أنه عندما تنتابك مشاعر الإحباط فإنك تستطيع أن تبدلها في لحظة استمع إلى مقطوعة موسيقية جميلة أو ابدأ بالغناء سوف يغير هذا مزاجك أو تذكر شيئا جميلا فكر في طفل رضيع أو في شخص تحبه حبا صادقا وركز عليه بعض الوقت احتفظ بتلك الفكرة في عقلك واجعل كل ما عداها خارجا وأضمن لك أنك سوف تبدأ في الإحساس بشعور طيب ضع قائمة ببعض الأشياء التي تغير مزاجك لتستعين بها عند الحاجة قد تكون تلك الأشياء ذكريات جميلة أو أحداثا مستقبلية أو لحظات مرحة أو قد تتجسد في الطبيعة أو في إنسان تحبه أو حتى موسيقاك المفضلة إذن عندما تجد نفسك غضبا أو مخبطا أو لا تشعر بارتياح استعن بقائمة الأشياء التي تغير مزاجك وركز على إحدى بنودها وسوف تقوم أشياء مختلفة بتبديل مزاجك في أوقات مختلفة وهكذا إذا لم يأتي أحدها بنتيجة انتقل إلى شيء آخر لا يقتضي الأمر أكثر من دقيقة أو اثنتين من تغيير بؤرة تركيزك لكي تحول نفسك وتحول ترددك الحب هو العاطفة الأسمى ينطبق مبدأ الشعور الطيب على حيواناتك الأليفة على سبيل المثال إن الحيوانات مخلوقات مدهشة لأنها تضع المرأة في حالة عاطفية رائعة عندما تشعر بالحب تجاه حيوانك الأليف ستجلب تلك الحالة الرائعة من الحب الخير إلى حياتك ويا لها من هبة ونعمة إن مزيج الفكر والحب هما التركيبة التي تكون القوة التي لا تقاوم لقانون الجذب شارلز هانيل ما من قوة أعظم شأنا في الكون كله من قوة الحب إن الشعور بالحب على تردد يمكنك أن تبثه إذا أمكنك أن تغلف كل فكرة من أفكارك بالحب إذا أمكنك أن تحب كل شيء وكل شخص فسوف تتحول حياتك بشكل جذري في حقيقة الأمر أشار بعض من عظماء مفكر الماضي إلى قانون الجذب على أنه قانون الحب وإذا أمعنت في الأمر ستفهم السبب فإذا خطرت لك أفكار غير طيبة حول شخص آخر فسوف تتجسد فيك الأفكار غير طيبة لا يمكنك أن تؤذي شخصا آخر بأفكارك بل إنك فقط ستؤذي نفسك إذا سيطرت عليك أفكار الحب فخمن من سيتلقى المنافع إنه أنت وهكذا فإذا كانت الحالة المهيمنة عليك هي الحب فإن قانون الجذب أو قانون الحب يستجيب بأقصى وأعظم قوة لأنك تقف على أعلى تردد ممكن وكلما زاد مقدار ما تشعر به وما تبثه من حب زاد مقدار ما تمتلكه من قوة وطاقة إن قانون الجذب هو المبدأ الذي يعطي الفكرة قوتها الديناميكية لكي تتناسب مع موضعها وبالتالي تتغلب على كل تجربات إنسانية عصيبة وهذا القانون هو مسمى آخر للحب هذا مبدأ أساسي وأزلي متضمن في كل الكائنات والأشياء وفي كل نظام فلسفي وكل دين وكل علم ليس هناك مهرب من قانون الحب إن المشاعر هي التي تضف الحياة على الفكر إن المشاعر هي الرغبة والرغبة هي الحب والفكر المشبع بالحب لا يقهر أبدا عندما تبدأ في فهم أفكارك ومشاعرك والسيطرة حقا عليها فحينئذ سترى كيف تصنع واقعك الخاص وهناك تكمن حريتك وهناك تجد كل قوتك مارسي شيموف تطنعنا مارسي شيموف على اقتباس رائع للعظيم ألبرت أينشتاين أهم سؤال يمكن لأي إنسان أن يطرحه على نفسه هو هل هذا عالم ودود؟ وبمعرفة قانون الجذب فإن الإجابة لا مرأة فيها هي نعم العالم ودود لماذا؟ لأنك حين تجيب بهذه الطريقة سوف تعايش ذلك وفقا لقانون الجاذبية صاغ ألبرت أينشتاين هذا السؤال القوي الفعال لأنه كان مطلعا على السر وكان يعلم أنه بطرحه لهذا السؤال فإنه سيدفعنا للتفكير في اتخاذ خيار لقد منحنا فرصة عظيمة فقط بطرحه للسؤال وللمضي إلى ما هو أبعد بمقصد أينشتاين يمكنك أن تصيغ توكيدا وتجاهر به قائلا هذا كون بديع الكون يحتوي على كل الأمور الطيبة كل ما يحدث بالكون يكون في صالحي كل ما في الكون يدعمني فيما أفعله أجد كل ما أتمناه في الكون وكن متأكدا من أن هذا الكون ودود حقا منذ أن تعلمت السر وبدأت في تطبيقه على حياتي أصبحت حياتي حقا سحرية أعتقد أن نوعية الحياة التي يحلم بها كل شخص هي التي أحياها أنا يوميا فأنا أعيش في قصر ثمنه أربعة ملايين دولار ونصف ولي الزوجة أعشقها أقضي إجازاتي في أروع بقاع العالم تسلقت جبالا رحلت مستكشفا وسافرت في رحلات سفاري وكل هذا قد حدث واستمر في الحدوث بسبب معرفتي بكيفية تطبيق السر جاك كونفيلد يمكن أن تكون الحياة تجربة استثنائية ويجب أن تكون كذلك ولسوف تكون كذلك عندما تبدأ في استخدام السر بوب روكتور هذه هي حياتك أنت هي في امتظارك لاكتشافها وحتى الآن لعلك كنت تعتقد أن الحياة صعبة وكلها صراع وهكذا من خلال قانون الجذب سوف تعيش فعلا حياة صعبة مليئة بالصراع فلتبدأ على الفور في الصياح بأعلى صوت في وجه العالم الحياة يسيرة جدا الحياة جميلة جدا جميع الأشياء الطيبة تحدث لي ثمت حقيقة دفينة بداخلك قد انتظرت طويلا اكتشافك لها وهذه الحقيقة هي أنك تستحق كل الأشياء الطيبة التي تقدمها الحياة إنك تعلم هذا علم اليقين لأنك تشعر بالاستياء عندما تفتقر للأمور والأشياء الطيبة كل الأشياء الطيبة هي حق فطري لك إنك تملك زمام السيطرة على نفسك وقانون الجذب هو أداتك البديعة لتصنع ما تريده في حياتك فلترحب بسحر الحياة بسحرك الخاص السر في نقاط مجزة قانون الجذب قانون طبيعي إنه غير موجه لشخص معين وهو حيادي مثل قانون الجاذبية الأرضية لا شيء يمكنه أن يصبح جزءا من تجربتك ما لم تستدعيه عبر أفكارك المستديمة والملحة لتعرف ما تفكر فيه اسأل نفسك عن شعورك فالمشاعر أدوات لا تقدر بثمن لتنبئنا بطبيعة تفكيرنا من المستحيل أن تكون مشاعرك سيئة في الوقت نفسه الذي تراودك فيه أفكار طيبة تحدد أفكارك التردد الخاص بك وتنبئك مشاعرك في الحال بطبيعة التردد الذي تكون عليها عندما تصبح مشاعرك سيئة فإنك تكون على تردد يجذب المزيد من الأمور السيئة وعندما تشعر بشعور طيب فإنك تجذب بقوة المزيد من الأمور الطيبة إليك الأشياء التي تعدل مزاجك مثل الذكريات والطبيعة الخلابة أو موسيقاك المفضلة يمكنها أن تغير مشاعرك وتحول ترددك على الفور إن الشعور بالحب هو أعلى تردد يمكنك أن تبثه وكلما زاد ما تشعر به وما تبثه من حب زاد مقدار ما تمتلكه من قوة وطاقة كيف تستخدم السر؟ إنك مبدع وهناك عملية سهلة للابتكار والإبداع باستخدام قانون الجذب لقد أطلعنا أعظم المعلمين والعباقرة على عملية الإبداع بأشكال شتى من خلال أعمالهم البديعة وقد وضع بعض المعلمين العظام قصصا لإبراز كيفية عمل الكون والحكمة التي تنطوي عليها قصصهم قد تم تناقلها عبر القرون وصارت أسطورية العديد من الأشخاص الذين يعيشون في يومنا هذا لا يدركون أن جوهر ولب تلك القصص هو حقيقة الحياة نفسها إذا تذكرت حكاية علاء الدين ومصطاحه حينما يلتقط علاء الدين المصطاح وينفر عنه الغبار ويقفز الجني خارجا فدائما ما يقول الجني شيئا واحدا أوامرك مطاعة يا سيدي وتحكي القصة أن هناك ثلاث أمنيات لكنك لو تتبعت أصول القصة فيما مضى فلم يكن هناك أي تحدود على الإطلاق لعدد الأمنيات فكر في ذلك الأمر والآن لنأخذ هذا المجاز ونطبقه على حياتك تذكر أن علاء الدين هو الشخص الذي يطلب على الدوام ما يريده ثم تجد بين يديك الكون سخيا وهو الجني وقد منحت المأثورات ذلك الجنية أسماء عديدة إنه الملاك الحارس الخاص بك أو ذاتك الأعلى يمكننا أن نطلق عليه أي شيء ولتختر التسمية التي تعمل لخير ما فيه صالحك ولكن كل تراث أو عقيدة من تلك قالت إن هناك شيئا ما أضخم منا والجني دائما يقول شيئا واحدا أوامرك مطاعة تظهر تلك القصة الرائعة كيف تبدع حياتك بكاملها وكل شيء فيها لقد أطاع الجني ببساطة كل أمر لك الجني هو قانون الجذب وهو دائما حاضر وهو دائما ما ينصط لأي شيء تفكر فيه أو تتحدث به أو تقوم به ويفترض الجني أن كل شيء تفكر فيه تريده وأن كل شيء تتحدث عنه تريده وأن كل شيء تتصرف من منطلقه فإنك تريده إنك سيد الجني والجني موجود لخدمتك لن يراجع الجني أبدا أوامرك أو يستفسر عنها إنك تفكر في الأمر ويشرع الجني على الفور في تكييف الكون من خلال الناس والظروف والأحداث لتحقيق رغبتك وأمنيتك العملية الإبداعية إن العملية الإبداعية المستخدمة في السر والمستلهمة من كتب الحكمة القديمة هي مخطط إرشادي سهل بالنسبة لك لتصنع ما تشاء في ثلاث خطوات بسيطة الخطوة الأولى اطلب الخطوة الأولى هي أن تطلب وجه طلبك للكون دع الكون يعرف ما تريده ولسوف يستجيب الكون لأفكارك بإذن الله ليزا نيكولاس ما الذي تريده حقا اجلس واكتبه على صفحة من الورق اكتبه في زمن المضارع يمكنك أن تبدأ بعبارة مثل إنني سعيد وممتن للغاية الآن نظرا لكذا وكذا ومن ثم وضح كيف تريد أن تكون حياتك في كل ناحية من نواحيها بوب روكتور عليك أن تختار ما تريد ولكن عليك أن تكون واضحا بشأنه هذه هي مهمتك وإذا لم تكن واضحا فإن قانون الجذب عندئذ لا يمكنه أن يجلب لك ما تريد فسوف ترسل ترددا مختلطا وسوف تجذب فقط نتائج مختلطة وللمرة الأولى في حياتك فكر فيما تريده حقا الآن بعد أن عرفت أنك تستطيع أن تملك وأن تكون وأن تفعل أي شيء بلا حدود فما الذي تريده؟ الطلب هو الخطوة الأولى في العملية الإبداعية لذا فلتكتسب عادة أن تطلب وتسأل إذا كان عليك أن تتخذ خيارا ولا تعرف أي طرق تسلك فلتسأل وتطلب ينبغي أن لا تتوقف مبهوتا أمام أي شيء في حياتك فقط اسأل هذا شيء ممتع بحق يبدو الأمر مثل امتلاك الكون في كتالوج خاص بك إنك تقلب صفحاته وتقول أرغب أن أحظى بهذه التجربة وأحب أن أمتلك ذلك المنتج وأن أكون شخصا مثل ذلك ودورك هو أن تصوغ طلبك من الخالق والكون سوف يتولى المهمة الأمر حقا بهذه السهولة الدكتور جوبيتال لست مضطرا لأن تطلب مرارا وتكرارا أطلب مرة واحدة فقط إنه تماما مثل اختيار منتج ما من كتالوج ليس عليك سوى أن تطلب شيئا ما مرة واحدة فإنك لا تحدد الطلب ثم تشك فيما إذا كان الطلب تم قبوله أم لا فتطلب من جديد ثم مرة أخرى ثم من جديد أنت تطلب مرة واحدة هكذا الأمر نفسه مع العملية الإبداعية إن الخطوة الأولى هي ببساطة أن تكون واضحا ومتأكدا بشأن ما تريده وعندما تصبح واضحا بشأنه في عقلك تكون قد طلبت الخطوة الثانية آمن الخطوة التالية هي أن تؤمن آمن بأن الأمر صار في يديك فعلا فلتتسم بما أحب أن أسميه الإيمان الذي لا يتزحزح آمن بالغيب ليزا نيكولاس عليك أن تؤمن بأنك قد تلقيت ما تشاء عليك أن تعرف أن ما تريده هو من كلك لحظة طلبه لابد أن تتحلى بإيمان كامل وتام فأنت إذا اخترت طلبا من كتالوج فسوف تسترخي وأنت عالم بأنك سوف تتلقى ما قمت بطلبه وتستكمل حياتك انظر للأشياء التي تريدها على أنها ملك لك بالفعل وعلم أنها سوف تأتي إليك عند الحاجة ودعها تأتي لا تقلق ولا تغتم بشأنها ولا تفكر في افتقارك لها فكر فيها على أنها ملكك كما لو أنها تنتمي إليك وفي ملكيتك بالفعل روبرت كولر في اللحظة التي تطلب فيها وتؤمن وتعلم بأنك تحظى بالفعل في الغيب بما تريد يتحول الكون كله لتحقيق ما تريد في العالم الواقعي عليك أن تتصرف وتتحدث وتتفكر كما لو أنك تتلقاه الآن لماذا؟ لأن الكون مرآه وقانون الجذب يعكس إليك أفكارك المهيمنة وهكذا أليس من المنطقي والمعقول أن ترى نفسك تتلقى ما تريد إذا اجتملت أفكارك على عدم حصولك على ذلك الشيء بعد فسوف تستمر في جذب عدم امتلاتك له عليك أن تؤمن بأنك تمتلكه بالفعل عليك أن تؤمن بأنك تلقيته يجب أن تبث ترددك الحسي بتلقيه لتستعيد تلك الصور من جديد إلى حياتك وحين تقوم بذلك فإن قانون الجذب سوف يقوم بكل فاعلية بتحريك جميع الظروف والأشخاص والأحداث من أجل أن تتلقى ما تريد عندما تحجز لقضاء إجازة أو تطلب شراء سيارة جديدة فارهة أو تشتري منزلا فإنك تعلم بأن تلك الأشياء قد أصبحت ملكك ولن تذهب لتحجز لك مكانا لقضاء إجازة أخرى في نفس الفترة الزمنية أو تبتع سيارة أخرى أو منزلا آخر إذا ربحت ورقة في اليانصيب أو ورث إرثا عظيما فحتى قبل أن تمتلك المال ماديا تدرك أنه قد صار ملكا لك هذا هو المقصود بشعور الإيمان بأنه ملكك وبأنك قد تلقيته أحصل على الأشياء التي تريدها بالشعور والإيمان بأنها ملكك عندما تقوم بذلك فإن قانون الجذب سيقوم بكل فاعلية بتحريك جميع الظروف والأشخاص والأحداث من أجل أن تتلقى ما تريد كيف تصل بنفسك إلى نقطة الأمان ابدأ بالتخيل كن مثل الطفل وابدأ التخيل تصرف كما لو أنك تحظى بالشيء فعلا وعندما تتخيل سوف تبدأ في الإيمان والتصديق بأنك قد تلقيته يستجيب الجني لأفكارك المهيمة طيلة الوقت وليس فقط في لحظة طلبك للأمر ولهذا السبب بعد أن تطلب عليك أن تستمر في التصديق والمعرفة تحل بالإيمان إن إيمانك بأن تحظى بهذا الشيء ذلك الإيمان الراسخ هو القوة الأعظم عندك عندما تصدق أنك سوف تتلقى ما تريد استعد وراقب السحر يبدأ يمكنك أن تحظى بما تريد إذا علمت كيف تصرغ القالب الخاص به في أفكارك ليس هناك حلم لا يمكن أن يتحقق إذا تعلمت فقط استخدام القوى الإبداعية التي تعمل من خلالك إن الطرق التي تجدي نفعا مع أحدهم سوف تجدي نفعا مع الجميع يكمن سر القوة في استخدام ما تحظى به بحرية وبأقصى حد وبالتالي أن تفتح قنواتك على أقصى تساع لها أمام المزيد من القوة الإبداعية لتتدفق عبرك روبارت كولير سوف يعمد الكون إلى إعادة ترتيب ذاته ليجعل الأمر ممتن الحدوث بالنسبة لك الدكتور جوفيتال الغالبية العظمى منا لم يسمحوا أبدا لأنفسهم أن يريدوا ما هم حقا راغبون فيها لأنهم لا يستطيعوا أن يدركوا كيف سيتبدى لهم جاك كونفيلد إذا قمت ببحث صغير فحسب ستجد فيه برهانا لك أن أي شخص قد توصل ذات مرة إلى شيء ما وأنجزه ولم يكن يعلم كيف سيكون عليه الأمر لكنه علم فقط أنه سينجز ويحقق من تواه بوب روكتور لست مضطرا لأن تعرف كيف ستحدث الأمور لست مضطرا لأن تعرف كيف سيعيد الكون ترتيب ذاته الدكتور جوفيتال ليس مهما بالنسبة لك أن تعرف كيف سيحقق لك الكون ما تنشده دع الكون يقوم بهذا نيابة عنك عندما تحاول أن تتبين كيف سيتم هذا فإنك تبث ترددا يتضمن نقصا للإيمان إنك لا تؤمن بأنك قد حزته حقا إنك تظن أن عليك أن تقوم بذلك ولا تصدق بأن الكون سوف يقوم به نيابة عنك لكن الطريقة ليست الدور المنطبك في العملية الإبداعية إنك لا تعرف كيف سيتجلى لك الأمر سوف تجذب إليك الطريقة بوب روكتور في أغلب الأوقات حين لا نرى الأشياء التي طلبناها فإننا نحبط ويخيب أملنا ونصير متشككين يأتي الشك من الشعور بخيبة الأمل خذ ذلك الشك وقم بتحويله تعرف على ذلك الشعور واستبدل به إيمانا لا يتزحزح أعلم أن ما أنشده في طريقه إلي ليزا نيكولاس الخطوة الثالثة تلقى الخطوة الثالثة وهي الخطوة الأخيرة في العملية الإبداعية وهي أن تتلقى ما تنشده ابدأ في التحلي بشعور رائع حيال هذا واشعر بالإحساس الذي ستحظى به عندما تصل إلى مقصدك واشعر بذلك من الأهل ليزا نيكولاس ومن المهم في هذه السلسلة من الخطوات أن تشعر شعورا طيبا أن تكون سعيدا لأنه عندما تشعر شعورا طيبا فإنك تضع نفسك على التردد المناسب لما تنشده مارسي شيموف هذا كون من المشاعر إذا صدقت شيئا ما ذهنيا وحسب لكنك لم تتوافق معه بإحساسك فقد لا يكون لديك بالضرورة الطاقة الكافية لإظهار ما تنشده في حياتك ينبغي عليك أن تشعر به مايكل بير مارد بيكوث اطلب مرة واحدة وصدق أنك تلقيت ما طلبته وكل ما عليك القيام به لكي تتلقى ما تطلبه هو أن تشعر شعورا طيبا حين تشعر شعورا طيبا تكون على التردد الخاص بالتلقي تكون على التردد المناسب لكي تحدث لك جميع الأمور الطيبة وسوف تتلقى ما طلبته ما كنت لتطلب أي شيء إلا إذا كان سيجعلك تشعر شعورا طيبا عند تلقيه أليس كذلك؟ وهكذا فلتكن على تردد الشعور الطيب ولسوف تتلقى ما تطلبه ومن الطرق السريعة لأن تضع نفسك على هذا التردد أن تقول إنني أتلقى كل الخير في حياتي الآن إنني أتلقى واذكر رغبتك الآن واستشعر الأمر أشعر كما لو أنك تلقيت بالفعل ما أردت هناك صديقة عزيزة علي وهي واحدة من أفضل من يقومون بهذا وهي تشعر بكل شيء تشعر بالنحو الذي سيكون عليه الأمر عندما تحظى بما تطلبه إنها تشعر بكل شيء حتى يصبح واقعا وهي لا تشغل بالها بالكيفية أو الوقت أو المكان الذي سيتم فيه الأمر إنها فقط تشعر بالأمر ومن ثم يتبدى لها متحققا وهكذا فلتتحل الآن بشعور طيب عندما تحول ذلك الخيال إلى حقيقة سوف تتمكن من بناء خيالات أكبر وأكبر حجما وتلك يا صديقي هي العملية الإبداعية بوب ركتور مهما كان ما تدعو به في صلاتك فإن الله يستجيب لك حكمة قديمة أي أن كانت الأشياء التي ترغب فيها فحين تصلي آمن أنها سوف تتحقق ولسوف تتحقق حكمة قديمة إن قانون الجذب وجراسته وممارسته كل ذلك يعتمد على اكتشاف ما سيساعدك في توليد مشاعر امتلاك الشيء المنشود الآن اذهب واختبر قيادة تلك السيارة اذهب وتسوق من أجل ذلك المنزل ادخل البيت قم بما يتطلب الأمر أن تقوم به أيا كان من أجل أن تولد مشاعر امتلاك ذلك الشيء المنشود الآن وتذكر تلك المشاعر وأيا كان ما تستطيع أن تقوم به من أجل إنجاز ذلك سوف يساعدك على جذبه واقعيا وبدويل عندما تشعر كما لو أنك تمتلك ما ترغبه الآن وتكون مشاعرك حقيقية للغاية كما لو أنك امتلكت ما ترغبه بالفعل فإنك تصدق أنك تلقيت ذلك الشيء المنشود وسوف تتلقاه يمكن أن يتم الأمر على هذا النحو أن تستيقظ وتجد ما ترغبه متجسدا أمامك أو ترويدك فكرة ثاقبة حول ما يتوجب عليك فعله لتحقيق ما ترجوه ولا يجب عليك أن تقول حسنا يمكنني أن أقوم بهذا على هذا النحو ولكن سأكره ذلك فإنك لا تكون على المصار الصحيح إذا كانت الحالة هكذا سوف يكون الفعل والتحرك لابد منهما أحيانا ولكن إذا ما كنت تقوم بذلك حقا بالتوافق مع ما يحاول الكون أن يجلبه لك فسوف يحمل لك شعورا بهيجا وسوف تشعر بأنك مفعم بالحياة سوف يتوقف الزمن بالنسبة لك ويمكنك أن تقوم بذلك طوال اليوم بوب دويل الفعل هو كلمة ترادف العمل لبعض الأشخاص لكن الفعل المستلهم لا يبدو كأنه عمل على الإطلاق والفارق بين الفعل الملهم والفعل بشكل نعام هو الفعل المستلهم هو عندما تفعل لكي تتلقى ما تريد إذا كنت تعمل لتحاول جعل أمر يحدث فقد انزلقت للوراء فالفعل المستلهم لا يحتاج لبذل جهد وهو يحمل شعورا رائعا لأنك تكون على تردد التلقي تخيل الحياة مثل نهر سريع الجريان عندما تعمل لكي تجعل شيئا ما يحدث سيبدو الأمر كما لو أنك تسبح ضد طيار مجرى النهر سيبدو الأمر مثل صراع ومعركة أما عندما تعمل لكي تتلقى من الكون سوف تشعر كما لو أنك تطفو مع طيار مجرى النهر سيكون أمرا لا يتطلب أي جهد هذا هو شعور الفعل المستلهم أن تطفو مع طيار الكون والحياة أحيانا لن تكون مدركا حتى أنك استخدمت الفعل حتى بعد أن تتلقى ما تنشد لأن القيام بالفعل يمنحك إحساسا رائعا سوف تسترجع عندئذ ما مضى وترى روعة الطريقة التي حملك بها العالم لما أردته وأيضا الطريقة التي جلب بها ما أردته الكون يحب السرعة لا تتباطئ لا تفكر مرة ثانية لا تتشكك عندما تجد أمامك الفرصة عندما توجد الدافعية عندما يكون الحافظ الفطري بداخلك فلتتحرك تلك هي مهمتك وهذا كل ما عليك أن تقوم به الدكتور جوبيتال ثق بغرائزك إنها الإلهام الذي يرسله لك الكون إنها وسيلة الكون للتواصل معك على موجة التلقي إذا كان لديك شعور فطري أو غريزي فاتبعه وسوف تجد أن الكون يحركك مغناطيصيا لكي تتلقى ما طلبته وسعيت إليها سوف تجذب كل شيء تحتاج إليها إذا كان المال هو ما تحتاج إليه فسوف تجذبه إذا كان الناس هم من تحتاج إليهم فسوف تجذبهم وإذا كان ما تنشده هو كتاب محدد فلسوف تجذبه عليك أن تولي انتباها إلى ما تنجذب إليها لأنك بينما تحتفظ بصور الأشياء التي تحتاج إليها سوف تنجذب إليها وسوف تنجذب إليك ولكنها تنتقل إلى العالم المادي بك ومن خلالك ويتم هذا وفقا لقانون الجذب بوب روكتور تذكر أنك مغناطيص تجذب إليك كل شيء حين تصبح واضحا بشأن ما تريد فإنك تصير مغناطيصيا تجذب إليك ما تريد وتلك الأشياء تنجذب إليك بدورها فكلما تمرنت وتمرست وبدأت ترى قانون الجذب يجلب لك الأشياء صرت مغناطيصا أكبر حجما لأنك سوف تضيف قوة الإيمان والتصديق والمعرفة يمكنك أن تبدأ بلا شيء ومن لا شيء ومن لا مكان وسوف تجد طريقك مايكل بيرمر بيكويت كل ما تحتاج إليه هو أنت وقدرتك على التفكير في الأشياء لتجلبها إلى الوجود كل شيء تم ابتكاره واختراعه عبر تاريخ البشرية بدأ من فكرة واحدة من تلك الفكرة الوحيدة إن فتح الطريق وتجسد وانتقل من العدم إلى الوجود فكر في سيارة تسير ليلا الأضواء الأمامية فقط تمتد لمسافة مئة أو مئتي قدم إلى الأمام ويمكنك أن تقطع بها المسافة من كاليفورنيا إلى نيويورك سائرا عبر الظلام لأن كل ما عليك أن تراه هو المئة قدم التالية وهكذا تنزع الحياة لأن تتكشف أمامنا فإذا وثقنا وحسب أن مسافة المئتي قدم التالية سوف تتكشف أمامنا وأن مسافة المئتي قدم التالية بعد ذلك سوف تتكشف أمامنا ستواصل حياتك التكشف والظهور وسوف تصل في نهاية الأمر إلى مقصدك أن ينكان ذلك لأنك تريده جاك كونفيلد ثق بالله ثق وصدق وتحل بالإيمان لم يكن لدي أدنى فكرة كيف يمكن لي أن أنقل السر إلى شاشة السينما ولكنني تشبثت فقط بنتيجة الرؤية رأيت النتيجة واضحة في عقلي شعرت بها بكل قوتي وكل شيء احتجنا إليه لنصنع السر أتى إلينا اتخذ الخطوة الأولى بالإيمان لست مضطرا لأن ترى السلال متالية كلها إصعد الدرجة الأولى الدكتور مارتين لوثر كينج الإبن السر وجسدك دعونا نناقش استخدام العملية الإبداعية بالنسبة لهؤلاء الذين يشعرون بأنهم زائد الوزن ويرغبون في إنقاص وزنهم الشيء الأول الذي تجب معرفته هو أنك إذا ركزت على إنقاص الوزن سوف تجذب إليك اضطرارك لفقدان المزيد من الوزن وهكذا أخرج فكرة اضطرارك لفقدان الوزن من عقلك فهذا هو السبب الذي يجعل النظم الغذائية لا تأتي بنفع ولأنك تركز على فقدان الوزن فلابد أن تجذب إليك باستمرار الاضطرار لفقدان الوزن الشيء الثاني الذي تجب معرفته هو أن حالة البدانة خلقتها أفكارك والموضح المسألة فإذا كان أحدهم زائد الوزن فإن ذلك نتج عن الأفكار التي تتعلق بالسمنة فسواء كان مدركا لذلك أم لا فلا يمكن أن تراود الشخص أفكار حول النحافة ويكون بدينا فهذا ينافي قانون الجذب تماما سواء عرف أحد الأشخاص أنه مصاب بضعف في إفراز هرمون الغدى الدرقية أو أن تمثيله الغذاء بطيء أو أن وزنه الزائد أمر وراثي فإن كل تلك الأمور ما هي إلا أحد أشكال الأفكار التي تتعلق بالسمنة فإذا طبقت على نفسك إحدى تلك الحالات وصدقت ذلك فسوف تصبح تجربة حياتك وسوف تستمر في جذب المزيد من البدانة بعد أن وضعت ابنتاي كنت زائدة في الوزن وأعرف أن هذا حدث نتيجة الاستماع وقراءة للرسائل التي تقول إنه من الصعب فقدان الوزن بعد الإنجاب بل وأكثر صعوبة بعد إنجاب الطفل الثاني وقد جلبت ذلك لنفسي من خلال تلك الأفكار التي تتعلق بالسمنة وهكذا صارت تجربة الحياتية صار جسدي حقا مكدسا باللحم وكلما لاحظت مدى تكدسي باللحم صار جسدي أكثر بدانة ومع حجم جسمي الضائل في الأصل أصبحت أزن 143 رطلا وكل ذلك لأنني كنت أفكر أفكارا جالبة للسمنة أكثر الأفكار شيوعا مما يحتفظ به الناس حتى أنا أيضا احتفظت بها هو أن الطعام كان مسؤولا عن زيادة وزني إنه اعتقاد لا يخدمك وفي عقلي الآن هذا الكلام فارغ تماما فالطعام ليس مسؤولا عن زيادة الوزن إن فكرتك أن الطعام مسؤول عن زيادة الوزن هي التي في الحقيقة تجعل الطعام مسؤولا عن زيادة الوزن تذكر الأفكار هي السبب الأصلي لكل شيء وبقية الأمور هي آثار لتلك الأفكار فلتفكر في أفكار رائعة ومثالية ولا بد أن تكون النتائج هي وزن رائع ومثالي تخلى عن جميع تلك الأفكار المقيدة الطعام لا يمكنه أن يؤدي إلى زيادة الوزن إلا إذا فكرت أنه بوسعه ذلك إن تعريف الوزن المثالي هو الوزن الذي تشعر بالرضا عنه لا يعد رأي أي شخص آخر له قيمة الوزن المثالي هو ما تحمل معه شعورا طيبا لعلك على الأرجح تعرف شخصا ما نحيفا ويأكل بشهية حصان وهو يعلن متفاخرا يمكنني أن آكل أي شيء يروق لي وعلى الدوام سوف أحظى بالوزن المثالي وهكذا يقول الجني أوامرك مطاعة لكي تجذب وزنك المثالي وجسدك المثالي باستخدام العملية الإبداعية اتبع الخطوات التالية الخطوة الأولى أطلب كن واضحا بشأن الوزن الذي تريد أن تكون عليها لتكن لديك صورة في عقلك لما سوف تبدو عليه من هيئة عندما تصل إلى ذلك الوزن المثالي أحضر بعض الصور التي كنت تحظى فيها بالوزن المثالي إذا كان لديك بعض منها وانظر إليها كثيرا وإذا لم يكن لديك احصل على صورة للجسد الذي تود أن تحظى به وانظر إليها كثيرا الخطوة الثانية آمن لا بد أن تؤمن بأنك سوف تتلقى ما تنشد وأن ذلك الوزن المثالي قد صار ملكك فعليا عليك أن تتخيل وتتظاهر وتتصرف من منطلق أن ذلك الوزن قد صار ملكك بالفعل لا بد أن تتخيل نفسك وأنت تستقبل ذلك الوزن المثالي اكتب وزنك المثالي وعلقه على مؤشر الميزان الخاص بك أو لا تزن نفسك على الإطلاق لا تناقض ما طلبته بأفكارك وكلماتك وأفعالك لا تشتري ملابس مؤلمة لوزنك الحالي تحل بالإيمان وركز على الملابس التي سوف تبتاعها إن جذب الوزن المثالي هو تماما مثل تحديد خيار من كتالوج الكون إنك تتصفح الكتالوج فتختار الوزن المثالي أي تحدد طلبك ومن ثم يتم إرساله إليك لتعقد نيتك أن تتطلع إلى الأشخاص الذين يتحلون بالأجساد ذات الوزن المثالي من وجهة نظرك وتأمل أجسادهم بإعجاب وأثنع عليها في داخلك ابحث عنهم وعندما تعجب بهم وتحس بتلك المشاعر فسوف تستدعي ذلك الجسم المثالي إليك أما إذا رأيت أشخاصا زائد الوزن فلا تراقبهم ولكن حول عقلك على الفور إلى صورتك بجسدك المثالي وشعر بالأمن الخطوة الثالثة تلقى لا بد أن يكون شعورك طيبا ولا بد أن تشعر بشعور طيب حيال نفسك هذا أمر مهم لأنك لا تستطيع أن تكذب وزنك المثالي إذا كنت تشعر شعورا سيئا حيال جسدك الآن إذا كنت تشعر شعورا سيئا حيال جسدك فإن ذلك يكون شعورا قويا وفعالا لن تغير جسدك أبدا إذا كنت بالغ الانتقاد له ومتصيدا عيوبه وفي الحقيقة إنك سوف تكذب المزيد من الوزن إليك فلتمدح كل بوصة مربعة من جسدك تذكر كل الأشياء الرائعة الخاصة بك وعندما تراودك أفكار مثالية وعندما تحظى بشعور طيب حيال نفسك فإنك تكون على التردد الخاص بوزنك المثالي وتجذب إليك الجسم المثالي يعرض والاس واتلس في واحد من كتبه نصيحة بشأن تناول الطعام إنه يوصي بأنك حين تأكل عليك أن تحرص على أن تكون في حالة تركيز تام على تجربة مضغ الطعام اجعل عقلك حاضراً وعش إحساس تناول الطعام ولا تبع عقلك ينحرف إلى أشياء أخرى كن حاضراً في جسدك واستمتع بجميع الأحاسيس الخاصة بمضغ الطعام في فمك وابتلاعه جرب ذلك في المرة التالية التي تتناول فيها طعامك عندما تكون حاضر الذهن تماماً حين تأكل فإن نكهة الطعام سوف تكون قوية جداً وعندما تبع عقلك ينحرف فإن النكهة تختفي إنني مقتنع أنه إذا كان بوسعنا أن نتناول طعامنا ونحن حاضر الذهن ونحن في حالة تركيز تام على التجربة البهيجة للأكل فإن الطعام يتمثل بداخل أجسادنا على نحو مثالي ولا بد أن النتيجة في أجسادنا ستكون مثالية ونهاية القصة بشأن وزني الخاص فإنني الآن حافظ على وزن المثال وهو 116 رطلاً ويمكنني أن آكل أي شيء أريده وهكذا فلتركز على وزنك المثالي كم يستلزم هذا من الوقت من بين الأشياء الأخرى التي يتساءل الناس بصددها كم يستلزم من الوقت للحصول على السيارة وشريك الحياة والمال ليس بحوزة أي كتاب ينص على أن هذا يستلزم ثلاثين دقيقة أو ثلاثة أيام أو ثلاثين يوماً بل الأمر يتعلق بكونك متوازياً ومتوافقاً مع الكون ذاته الزمن مجرد وهم هكذا أخبرنا أينشتاين وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها هذا الأمر فلعلك تجده مفهوماً عسيراً على الفهم ذلك لأنك ترى كل شيء يحدث كل شيء بعد الآخر ما يخبرنا به علماء الفيزياء الكمية وأينشتاين هو أن كل شيء يحدث بالتزامن إذا استطعت أن تفهم أنه ما من زمن هناك وأن تتقبل ذلك المفهوم فسوف ترى عندئذ أن كل ما تريده في المستقبل موجود بالفعل إذا كان كل شيء يحدث في الزمن نفسه فإن النسخة الموازية منك التي تحظى بما تريده موجودة فعلياً فالأمر لا يقتضي أي وقت من الكون لكي يجلب ما تريد وأي تأخر في الوقت تمر به يرجع إلى تأخرك في الوصول إلى موضع الإيمان والمعرفة والشعور بأنك بالفعل قد حظيت بذلك أنت من تضع نفسك على التردد لما تريد عندما تكون على ذلك التردد فسوف يظهر ما تريد الحجم ليس له أهمية بالنسبة للكون فعلى المستوى العلمي لا يعد جذب شيء مما نعده ضخم الحجم لا يعد أكثر صعوبة من جذب شيء مما نعده صغيراً متناهد دقة يقوم الكون بكل شيء بلا أدنى جهد لا يكافح العشب حتى ينمو يجري ذلك بلا أدنى جهد إنه فقط هذا التصميم العظيم للخالق يتعلق الأمر كله بما يجري في عقلك يتحدد بما نحدده نحن كأن نقول إن هذا أمر كبير سوف يأخذ بعض الوقت أو هذا أمر صغير سأمنحه ساعة من وقتي تلك هي قواعدنا التي نضعها ليس هناك قواعد بالنسبة للكون أنت تزود الكون بالمشاعر الدالة على حصولك على الشيء المرجو في التو واللحظة وسوف يسخر الله الكون ليستجيب لتلك المشاعر أي كان نوعها بوب دويل ليس هناك زمن بالنسبة للكون وليس هناك حجم بالنسبة للكون إن الحصول على مليون دولار هو بنفس سهولة الحصول على دولار واحد فالأمر يعتمد على نفس العملية ولكن السبب الوحيد الذي يجعل أحدهما يأتي أسرع من الآخر هو أنك تعتقد أن مبلغ المليون دولار كبير لتحصل عليه بنفس سهولة الحصول على مبلغ صغير مثل دولار واحد يجد بعض الأشخاص سهولة أكبر في طلب الأمور الصغيرة وهكذا نقول أحيانا ابدأ بشيء صغير مثل فنجان قهوة لتكن نيتك هي أن تجذب فنجان قهوة اليوم هوب دويل داوم على تخيل أنك تتحدث إلى صديق قديم لم تره منذ فترة طويلة وبطريقة أو بأخرى سوف يشرع شخص ما في التحدث إليك عن ذلك الشخص ولا سوف يتصل بك ذلك الشخص أو سوف تتلقى منه رسالة هوب روكتور البداية بشيء صغير طريقة سهلة لتجربة قانون الجذب ورؤيته بعينيك دعني أشاركك قصة رجل شاب قد قام بذلك حيث إنه رأى في المسر وقرر أن يبدأ بشيء صغير صنع صورة في خياله لريشة وحرص على أن يكون شكلها مميزا ونسم بأصابع خياله علامات على هذه الريشة حتى يتأكد بلا أدنى شك أنها ريشته المقصودة إذا رآها وأنها أتت إليها من خلال استخدامه المقصود لقانون الجذب بعد ذلك بيومين كان على وشك دخول مبنى شاهق الارتفاع في أحد شوارع مدينة نيويورك قال إنه لم يعرف ما الذي دفعه للنظر أسفل قدميها ولكنه عندما نظر عند قدمه وفي مدخل بناية شاهقة الارتفاع في نيويورك كانت الريشة هناك ليس فقط أي ريشة لكنها الريشة نفسها التي تخيلها تماما كانت مطابقة للصورة التي خلقها في عقله بكل علاماتها الفريدة وقد علم من تلك اللحظة ودون ظرة شك بأن هذا كان قانون الجذب يعمل بكل مجده وجلاله وأدرك قدرته العجيبة على جذب كل ما يرجو عبر قوة عقله وبإيمان تام انتقل الآن إلى استدعاء أشياء أكبر حجما يندهش الناس كيف أنجح في العثور على مكان لركن سيارتي لقد صرت ناجحا في هذا منذ أن فهمت السر لأول مرة إنني أتخيل مساحة خالية تماما في الموضع الذي أريده وبنسبة 95% من المرات تكون هناك في انتظاري وأقود سيارتي إليها مباشرة وبنسبة 5% من المرات يكون علي أن أنتظر حتى يخرج من يشغل المكان بسيارته فأدخل أنا أقوم بذلك طوال الوقت ديفيد شيرمر مدرب استثمار ومعلم ومتخصص تكوين ثروات الآن لعلك تفهم لماذا يجد الشخص الذي يقول إنني دائما أجد مكانا لإيقاف سيارتي أجد أماكن شاغرة دائما أو لماذا يفوز الشخص الذي يقول إنني محظوظ حقا أفوز بأشياء طوال الوقت أفوز بشيء بعد الآخر طوال الوقت إن هؤلاء يتوقعون ذلك ابدأ في توقع الأشياء الرائعة وعندما تفعل سوف تصنع حياتك مسبقا اصنع يومك مسبقا تستطيع أن تستخدم قانون الجذب لكي تشكل حياتك بكاملها مقدما ويمكنك تطبيق ذلك على الشيء التالي الذي ستقوم به اليوم برينتيس مالفورد هو معلم يقدم في كتاباته العديد من الأفكار الثاقبة حول قانون الجذب وكيفية استخدامه ويستعرض مدى أهمية أن تشكل يومك مسبقا يقول برينتيس مالفورد حينما تقول لنفسك سوف أقوم بزيارة سعيدة أو رحلة سعيدة فإنك فعليا ترسل عناصر وعوامل قوى تسبق جسدك إلى المكان المستهدف لتجعل زيارتك أو رحلتك سعيدة عندما تكون في مزاج سيء قبل الزيارة أو الرحلة أو رحلة التسوق فإنك ترسل عملاء خفيين قبلك إلى المكان مما سيجعلك منزعجا نوعا ما إن أفكارنا أو بعبارة أخرى حالتنا العقلية تعمل دائما على إعداد الأمور الطيبة أو السيئة مقدما لقد كتب برينتيس مالفورد تلك الكلمات في حقبة السبعينيات من القرن التاسع عشر يا له من رائد تستطيع أن ترى بكل وضوح مدى أهمية أن تفكر مقدما في كل حدث في كل يوم ومن المؤكد أنك قد عيشت من قبل عدم التفكير مسبقا في يومك وأحد التداعيات هذا الأمر هو أنك تكون في حالة من التصرع والعجلة وإذا كنت تتصرف بتصرع وعجلة فاعلم أن تلك الأفكار والأفعال معتمدة على الخوف الخوف من التأخر وهكذا فإنك تعد مسبقا الأمور السيئة لنفسك وبينما تواصل الاندفاع سوف تجذب شيئا سيئا بعد آخر في طريقك بالإضافة إلى ذلك فإن قانون الجذب سوف يعمل على إعداد المزيد من الظروف المستقبلية التي ستؤدي إلى دفعك للتصرع والاندفاع عليك أن تتوقف وتضع نفسك خارج ذلك التردد خذ دقائق قليلة وحول نفسك إذا لم ترغب في استدعاء الأمور السيئة إليك الكثير من الناس وخصوصا في المجتمعات الغربية يطاردون الوقت ويشتكون من أنهم لا يجدون الوقت الكافي لأي شيء حسنا عندما يقول أحدهم إنه لا يجد الوقت الكافي فإذا لا بد أن يحدث هذا عن طريق قانون الجذب إذا كنت تحبط نفسك بأفكار حول افتقارك إلى الوقت الكافي فمن الآن تصاعدا أعلن لنفسك بكل ثقة أنا أحظى بأكثر مما يكفي من الوقت وغير حياتك بأكملها كما يمكنك أن تحول الانتظار إلى وقت فعال لصنع حياتك المستقبلية المرة التالية التي تكون فيها في موقف يضطرك للانتظار اقتنس ذلك الوقت وتخيل امتلاكك لجميع الأشياء التي تريدها يمكنك القيام بهذا في أي مكان وفي أي وقت حول كل موقف من حياتك إلى موقف إيجابي لتكن عادتك اليومية أن تشكل كل حدث في حياتك مسبقا من خلال أفكارك فلتستدعي القوى الكونية لتعمل لصالحك في كل شيء تقوم به وكل مكان تذهب إليها عن طريق التفكير في الشكل الذي تريد أن تكون عليه مسبقا وعلى هذا فإنك تساعد في تشكيل حياتك قاصدا عامدا السر في نقاط موجزة قانون الجذب يطيع كل أوامرنا تماما مثل جني مصباح علاء الدين تساعدك خطوات العملية الإبداعية على صنع ما تريده في ثلاث خطوات بسيطة أطلب آمن وتلقى لكي تصير واضحا بشأن ما تريده عليك أن تطلب من الله أن يسخر الكون لخدمتك فعندما تصبح واضحا فيما ترغبه فإنك بذلك تكون قد طلبت يتطلب الإيمان التصرف والتحدث والتفكير كما لو أنك قد تلقيت بالفعل ما طلبته عندما تبث التردد الخاص بتلقيق للشيء المنشود فإن قانون الجذب يحرق الناس والأحداث والظروف من أجل أن تتلقى أنت ما تريد يتطلب التلقي الشعور على النحو الذي سوف تشعر به بمجرد أن تتحقق رغبتك الشعور الطيب الآن يضعك على التردد الخاص بما تريده من أجل أن تفقد وزنا لا تركز على فقدان الوزن وبدلا من ذلك ركز على وزنك المثالي اشعر بما سوف تحسه عندما تحظى بوزنك المثالي وسوف تستدعيه إليك لا يستلزم الأمر وقتا بالنسبة للكون لكي يحقق ما تريده فالحصول على مليون دولار يعد بنفس سهولة الحصول على دولار واحد ابدأ بشيء صغير مثل فنجان قهوة فهي طريقة سهلة لتجرب قانون الجذب في الحياة الواقعية فالتنوي بقوة أن تجذب شيئا صغيرا وعندما تجرب القدرة التي تمتلكها على الجذب سوف تنتقل إلى الحصول على أشياء أضخم حجما اصنع وشكل يومك مسبقا بالتفكير في الطريقة التي تريد بها أن تمضي الأمور وسوف تشكل حياتك عمدا وقصدا العمليات والفعالة الكثير من الناس يشعرون بأنهم أسرى أو ضحايا لظروفهم الحالية ولكن مهما كان ظروفك الحالية فإنها فقط واقعك الحالي والواقع الحالي سوف يبدأ في التغير كنتيجة لشروعك في استخدام السر الدكتور جوفيتال إن واقعك الحالي أو حياتك الحالية ما هي إلا نتيجة للأفكار التي كنت قد فكرت بها كل ذلك سوف يتغير تغيرا تاما بمجرد أن تبدأ في تغيير أفكارك ومشاعرك أن يتمكن الإنسان من تغيير ذاته والسيطرة على مجريات حياته فما ذلك إلا نتاج كل عقل منفتح على قوة الفكر الصحيح كريستيان دي لارسون حين ترغب في تغيير ظروفك المحيطة ينبغي عليك أولا أن تغير من تفكيرك في كل مرة تنظر فيها إلى بريدك متوقعا أن ترى فاتورة مستحقة الدفع خم ماذا سيحدث ستجدها هناك في كل يوم تخرج مرتعبا من الفاتورة ولا تتوقع أبدا أي شيء عظيم تفكر في الديون تتوقع الديون وهكذا لا بد أن تظهر الديون بحيث لا تعتقد أنك مجنون وفي كل يوم تؤكد فكرتك هل سيكون الدين هناك نعم هناك ديون وهكذا تظهر الديون لأن قانون الجذب دائما ما يطيع أفكارك اصنع معروفا لنفسك توقع مالا ودخلا إضافيا ليزا نيكولاس إن التوقع هو قوة جذب فعالة لأنه يجذب إليك الأشياء وكما يقول بوب روكتور تربط الرغبة بينك وبين الشيء المرغوب والتوقع يجذبه إلى حياتك توقع الأشياء التي تريدها ولا تتوقع الأشياء التي لا تريدها فما الذي تتوقعه الآن أغلب الناس ينظرون إلى حالاتهم الجارية ويقولون هذا ما أنا عليها ولكن هذا ليس ما أنت عليها ذلك ما كنت عليها لنقل مثلا إنك لا تملك المال الكافي في حسابك المصرفي أو إنك لا تحظى بالعلاقة التي تتمناها أو إن صحتك ولياقتك على غير ما تطمح ذلك ليس أنت لكنه المحصلة المتبقية لأفكارك وأفعالك الماضية وهكذا فإننا نعيش بصورة مستمرة في هذه البقايا إذا صح القول من الأفكار والأفعال التي اخترنا اتخاذها في الماضي عندما تنظر إلى وضعيتك الراهنة وتربط نفسك بها فإنك تقضي على نفسك بأن لا تحظى بشيء أكثر من هذه الوضعية الراهنة نفسها مستقبلا جيمس راي أود أن أقدم لك إحدى الطرق أو العمليات التي أخذناها عن المعلم العظيم نيفيل جودارد في محاضرة ألقاها عام 1954 وعنوانها وكان لهذه الطريقة أثر بالغ على حياتي يوصي نيفيل أن تقوم في نهاية كل يوم قبل أن تخلد إلى النوم أن تقوم بالتفكير في أحداث اليوم إذا كان هناك أية أحداث أو لحظات لم تمضي على النحو المأمول بالنسبة لك قاعد تشغيلها في عقلك بطريقة تشوقك وتحمسك وبينما تعيد صنع تلك الأحداث في عقلك كما ترغب بالضبط فإنك تنقي ترددك الخاص بذلك اليوم وتبث إشارة جديدة وترددا جديدا من أجل الغد لقد صنعت عن قصد صورا جديدا من أجل مستقبلك لا يفوت الأوان أبدا على تغيير الصور عملية الامتنان الفعالة ما الذي يمكنك أن تقوم به الآن لتغيير حياتك؟ إن أول شيء قبل سواه هو أن تبدأ بوضع قائمة من الأشياء والأمور التي تستحق امتنانك من شأن هذا أن يحول طاقتك ويبدأ في تحويل تفكيرك وبينما تكون قبل هذا التمرين قد ركزت فقط على ما لا تحظى به وعلى ما تشتكي منه ومشكلاتك فإنه سوف يجعلك تتاجه صوب اتجاه مختلف عندما تبدأ في ممارسته سوف تبدأ في شعور بالامتنان من أجل جميع الأشياء التي تحمل لك شعورا طيبا الدكتور جوفيتال إذا كانت فكرة جديدة بالنسبة لك أن الامتنان يضع عقلك بكامله في حقيقة تناغم مع الطاقات الإبداعية للكون إذن تأمل الفكرة مليا وسترى أنها حقيقية ولا سوهنلس إن الامتنان هو الطريقة المثلى لجلب المزيد من الخير إلى حياتك مارسي شيموف كل رجل يعلم الوقت الذي تقدره فيه زوجاته على الأشياء الصغيرة التي يفعلها فماذا يكون رده على ذلك؟ يكون رده هو الرغبة في فعل المزيد من الأشياء الطيبة إن الأمر دائما ما يتعلق بالتقدير فهو يضع الأمور في نصابها ويجذب الدعم الدكتور جون راي عالم نفس ومؤلف ومحاضر عالمي أي كان ما نفكر فيه ونثني عليها فإنه يتزايد الدكتور جون دي مارتيني كان الامتنان تمرينا فعالا لي في كل صباح أنهض وأقول الحمد لله وفي كل صباح حينما تلمس قدمي أرض الغرفة أقول الحمد لله ثم أبدأ التفكير في الأشياء التي تستحق الحمد هذا بينما أغسل أسناني وأقوم بتقوص الصباح ولا أكتفي فقط بالتفكير بشأنها والقيام ببعض العادات الروتينية بل إنني أصوغ الحمد وألهج به وأستشعر في نفسي مشاعر الامتنان جيمس راي إن اليوم الذي صورنا فيه مشاركة جيمس راي في الفيلم وتمرينه الفعال من الامتنان كان واحدا من الأيام التي لا أنساها أبدا فمنذ ذلك اليوم فصاعدا انتهكت طريقة جيمس في حياتي في كل صباح لا أخرج من الفراش حتى أكون قد شعرت بمشاعر الامتنان لهذا اليوم الجديد الرائع وكل شيء يستحق الحمد والثناء في حياتي ثم حين أنهض من الفراش وعندما تلمس إحدى قدماي الأرض أقول الحمد لله وكذلك عندما تلمس القدم الأخرى الأرض ومع كل خطوة أتخذها في طريق إلى الحمام أقول الحمد لله أستمر في ترديد الحمد والإحساس به بينما أستحم وأستعد لليوم وعندما أنتهي من تجهيز نفسي لخروج وقضاء روتين اليوم أكون قد قلت الحمد لله مئات المرات عندما أقوم بذلك فإنني أقوم بفاعلية بإعداد وتشكيل يومي بكل ما سوف ينطوي عليها إنني أضبط التردد الخاص به من أجل اليوم وأعلن بتعمد وقصب النحو الذي أطمح ليومي أن يمضي عليها بدلا من التعثر خارج السرير وترك اليوم يقودني كيف يشاء ليس هناك طريقة أكثر فاعلية من هذه لتبدأ يومك إنك تمتلك زمام حياتك وهكذا فلتبدأ بصنع يومك قاصدا واعيا إن الامتنان جزء جوهري من تعاليم جميع القادة الروحانيين العظام والرجال الصالحين على مدار التاريخ وفي الكتاب الذي غير حياتي The Science of Gettengrich بقلم والاس واطلس في عام 1910 كان الامتنان مخصصا له أطول الفصول وكل معلم ممن ظهروا في فيلم السر يستخدمون الامتنان كجزء من يومهم ومعظمهم يبدأون يومهم بأفكار ومشاعر من الامتنان جو شو جرمان رجل رائع ورجل أعمال ناجح شاهد فيلم السر والتصل بي وأخبرني أن الجزء المفضل لديه كان هو الخاص بعملية الامتنان وأن لجوءه إلى الامتنان أسهم في جميع ما أنجزه في حياته ومع كل النجاح الذي جاذبه إلى نفسه يواصل استخدام الامتنان كل يوم حتى حيال أصغر وأدق الأشياء عندما يجد مكانا لإقاف سيارته دائما ما يقول الحمد لله ويستشعرها يعرف جوء قوة الامتنان وكل ما يجلبه إليها وهكذا فإن الامتنان هو طريقته في الحياة بكل ذلك الذي قرأته وكل الذي عايشته في حياتي باستخدام السر أجد أن قوة الامتنان تسمو فوق كل شيء آخر إذا كنت ستقوم بشيء واحد فقط عند اطلاعك على السر فلتستخدم الامتنان حتى يصير طريقتك في الحياة ما إن تبدأ في الإحساس بشعور مختلف حيال ما لديك بالفعل سوف تبدأ في جذب المزيد من الأشياء الطيبة يمكنك أن تنظر حولك وتقول لا أمتلك السيارة التي أريدها لا أمتلك المنزل الذي أريده لا أحظى بشريكة الحياة التي أريدها لا أحظى بالصحة التي أطمح إليها مهلا كفاك ودعك من هذا تلك هي الأشياء التي لا تريدها ركز على ما لديك بالفعل وأنت ممتن من أجله قد يكون ذلك أن لديك عينين لتقرأ هذا قد يكون الملابس التي لديك قد تفضل شيئا آخر وربما تحصل على شيء آخر جميل قريبا إذا ما بدأت تشعر بالامتنان لما تملكه بالفعل وتحظى به الدكتور جوفيتال كثير من الناس الذين ينظمون حياتهم على خير وجهه في كل المناح الأخرى يظل الفقر يطاردهم لافتقارهم لفضيلة الحمد والامتنان ولا سواطلس من المستحيل جلب المزيد إلى حياتك إذا كنت تشعر بعدم الامتنان حيال ما تحظى به لماذا؟ لأن ما تبثه من أفكار ومشاعر عند شعورك بالجحود تكون جميعها عواطف سلبية سواء كانت الغيرة والنقمة والبطر أو مشاعر عدم الاكتفاء تلك المشاعر لا يمكن أن تجلب إليك ما تريد ليس بوسعها إلا أن ترد نحوك المزيد مما لا تريد تلك المشاعر السلبية تعلق سبيل الخير إليك إذا كنت تحلم بسيارة جديدة لكنك غير ممتن للسيارة التي تمتلكها بالفعل فسيكون ذلك هو التردد المهيمن الذي ترسله خارجا كن ممتنا لما لديك الآن وبينما تشغع في التفكير بشأن كل الأمور في حياتك التي تشعر بالامتنان حيالها فسوف يصيبك العجب من الأفكار اللانهائية والتي ستعود إليك بالمزيد من الأشياء التي تشعر بالامتنان حيالها ينبغي عليك أن تضع نقطة البداية ومن ثم فإن قانون الجذب سوف يتلقى أفكار الامتنان تلك ويمنحك المزيد مما يشابهها تماما التزم فقط بتردد الامتنان وسوف تكون ملكك جميع الأشياء الطيبة إن الممارسة اليومية للامتنان هي إحدى القنوات التي ستعبر منها الثروة إليك أعتقد أن كل إنسان مر بأوقات قال فيها الأمور لا تنضي على ما يرام أو الأمور من سيء إلى أسوأ في إحدى المرات حين كنت أعاني من بعض المشكلات في محيط أسرتي عفرت على حجر وجلست ممسكا به أخذت هذا الحجر ووضعته في جيبي وقلت كل مرة ألمس هذا الحجر سوف أفكر في شيء أمتن حيا له وهكذا في كل صباح ألتقط الحجر من فوق من ضادة الزينة وأضعه في جيبي وأتذكر الأمور التي تجعلني ممتنا في المساء ماذا أفعل أفرغ جيبي وأعيد الكرة من جديد وقد كان لي بعض التجارب المدهشة والعجيبة مع هذه الفكرة ففي أحد المرات رآني رجل من جنوب إفريقيا أمسك بالحجر سألني ما هذا فشرحت له الأمر وبدأ يدعوه بحجر الامتنال بعد ذلك بأسبوعين وصلتني رسالة إلكترونية منه من جنوب إفريقيا وكان يقول فيها ابني يحتضر من مرض نادر إنه نوع من الالتهاب الكبدي هل أرسلت لي ثلاثة من أحجار الامتنان؟ كانت مجرد أحجار عادية مما نجدها في الشارع فقلت له بالطبع وكان علي أن أتأكد أن الأحجار كانت مميزة وهكذا خرجت إلى مجرى النهر والتقطت الأحجار المناسبة وأرسلتها إليها بعدها بأربعة أو خمسة شهور وصلتني رسالة إلكترونية منه قال فيها تحسنت حالة ابني إنه يبلي بلاء رائعا ولكن يجب أن تعرف أمرا ما لقد بيعنا أكثر من ألف حجر بسار عشرة دولارات للحجر الواحد كأحجار امتنان وتبرعنا بكل هذا المال للأعمال الخيرية شكرا لك جزيل الشكر وهكذا فمن المهم للغاية أن تمتلك توجه الامتنان لي براور مدرب ومختص في مجال النمو ومؤلف ومعلم لقد غير العالم العظيم ألبرت أينشتاين بشكل ثوري من طريقة نظرنا لكل من الزمن والمكان والجاذبية الأرضية ومن خلفياته الفقيرة وبداياته المتواضعة كنت تظن أنه من المستحيل بالنسبة له أن ينجز كل ذلك الذي أنجزه كان أينشتاين مطلعا على قدر كبير من السر وقد كان يقول الحمد لله مئات المرات كل يوم لقد قدم الشكر والامتنان لكل العلماء العظماء الذين سبقوه بإسهاماتهم والتي لولاها ما كان له أن يتعلم وينجز المزيد من عمله وأن يصير في النهاية واحدا من أعظم العلماء الذين مروا بالتاريخ قد تكون أكثر استخدامات الامتنان قوة وفعالية هي تلك التي تتضمن العملية الإبداعية التي تستخدمها للحصول بسرعة على ما تريد وكما نصح بو بروكتور في الخطوة الأولى للعملية الإبداعية أطلب فلتبدأ بكتابة ما تريده ابدأ كل جملة بالكلمات التالية إنني سعيد جدا وممتن الآن لأن وأكمل بقية الجملة عندما يصدر منك الثناء والحمد كما لو أنك قد تلقيت ما تريد فإنك تبث إشارة قوية للكون تقول تلك الإشارة بأنك تحظى بالفعل بما تنشد لأنك تشعر بالامتنان له الآن في كل صباح قبل أن تخرج من الفراش لتكن عادتك أن تشعر بمشاعر الامتنان سلفا لليوم العظيم الذي تستقبله كما لو أنه قد انتهى من اللحظة التي اكتشفت فيها السر وكونت الرؤية التي سوف أقدم بها هذه المعرفة مع العالم كنت أشكر الله كل يوم على فكرة إنتاج فيلم السر الذي سوف يبث البهجة في نفوس الناس بالعالم كله لم يكن لدي أي فكرة كيف سنضع تلك المعرفة على الشاشة ولكننا وثقنا بأننا سنجذب إلينا الكيفية والطريقة استمريت في حالة التركيز وتشبث بالنتيجة النهائية شعرت بمشاعر عميقة من الامتنان مسبقا وحين صار ذلك هو حالة وجودي انفتحت كل السبل وتدفق السحر إلى حياتنا بالنسبة لفريق عمل السر الرائع وبالنسبة لي فإن أصدق وأعمق مشاعر الامتنان تتواصل حتى اليوم لقد صرنا فريقا يردد ويلهج بالامتنان في كل لحظة وصارت هذه هي طريقتنا في الحياة عملية التخيل الفعالة التخيل هو عملية أتقنها جميع المعلمين الكبار والرجال العظماء عبر القرون بالإضافة إلى جميع المعلمين الكبار الذين يعيشون في يومنا هذا في كتاب تشارلز هانيل بعنوان The Master Key System المكتوب في 1912 يتم عرض 24 تمرين أسبوعيا لإتقان التخيل الأكثر أهمية أن كتابه كاملا سوف يساعدك على أن تصير سيد أفكارك إن سبب قوة وفاعلية التخيل تعود إلى أنك عندما تصنع صورا في عقلك من تخيل نفسك تمتلك ما تريد فإنك تقوم بتوليد الأفكار والمشاعر الخاصة بامتلاك ما تريده في التو واللحظة وما التخيل إلا فكرة مركزة بقوة في شكل صور وتسبب مشاعر متساوية في القوة عندما تقوم بالتخيل فإنك تبث ذلك التردد الفعال خارجا إلى الكون سوف يمسك قانون الجذب بتلك الإشارة القوية ويعيد تلك الصور من جديد إليك بالضبط كما رأيتها في عقلك يقول الدكتور دينيس ويتلي لقد أخذت عملية التخيل عن برنامج أبولو وأدركته خلال الثمانينات والتسعينات في برنامج الرياضات الأولمبية وكان يسمى التدريب الحركي عندما تقوم بالتخيل فإنك تجسد الشيء المجرد وإليك أمرا مثيرا للاهتمام بشأن العقل لقد أخذنا الأبطال الأولمبيين وجعلناهم يتدربون على أدوارهم وألعابهم في عقولهم فقط وعندئذ قمنا بتوصيلهم بجهاز معقد خاص بالتغذية الحيوية المرتدة والشيء المذهل هو أن عضلاتهم راحت تعمل بالترتيب نفسه عندما كانوا يخوضون السباقات في عقولهم كما كانوا يرقضون في المضمار كيف يمكن هذا؟ ذلك لأن العقل لا يمكنه أن يميز ما إذا كان يقوم بذلك حقا أم أنه مجرد تدريب إذا ذهبت إلى مكان بعقلك فسوف تكون هناك بقسمك فكر في المخترعين ومخترعاتهم الأخوان رايت والطائرة جورج إستمان وفيلم التصوير إيديسون والمصباح الكهربائي أليكسندر جرهامبل والهاتف إن السبب الوحيد وراء أي ابتكار أو اكتشاف هو أن شخصا ما رأى صورة في عقله رآها بكل وضوح وعن طريق التشبث بهذه الصورة في نتيجتها النهائية في عقله فإن كل قوى الكون حملت ابتكاره إلى العالم وجسدته من خلاله هؤلاء الرجال عرفوا السر هؤلاء كانوا رجالا ذوي إيمان مطلق في غير المرئي وعرفوا القوة التي بداخلهم والقدرة على تغيير العالم وكيفية جعل الابتكار مرئيا في حيز الوجود كان خيالهم وإيمانهم هما السبب لتطور الإنسانية ونحن نجني ثمار عقولهم المبدعة كل يوم قد تفكر قائلا ليس عقلي مثل عقول هؤلاء المخترعين العظام أو لعلك تفكر قائلا إنهم يستطيعون تخيل تلك الأشياء أما أنا فلا أستطيع هذه أبعد نقطة ممكنة عن الحقيقة وبينما تواصل التعرف على هذا الاكتشاف العظيم لمعرفة السر سوف تتعلم أنك لست فقط تمتلك عقلا كعقولهم بل عقلا أفضل بكثير عندما تقوم بالتخيل عندما تدور تلك الصورة في عقلك اهتم وركز دائما على النتيجة النهائية وحسب إليك مثالا انظر إلى ظاهر يديك الآن انظر بتماع إلى ظاهر يديك لون جلبك الخطوط الصغيرة الأوعية الدموية الخواتم والأظافر احتفظ بكل تلك التفاصيل والآن قبل أن تغلق عينيك انظر ليدك لأصابعك وهي ممسكة بعجلة قيادة سيارتك الجديدة الفارهة مايك دولي إنها تجربة أقرب ما تكون إلى الحقيقة بل إنها حقيقية للغاية في هذه اللحظة لدرجة أنك قد تشعر بعدم احتياجك للسيارة لأنك تشعر أنك قد امتلكتها بالفعل الدكتور جو فيتال تلخص كلمات الدكتور فيتال ببراعة الموضع الذي تريد أن تأخذ نفسك إليها عندما تقوم بالتخيل عندما تشعر بارتجاج عندما تفتح عينيك في العالم المادي يصير تخيولك هذا حقيقيا لكن تلك الحالة تمثل ذلك المستوى من الوعي الحقيقي إنه المجال الذي يتم فيه ابتكار كل شيء وما العالم المادي إلا نتيجة للمجال الحقيقي لكل عملية الابتكار ولهذا فلن تشعر وكأنك بحاجة لأي مزيد لأنك توفقت مع المجال الحقيقي للابتكار عبر عملية التخيل في هذا المجال أنت تمتلك كل شيء عندما تشعر بذلك ستدرك الأمر إن الشعور هو الذي يخلق إلي الجذب وليس فقط الصورة أو الفكرة كثير من الناس يقولون عبارات من قبيل إذا ما فكرت أفكارا إيجابية أو إذا قمت بتخيل ما أنشده سيكون هذا كافيا ولكن إذا قمت بذلك وما زلت لا تمتلك شعور الوفرة والرخاء أو الحب والسعادة فلن تكون هناك قوة الجذب جاك هانفيلد إنك تضع نفسك في حالة الشعور بوجودك الحقيقي في تلك السيارة ليس الأمر أن تقول أتمنى لو أنني حصلت على تلك السيارة ولا أن تقول في يوم ما سأمتلك تلك السيارة لأن تلك العبارة تنطوي على شعور محدد لا يتعلق باللحظة الحاضرة وإنما يتعلق بالمستقبل وإذا لازمك ذلك الشعور فسيظل الأمر دائما مؤجلا للمستقبل بوب دويل والآن سوف يصير ذلك الشعور وتلك الرؤية الداخلية مجازا مفتوحا من خلاله سوف تعرب قوة الكون عن نفسها مايكل بيرنارد بيكويف أما عن ما هي هذه القوة فهذا ما لا أدركه إن كل ما أعرفه أنها موجودة أليكساندر جراهام بيل إن مهمتنا ليست أن نكشف الطريقة فالطريقة تأتي من الالتزام والإيمان بالأمر نفسه جاك كونفيلد الكيفيات هي مملكة الكون نفسه الكون الذي يعلم دوما أقصر الطرق وأسرعها وأنجحها وأكثرها تناغما بينك وبين حلمك مايك دولي إذا حولت الأمر إلى الكون سوف تنداهج وتنباهر بما يرسله إليك وهذا هو مكمن السحر والعجائب الدكتور جوفيت هال إن جميع معلم السر مدركون للعناصر التي يستعين بها المرء حين يقوم بالتخيل فعندما ترى الصورة في عقلك وتشعر بها فإنك تأخذ نفسك إلى موضع التصديق بأنك تحظى بذلك الشيء الآن كما أنك في ذات الوقت تطبق الثقة والإيمان بالله ذلك لأنك تركز على النتيجة النهائية وتعايش الشعور بهذا دون أن تولي أدنى اهتمام بالطريقة أو الكيفية أيا كانت فالصورة التي تراها في عقلك هي رؤية الشيء باعتباره أمرا مقضيا ومشاعرك تحس بالصورة باعتبارها أمرا منتهيا إن عقلك وحالتك بكاملها ترى الصورة كما لو أنها قدرت بالفعل مسبقا ذلك هو فن التخيل إنك تريد القيام بهذا يوميا في حقيقة الأمر لكن يجب أن لا يتحول إلى أحد الواجبات الثقيلة الأمر المهم حقا فيما يتعلق بالسر هو أن تشعر شعورا طيبا ينبغي أن تشعر بالحماس والإثار خلال هذه العملية بأسرها ينبغي أن تكون مبتهجا وسعيدا ومتناغما بأكبر قدر ممكن الدكتور جوبيت هال لدى كل شخص القدرة على التخيل دعني أثبت لك ذلك بصورة مطبخ لكي يأتي هذا بنتيجة قبل كل شيء عليك أن تتخلى عن جميع الأفكار الخاصة بمطبخك وتخلي عقلك منها لا تفكر في مطبخك نظف عقلك تماما من صور مطبخك بخزائنه بثلاجاته بفرنه ببلاطه بلون جدرانه إلى آخره لقد رأيت صورة لمطبخك في عقلك أليس كذلك؟ حسنا لقد قمت بالتخيل لتهوك كل شخص يمارس التخيل سواء عرف هذا أم لا التخيل هو السر العظيم للنجاح جينيفي فبوهراند إليك نصيحة تتعلق بالتخيل والتي يقدمها الدكتور جون دي مارتيني في منتدياته التي يطلق عليها بريك ثرو إكسبيريانس يقول إنك إذا تخيلت صورة ثابتة في عقلك يكون من العسير عليك الاحتفاظ بتلك الصورة وعلى هذا فلتضف الكثير من الحركة على صورتك لتوضيح هذا تخيل مطبخك من جديد وهذه المرة تخيل نفسك تدخل المطبخ وتتجه إلى الثلاجة وتضع يدك على مقبض الباب وتفتح الباب وتنظر للداخل وتجد زجاجة ماء بارد فتمد يدك وتتناولها يمكنك أن تشعر بالبرودة على يدك وأنت ممسك بالزجاجة الآن لديك الزجاجة في يد وتستخدم يدك الأخرى لتغلق باب الثلاجة الآن أنت تتخيل مطبخك بالتفاصيل والحركة أليس الآن من الأسهل رؤية الصورة والاحتفاظ بها جميعنا نمتلك من القوة والإمكانات ما هو أعظم شأنا مما ندرك والتخيل هو إحدى أعظم تلك القدرات جينيفيث بوهراند العمليات الفعالة في حيز التنفيذ الفرق الوحيد بين الأشخاص الذين يعيشون على هذا النحو الذين يعيشون في سحر الحياة وهؤلاء الذين خرموا من ذلك هو أن من يعيشون سحر الحياة قد اكتسبوا عادات معينة وطرقا محدودة للوجود لقد اكتسبوا عادة استخدام قانون الجذب وتقع لهم أشياء تشبه السحر حيثما حلوا لأنهم يتذكرون استخدامه ويستخدمونه طوال الوقت وليس فقط لمرة واحدة مارسي شيموف إليك قصتين تستعرضان بكل وضوح قانون الجذب الفعال والنسيج المحبوك الذي لا تشوبه شائبة للكون في حالة العمل القصة الأولى عن امرأة اسمها جيني اشترت استوانة عليها في المسر وكانت تشاهده على الأقل مرة يوميا بحيث تستوعب الرسالة تماما حتى النخاع وقد تأثرت على وجه الخصوص ببوب روكتور ورأت أنه سيكون من الرائع أن تلتقي به ذات صباح جمعت جيني بريدها ولدهشتها البالغة كان ساعي البريد قد أوصل رسالة إلى بوب روكتور على عنوانها هي وما لم تكن جيني تعرفه هو أن بوب روكتور يقيم على بعد أربعة مبان منها ليس هذا فقط لكن رقم منزل جيني كان يحمل نفس رقم منزله وفي الحال أخذت البريد لتوصله إلى العنوان الصحيح هل لك أن تتخيل فرحتها المطلقة عندما فتح الباب ووجدت بوب روكتور واقفا أمامها نادرا ما كان بوب يمكث بالمنزل نظرا لسفره في جميع أنحاء العالم للتدريس لكن نسيج الكون له توقيت دقيق للغاية وانطلاقا من فكرة جيني حول مدى روعة أن تلتقي ببوب روكتور قام قانون الجذب بتحريك الأشخاص والظروف والأحداث عبر الكون بحيث يحدث هذا القصة الثانية عن صبي في العاشرة من عمره اسمه كولين شاهد فيلم السر وعاشقه قامت أسرة كولين بالزيارة لمدة أسبوع إلى مدينة ديزن الطرفيهية وخلال يومهم الأول تعرضوا للوقوف في طوابير طويلة في الحديقة وهكذا في تلك الليلة وقبيل خلود كولين للنوم فكر قائلا في نفسه غدا كم أحب أن أركب جميع الألعاب دون أن أضطر للوقوف منتظرا في طوابير على الإطلاق في الصباح التالي كان كولين وأسرته على أبواب مركز إبكوت فيما كانت الحديقة تفتح أبوابها واقترب منهم عضون من فريق عمل ديزني وسألهم ما إذا كانوا يوافقون أن يكونوا الأسرة الأولى في مركز إبكوت لهذا اليوم وبحصولهم على لقب الأسرة الأولى سيتم التعامل معهم كأشخاص مهمين جدا ويتلقون عناية خاصة من عضو فريق العمل هذا ويتجاوزون الانتظار والطوابير من أجل كل لعبة كبيرة في إبكوت كان هذا أكثر ما تمناه كولين كانت هناك مئات من الأسر تنتظر لتدخل إلى إبكوت ذلك الصباح غير أن كولين لم يكن لديه أدنى شك في سبب اختيار أسرته لتكون الأسرة الأولى كان يعلم ذلك لأنه قد استعانى بالسر تخيل اكتشاف طفل في سن العاشرة أن القوة التي تحرك العالم كامنة بداخله لا شيء يمكنه أن يمنع صورتك من أن تتحول لشيء ملموس عاد القوة نفسها التي وهبتها الحياة التي هي أنت جينيفيث بوهران يتشبث الناس بهذا الأمر لفترة حيث يقول أحدهم إنني مشتعل بالحماس لقد رأيت هذا البرنامج ولسوف أغير حياتي ومع ذلك لا تظهر النتائج تحت السطح يكون الأمر على وشك أن يتحقق لكن الشخص سوف يكتفي بالنظر إلى النتائج السطحية ويقول هذا الأمر لا يأتي بنتيجة أو تعلم ما الذي يحدث يقول الكون أوامرك مطاعة ويختفي هذا الشيء جيمس راي عندما تسمح لفكرة من الشك أن تدخل إلى عقلك فإن قانون الجذب سرعان ما سيراكم عليك فكرة شك أو ريبة بعد الأخرى لذلك ما إن ترودك فكرة شك أو ريبة تخلى عنها فوراً وابتعد عنها تماماً وضع مكانها جملة أعرف أنني أتلقى الآن وأشعر بذلك بعد معرفة قانون الجذب أردت أن أضعه حقاً موضع على استخدام وأن أرى ماذا سيحدث في عام 1995 بدأت أصنع شيئاً اسمه لوحة الأحلام حيث أخذ شيئاً أريد أن أنجزه أو شيئاً أريد أن أجذبه مثل السيارة أو ساعة يد أو شريك الحياة المنتظر وأضع صورة لما أريده على تلك اللوحة في كل يوم كنت أجلس في مكتبي وأنظر إلى هذه اللوحة وأبدأ في التخيل وكنت بالفعل أعيش حالة أنني امتلكت فعلياً ما أنشده كنت أستعد للانتقال إلى مسكن آخر وضعنا جميع الأثاث وجميع الصناديق في مغزن وغيرت سكن ثلاث مرات مختلفة خلال فترة خمسة أعوام ثم انتهى بي المطاف في كاليفورنيا واشتريت هذا المنزل واستغرقت في تجديده عاماً كاملاً ثم أحضرت كل أشياء من منزل السابق الذي كان لي قبل خمسة أعوام وذات صباح أتى إلى مكتبي ابني كينان وأخذ الصناديق التي كانت محكمة الإغلاق لمدة خمسة أعوام كان موضوعاً على عتبة الباب سألني ماذا في الصناديق يا أبي فقلت إنها لوحات الأحلام الخاصة بي وعندئذ سأل وما هي لوحات الأحلام فقلت حسناً إنها المكان الذي أضع عليه جميع أهدافي أقص الصور ثم أضع كل أهدافي عليها كشيء أريد إنجازه في حياتي وبالطبع في عمر الخامسة والنصف لم يفهم فقلت عزيزي دعني أشرح لك ستكون هذه هي الطريقة الأسهل فتحت الصندوق وعلى إحدى اللوحات وجدت صورة منزل كنت أتخيله قبل خمسة أعوام ما كان صدمة بالنسبة لي أننا نعيش في ذلك المنزل وليس في منزل شبيه له لقد اشتريت فعلياً منزل أحلامي وقمت بتجديده ولم أعلم بذلك حتى نظرت نحو ذلك المنزل وشرعت أبكي سألني ابني ماذا يبكيك أخيراً فهمت كيف يعمل قانون الجذب إنني أخيراً أفهم قوة التخيل إنني أخيراً أفهم كل شيء كنت قد رأيته كل شيء عملت عليه طوال حياتي والطريقة التي أسست بها الشركات لقد أتت بنفع مع منزلي كذلك واشتريت منزل أحلامنا دون أن ألحظ جون أسراف الخيال هو كل شيء إنه الرؤية المسبقة لما سوف تكذبه الحياة وتأتي به ألبرت أينشتين يمكنك أن تطلق العنان لخيالك مع لوحة الأحلام ضع عليها صوراً لكل الأشياء التي تريدها وصوراً للهيئة التي تريد لحياتك أن تكون عليها وتأكد من أن تضعها في مكان تسهل عليك رؤيتها فيه كل يوم كما فعل جون أسراف استشعر مشاعر امتلاك تلك الأشياء الآن وعندما تتلقى وتشعر بالامتنان لما تلقيته يمكنك أن تحذف صوراً وتضع صوراً جديدة هذه طريقة رائعة لكي تعرف الأطفال على قانون الجذب وأتمنى أن يلهم صنع لوحة الأحلام الآباء والأمهات والمعلمين في أرجاء العالم أحد الأشخاص على منتذى موقع السر على شبكة المعلومات وضع صورة لاستوانة فيلم السر على لوحة أحلامه كان قدراء السر ولكن لم يكن يملك نسخة منه بعد مرور يومين من صنعه لوحة الأحلام الخاصة به ألهمني ما فعله أن أكتب إختاراً في منتدى السر بإهداء استوانات لأول عشرة أشخاص يكتبون للمنتدى وكان هو أحد هؤلاء العشرة تلقى نسخة من استوانة السر خلال يومين من وضعها كهدف على صبورة أحلامه وسواء كان الأمر يتعلق بتمني الحصول على السر أو امتلاك منزل فإن بهجة الإبداع والتلقي لا مثيل لها مثال قوي آخر للتخيل يأتي من تجربة أمي في شراء منزل جديد قدم أشخاص عديدون إلى جانب أمي عروضهم لشراء هذا المنزل على التحديد قررت أمي أن تستخدم السر لتجعل المنزل ملكها هي جلست وكتبت اسمها والعنوان الجديد للمنزل مراراً وتكراراً وصلت القيام بهذا حتى شعرت وكأنه عنوانها ثم تخيلت وضع جميع الأثاث في ذلك المنزل الجديد وفي غضون ساعات من القيام بتلك الأمور تلقت مكالمة هاتفية تقول إن عرضها قد قبل كانت في غاية الفرح والحماس لكن لم يفاجئها الأمر لأنها علمت أن المنزل ملكها هي يا لها من بطلة قرر الشيء الذي تريد آمن بأن بوسعك أن تحظى به آمن بأنك تستحقه وصدق أنه ممكن بالنسبة لك ثم أغلق عينيك كل يوم لدقائق معدودة وتخيل امتلاكك ما تريده بالفعل استشعر أحاسيس امتلاكك له بالفعل عندما تنتهي من ذلك اجعل تركيزك على ما تشعر بالامتنان له بالفعل استمتع به حقا ثم امضي في يومك ودعي الأمر للخالق وثق في أن الأمر سيتحقق لك جاك كامفيلد السر في نقاط موجزة التوقع قوة جذب فعالة توقع الأمور التي تريدها ولا تتوقع ما لا تريد الامتنان عملية فعالة من أجل تحويل طاقتك وجلب المزيد مما تريد في حياتك كن ممتنا من أجل ما لديك بالفعل ولا سوف تجذب إليك المزيد من الأمور الطيبة قدم الحمد لله لما سوف يمنحك مما يشحن رغبتك ويرسل إشارة أكثر قوة إلى الكون التخيل عملية خلق الصور في عقلك ترى فيها نفسك وأنت تستمتع بما تريد عندما تتخيل فإنك تولد أفكارا ومشاعر قوية لامتلاك الشيء في التو واللحظة وعندئذ يعود قانون الجذب بذلك الواقع إليك تماما كما رأيته في عقلك لكي تستخدم قانون الجذب لصالحك اتخذ من ممارسته عادة وليس مجرد شيء يحدث مرة واحدة عند نهاية كل يوم قبل أن تخلد إلى النوم استرجع أحداث اليوم أي أحداث أو لحظات لم تكن على ما يرام استبدل بها في عقلك ما يرق لك سر المال أي أن كان الشيء الذي يمكن للعقل أن يتصوره فمن الممكن تحقيقه دابليو كلمينتستون كان السر تحولا حقيقيا بالنسبة لي لأنني نشأت في كنف أب سلبي للغاية كان يرى أن الأغنياء هم أشخاص خضعوا الجميع وسلبوهم مالهم ويرى أن أي شخص لديه مال لا بد وأنه قد خدع شخصا ما وهكذا نشأت وشببت بكثير من المعتقدات حول المال منها أنك إذا امتلكته فإنه يجعلك شريرا وسيئا والأشغار فقط هم من يملكون المال وأن المال لا ينمو على الأشجار من تظنني؟ روكيفلر؟ أحد أقطاب صناعة البترول؟ تلك كانت إحدى عباراته المفضلة وهكذا كبرت معتقدا حقا أن الحياة الشرقة ولم تتحول دفة حياتي إلا عندما التقيت دابليو كلمينت ستون عندما كنت أعمل مع ستون قال أريد منك أن تضع هدفا يكون من الضخام بحيث إنك إذا حققته سوف يعصف بعقلك وسوف تعلم أنك بسبب ما قمت بتعليمه لك سوف تحقق ذلك الهدف في هذا الوقت كنت أجني حوالي ثمانية آلاف دولار كل عام وهكذا قلت أريد أن أجني مائة آلف دولار سنويا وقتها لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية القيام بذلك لم أرى أي توسيلة ولا إمكانية ولكنني قلت وحسب سأجاهر بذلك سأصدق الأمر وسأتصرف كما لو أنه حقيقة وأترك الأمر للخالق وهكذا فعلت أحد الأشياء التي علمها لي هو أن أغلق عيني كل يوم وأتصور أهدافي كما لو أنها تحققت ولقد كتبت فعلا فاتورة بمائة ألف دولار ألصقتها بالصقف وهكذا كان أول شيء أفعله في الصباح هو أن أتطلع إليها وأراها هناك فتذكرني بأن هذه هي نيتي ومن ثم أغلق عيني وأتصور نمط الحياة المناسب لهذا الدخل ومن المثير للاهتمام للغاية أنه ما من شيء ذي شأن قد جرى لمدة ثلاثين يوما لم تخطر لي أي أفكار خارقة ولم يعرض علي أحد المزيد من المال بعد نحو أربعة أسابيع من ذلك وتتني فكرة تساوي مائة ألف دولار قفزت إلى رأسي فجأة هكذا كان لدي كتاب قد قمت بتأليفه قلت لو أنني أستطيع بيع أربعمائة ألف نسخة من كتابي بربع دولار فقط للنسخة الواحدة سيكون مجموعها مائة ألف دولار والآن الكتاب كان هناك لكن أبدا لم تخطر لي تلك الفكرة أحد الأسرار هو أنه عندما تكون لديك فكرة ملهمة عليك أن تثق فيها وتعمل بناء عليها لم أكن أعرف كيف سأبيع أربعمائة ألف نسخة ثم رأيت صحيفة ناشونال إنكويرر في السوبر ماركت لقد رأيتها ملايين المرات لم أكن ألحظها وفجأة ظهرت أمام ناظري ففكرت قائلا إذا علم القراء بشأن كتابي فبالطبع سيذهب لشرائه مئات الآلاف من الأشخاص بعدها بنحو ستة أسابيع ألقيت محاضرة صغيرة في كلية هانتر في نيويورك على ستمائة معلم وبعدها اقتربت مني امرأة وقالت كانت تلك محاضرة رائعة أريد أن أسجل حوارا صحافيا معك دعني أعطيك بطاقتي واتضح أنها كاتبة صحفية حرة تبيع أعمالها لصحيفة الناشونال إنكويرر وقلت لنفسي وقلبي يدق بشدة يا إلهي إن الأمر يجدي حقا ونشر الحوار في الجريدة وانطلقت مبيعات الكتاب إلى عنان السماء النقطة التي أريد توضيحها هي أنني كنت أجذب إلى حياتي جميع تلك الأحداث المختلفة بما في ذلك هذه المرأة ولكي نجمل القصة بإيجاز فإنني لم أجني مئة ألف دولار في ذلك العام بل ربحنا إثنين وتسعين ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرين دولارا لكن أتظن أن ذلك أحبطنا وجعلنا نقول لا جدوى من هذا كلا كنا نقول هذا مدهش وهكذا قالت لي زوجتي إذا أتى هذا بنتيجة مع مئة ألف دولار فماذا عن المليون فقلت لا أدري أظن أنه سيجدي فلنجرب وقع لي ناشري شيكا بحصتي في المكسب لأول كتاب في سلسلة شربة الدجاج للروح وقد رسم وجها باسما صغيرا في توقيعه لأنه كان أول شيك يكتبه بمليون دولار وهكذا فإنني أعلم أن هذا النجاح من تجربة الخاصة لأنني أردت اختبار الأمر هل هذا السر يجدي نفعا حقا؟ وضعناه محل الاختبار وقد أتى بنفع لأقصى حد والآن أعيش حياتي من هذا المنطلق يوميا جاك كانفيلد إن الاطلاع على السر والاستخدام المقصود لقانون الجذب يمكن تطبيقه على كل شؤون حياتك إنك تستخدم نفس العملية لكل شيء تريد أن تصنعه وموضوع المال لا يختلف عن سائر الموضوعات لكي تجذب المال ينبغي عليك أن تركز على الثروة من المستحيل أن تجذب المزيد من المال لحياتك عندما تلاحظ أنك لا تملك ما يكفي لأن هذا يعني أنك تحظى بأفكار مفادها أنك لا تمتلك ما يكفي وعندما تركز على حقيقة أنك لا تمتلك ما يكفي من المال فسوف تصنع المزيد من الظروف التي تؤدي لعدم امتلاكك ما يكفي من المال لا بد أن تركز على الوفرة وفرة المال لكي تجلب ذلك إليك لا بد أن تبث إشارة جديدة لأفكارك وينبغي أن تكون تلك الأفكار مفادها أنك حاليا لديك أكثر مما يكفي إنك حقا بحاجة لاستدعاء خيالك وإعماله للتظاهر بأنك بالفعل لديك ما تريده من المال وهو شيء ممتع للغاية في القيام به وإذ تتظاهر بهذا وتتلاعب بفكرة امتلاك الثروة سوف تلاحظ أنك تشعر بمشاعر أطيب حيال المال وإذ يتحسن شعورك حيال هذا سوف يبدأ في التدفق إلى حياتك ألهمت قصة جاك الرائعة فريق عمل السر لصنع شيك على بياض متاح ويمكن تحميله مجانا من موقع السر الشيك الأبيض هذا من أجلك وهو من بنك الكون اكتب اسمك والمبلغ الذي تريده والتفاصيل وضعه في مكان بارز بحيث يمكنك رؤيته يوميا وعندما تنظر إلى الشيك استشعر امتلاك ذلك المبلغ من المال الآن تخيل انفاق ذلك المال تخيل كل الأشياء التي ستشتريها والأشياء التي ستقوم بها استشعر مدى روعة الأمر وعلم أنه ملك لك لقد تلقينا مئات من القصص لأشخاص جنوا مبالغها إلى من المال باستخدام شيك السر إنها لعبة ممتعة مضمونة النتائج اجذب الوفرة السبب الوحيد الذي يحول بين أي شخص وامتلاكه ما يكفي من المال هو أنه يعيقه عن الوصول إليه بأفكاره إن كل ما يتصف بالسلبية من الأفكار أو المشاعر أو الانفعالات يمنع الخير من الوصول إليك وذلك يتضمن المال ليس الأمر أن المال حجزه الكون عن الوصول إليك لأن كل المال الذي تطلبه يوجد الآن في الغيب إذا لم يكن لديك ما يكفي فذلك لأنك تمنع تدفق المال إليك وتقوم بذلك بأفكارك لا بد أن تضبط توازن أفكارك من نقص المال إلى امتلاك ما هو أكثر مما يكفي من المال اجعل كل أفكارك تدور حول الوفرة وليس الافتقار وهكذا تعدل كفة الميزهن عندما تكون بحاجة للمال فإن ذلك يخلق شعورا قويا بداخلك وهكذا بالطبع عبر قانون الجذب ستستمر في جذب احتياج المال إليك أستطيع أن أتحدث في مسألة المال من واقع خبرتي لأنه قبيل اكتشافي للسر أخبرني محاسبي أن شركتي قد تعرضت لخسارة كبرى في ذلك العام وفي غضون ثلاثة شهور ستكون في ذمة التاريخ بعد عشر سنوات من العمل الشاق كانت شركتي على وشك أن تتسرب من بين أصابعي وبما أنني احتجت إلى مزيد من المال لإنقاذ شركتي فقد ازدادت الأمور سوءا ولم يبدو أن هناك مخرجا أو مهربا ثم اكتشفت السر وتحول كل شيء في حياتي تحولا تاما بما في ذلك حالة شركتي لأنني غيرت طريقة تفكيري وبينما استمر المحاسبون في إثارة جلبة حول الأرقام والتركيز على نقصانها أبقيت عقلي في حالة تركيز على الوفرة وعلى أن كل شيء على ما يرام كنت أعلم بكل خلية من خلاياي أن الله سوف يسخر الكون ليمنحني ما أتمناه وقد كان فقد تلقيت ما أتمناه بطرق لم تكن لتخطر ببالي ساورتني لحظات من الشك ولكن عندما كان يظهر الشك كنت أنقل أفكاري في الحال للنتيجة النهائية لما أنشده وقد شكرت الله على ما منحني وشعرت بفرحة التلقي وصدقت أريد أن أطلعك على سر الوصول إلى السر وهو أن الطريق المختصر لأي شيء تريده في الحياة هو أن تكون سعيدا وأن تشعر بالسعادة الآن إنها الوسيلة الأسرع لجلب المال وأي شيء آخر إلى حياتك ركز على أن تبث نحو الكون تلك المشاعر من البهجة والسعادة والتي لن تتضمن فقط وفرة المال ولكن كل شيء آخر مما تنشد لا بد أن تبث الإشارة لتعود إليك بما تريد عندما تبث تلك المشاعر من السعادة سوف تعود إليك كصور وتجارب في حياتك إن قانون الجذب يعكس في حياتك أعمق أفكارك ومشاعرك ركز على الرخاء أستطيع أن أتخيل أن كثيرا من الناس يقولون لأنفسهم ما يلي كيف يمكنني أن أجذب المزيد من المال إلى حياتي كيف يمكنني أن أحصل على المزيد من الأوراق الخضراء أي الدولارات كيف يمكنني أن أحصل على المزيد من الثروة والرخاء كيف يمكنني أن أجني المزيد من المال مع كل الديون التي علي أن أسددها ومقدار المال المحدود الذي أحصل عليه من وظيفة التي أحبها كيف يمكنني أن أحقق ذلك يعود هذا بنا إلى أحد الأمور التي تحدثنا عنها على مدار السر كله وهي أن مهمتك هي الإعلان عما تود أن تحظى به من الكتالوج الخاص بالكون إذا كانت النقود من بين ما تريد فالتقل كم تحتاج منها فالتقل مثلا أود أن أحظى بـ 25 ألف دولار كدخل غير متوقع في غضون الثلاثين يوما التالية أو أيا كان ما تتمناه ويجب أن تؤمن وتصدق بأنك ستحظى بما تتمناه الدكتور جوبيتال إذا كنت قد احتفظت بأفكار فيما مضى مفادها أن السبيل الوحيد للحصول على المال هو من خلال وظيفتك فلتتخلى عنها إذن في الحال هل تعلم أنك كلما وصلت التفكير في ذلك فلابد له أن يتجسد في تجربتك الحقيقية مثل تلك الأفكار ليست في صالحك إنك الآن تتوصل إلى استيعاب فكرة الرخاء والثراء المتاح لك وأنه ليس من شأنك أن تتوصل إلى الكيفية التي ستأتي إليك الأموال بواسطتها إن مهمتك هي أن تطلب وأن تؤمن بأنك تتلقى ما تطلب وأن تشعر بالسعادة الآن وترك أمر التفاصيل للكون حول الطريقة التي سيتخذها ليجلب هذا إليك لدى أغلب الناس هدف التخلص من الديون من شأن هذا أن يبقيك مديونا إلى الأبد أي أن كان الذي تفكر فيه فلسوف تجذبه إليك قد تقول ولكني أفكر في التخلص من الديون لا يهمني إذا ما كنت تفكر في التخلص من الديون أم سدادها فإذا كنت تفكر بالديون فإنك تجتذب الديون فلتؤسس برنامجا آليا لتسديد الديون ومن ثم ركز على الرخاء بوب روكتور عندما تتراكم عليك قومة من الفواتير التي لا تعرف كيف ستسددها لا يمكنك أن تركز على تلك الفواتير لأنك سوف تستمر في اجتذاب المزيد من الفواتير عليك أن تجد وسيلة ناجحة لكي تركز على الرخاء رغم أن في الفواتير المحيطة بك عليك أن تجد وسيلة لتحظى بشعور طيب بحيث تستطيع أن تجلب الخير إلى نفسك يقول لي الناس كثيرا عبارات من قبيل أود أن أضاعف دخلي في العام القادم ثم تتأمل أفعالهم فتجدهم لا يقومون بالأمور التي من شأنها أن تجعل هذا يحدث ثم تجد أحدهم يلتفت في حيرة وهو يقول لنفسه لا يمكنني تحقيق هذا خم ماذا يحدث يقول له الكون أمرك مطاع جيمس راي إذا كانت عبارة لا يمكنني تحقيق هذا قد مرت من شفتيك فإن قدرتك على تغيير ذلك موجود الآن استبدل بتلك العبارة قولك يمكنني تحقيق ذلك يمكنني شراء ذلك قلها مرارا وتكرارا على مدى الثلاثين يوما التالية لتكنياتك أنك سوف تنظر إلى كل شيء يروق لك وتقول يمكنني شراء ذلك وإذا رأيت سيارة أحلامك تمر قل يمكنني شراء تلك السيارة وإذ ترى الملابس التي تحبها وإذ تفكر في قضاء إجازة رائعة قل يمكنني تحمل تكلفة ذلك وعندما تقوم بهذا ستبدأ في تحويل نفسك وستبدأ في تحسين شعورك حيال المال ستبدأ في إقناع نفسك أنك تستطيع تحمل تكلفة تلك الأشياء وبينما تقوم بهذا سوف تتغير صور حياتك حين تركز على الافتقار والندرة وما لا تملكه وتثرثر كثيرا بالشأن هذا مع أسرتك وتناقشه مع أصدقائك وتخبر أطفالك بأنك لا تملك ما يكفي كأن تقول لهم لا نملك ما يكفي من أجل هذا لن نستطيع تحمل ثمنه فعندئذ لن تستطيع أبدا تحمل ثمنه لأنك تبدأ في جذب المزيد مما لا تملكه إذا رغبت في الوفرة إذا رغبت في الرخاء فلتركز إذن على الوفرة ركز على الرخاء ليزا نيكولاس إن المادة الروحية التي تنبع منها كافة الثروات الظاهرة لا تنفد أبدا إنها إلى جانبك طيلة الوقت وتستجيب إلى إيمانك ومطالبك شارلز فيلمور والآن وقد اطلعت على السر حين ترى شخصا ثريا سوف تعرف أن الأفكار المهيمة على ذلك الشخص هي حول الثروة وليست حول الندرة وأنه قد جذب إليه الثروة سواء قام بهذا عمدا أو قصدا أو دون عمد أو قصد هؤلاء الأشخاص قد ركزوا على أفكار الثروة وجعل الله الظروف والأحداث متاحة لينقل إليهم الثروة الثروة التي يمتلكونها تمتلكها أنت كذلك والاختلاف الوحيد بينك وبينهم أنهم فكروا في الأفكار التي تجتذب الثروة إليهم ثروتك بانتظارك في عالم الغيب ولكي تجلبها إلى عالم الظاهر فكر فيها عندما استوعبت السر أول مرة في كل يوم كنت أتلقى حفنة من الفواتير في البريد أخذت أفكر وقلت لنفسي كيف يمكنني تحويل هذا إلى العكس يمس قانون الجذب على أنك ستحصل على ما تركز عليها لذلك أخذت بيان رصيد أتاني من البنك ومسحت كل الأرقام الموجودة به ووضعت رقما جديدا فيها ووضعت كمية النقود التي أرغب أن تكون ملكي بالبنك وأخذت أفكر قائلا لنفسي ماذا لو تصورت وحسب حفنة من الشيكات تأتي إلي في البريد وفي غضون شهر واحد بدأت الأمور تتبدل إنه أمر مدهش فاليوم فقط وصلتني شيكات في البريد جاءتني بضع فواتير لكني حصلت على شيكات أكثر من الفواتير ديفيد شيرمر منذ انطلاق فيلم السر تلقينا المئات والمئات من الرسائل من أشخاص قالوا إنهم منذ مشاهدتهم للفيلم تلقوا شيكات غير متوقعة في البريد وقد حدث ذلك لأنهم لما منحوا تركيزهم وانتباههم لقصة ديفيد جالبوا لأنفسهم الشيكات ثمت لعبة ابتكرتها ساعدتني على تحويل مشاعري تجاه كومة الفواتير وهي أن أتظاهر أن تلك الفواتير هي في الحقيقة الشيكات كنت أتقافز من البهجة وأنا أفتحها قائلة المزيد من المال من أجلي الحمد لله الحمد لله كنت أتناول كل فاتورة متخيلة أنها شيك ثم أضيف لها بعقلي صفرا لأجعلها أكثر قيمة أحضر دفتر أوراقل وأكتب في أول الصفحة لقد تلقيت ثم أعد قائمة بجميع المبالغ لتلك الفواتير مع الصفر المضاف إلى جانب كل مبلغ أكتب الحمد لله وأشعر بمشاعر الامتنان لتلقيها للدرجة التي تترقرق عندها الدموع في عيني ومن ثم أتناول كل فاتورة والتي تبدو بمبلغ ضئيل مقارنة بما قد تلقيته وأدفعها في امتنان لا أفتح فواتيري مطلقا حتى أجعل نفسي أشعر وكأنها شيكات إذا فتحت فواتيري قبل أن أقتنع أنها شيكات فإن معدتي تتقلص حين أفتحها وأدرك أن هذا الإحساس بتقلص معدتي سيجلب المزيد من الفواتير إلي أدرك أن علي أن أمحو ذلك الشعور وأستبدل به مشاعر من البهجة بحيث يمكنني جلب المزيد من المال إلى حياتي وفي مواجهة كومة الفواتير فإن هذه اللعبة كانت نافعة لي وغيرت حياتي هناك الكثير للغاية من الألعاب يمكنك ابتكارها وسوف تعرف ما يجدي نفعا بالنسبة لك من خلال طبيعة المشاعر التي بداخلك عندما تتظاهر وتتخيل تأتي النتائج أسرع مما تتصور لقد نشأت على مقولة لابد أن تكدحي في العمل من أجل المال وهكذا استبدلت بها مقولة المال يأتي بسهولة ويسر ولكن هذا في البداية يبدو كأنه كذبة أليس كذلك؟ فثمت جزء من عقلك سيقول آه نأيتها الكاذبة الأمر عسير لذا يجب أن تعلم أنك لن تقتنع تماما بتلك المقولة إلا بعد الوقت والتفكير لورال لانجمير محللة استراتيجية مالية ومحاضرة ومدربة في مجال التنمية الشخصية ومدربة شركات إذا كانت تراودك أفكار من قبيل علي أن أعمل بشق الأنفس وأكدح لكي أحصل على المال فلتتخلى عنها في الحال فعندما تراودك تلك الأفكار فإنك تبث ذلك التردد وتصبح هي صور حياتك الحقيقية فلتأخذ بنصيحة لورال لانجمير واستبدل بتلك الأفكار فكرة المال يأتي بسهولة ويسر عندما يتعلق الأمر بتكوين الثروة فالثروة مسألة توجه فكري الأمر كله يعتمد على كيفية تفكيرك ديفيد شيرمير يمكن للقول إن نسبة ثمانين في المئة من التدريب الذي أؤديه مع الناس يتعلق بسيكولوجيتهم والطريقة التي يفكرون بها أعرف حين يقول الناس أنت تستطيعين القيام بهذا لكنني لا أستطيع لكن بوسع الناس أن يغيروا من علاقتهم الداخلية بالمال وحديثهم الداخلية عنه لورال لانجمير النبأ السر هو أنك في اللحظة التي تقرر فيها أن ما تعلمه أهم مما تعلمت أن تصدقه فإنك بهذا تكون قد حولت كل طاقتك تجاه البحث عن الوفرة النجاح ينبع من الداخل وليس من الخارج رالف والدو إميرسون عليك أن تشعر بشعور طيب حيال المال لكي تجذب المزيد منه إليك ومن المفهوم بالطبع أن الناس حين لا يمتلكون مالا كافيا لا يشعرون بشعور طيب حيال المال لأنهم لا يملكون الكفاية لكن تلك المشاعر السلبية حيال المال تمنع المزيد من المال من الوصول إليك عليك أن توقف هذه الحلقة المفرغة من المشاعر السلبية ويمكنك إيقافها من خلال شروعك في الإحساس بمشاعر طيبة حيال المال وأن تكون ممتنا لما تمتلكه ابدأ في ترديد العبارات التالية واشعر بها لدي أكثر مما يكفي هناك وفرة من المال وهي في طريقها إلي إنني مغناطيس يجذب المال أحب المال والمال يحبني إنني أتلقى المال كل يوم الحمد لله الحمد لله امنح المال لتحصل على المزيد منه العطاء فعل قوي لجلب المزيد من المال إلى حياتك لأنك عندما تعطي فكأنك تقول إن لدي الكثير لن تفاجأ عندما تعلم أن أكثر الأشخاص ثراء على الأرض هم أعظم المحسنين على الإطلاق إنهم يتبرعون بمبالغ هائلة من المال وإذ يعطون فإن الله يجعل الكون وفقا لقانون الجذب يتفتح ويتدفق بمبالغ هائلة من المال عائدة إليهم مضاعفة إذا كنت تفكر على النحو التالي ليس لدي ما يكفي من المال لكي أعطي فقد أدركت الآن لماذا لا تملك ما يكفي من المال حين تفكر أنك لا تمتلك ما يكفي لكي تعطي ابدأ بالعطاء وحين تبدي إيمانا بالعطاء فلابد أن قانون الجذب سيعطيك المزيد لكي تعطي ثم تفرق كبير بين العطاء والتضحية فالعطاء من القلب يحمل شعورا طيبا غامرا أما التضحية فلا تحمل شعورا طيبا لا تخلط بين الاثنين فهما متعارضان كل التعارض فأحدهما يبث إشارة الافتقار والآخر يبث إشارة الزيادة عن الكفاية أحدهما يحمل شعورا طيبا لنا والآخر لا يحمل شعورا طيبا لنا فالتضحية في مهاية الأمر سوف تؤدي إلى الحنق والنقمة إن العطاء من قلب عامر هو من أبهج الأشياء التي يمكنك فعلها وقانون الجذب سوف يلتقط تلك الإشارة ويغمرك بالمزيد من الأشياء في حياتك يمكنك أن تشعر بالفارق أجد أشخاصا كثيرين للغاية يحققون مبالغ طائلة من المال لكن علاقاتهم الشخصية تعاني الفشل وتلك ليست هي الثروة يمكنك أن تسعى وراء المال وقد تصير ثريا لكن ذلك لا يضمن أن تحظى بالثروة لا أقول بأن المال ليس جزءا من الثروة إنه كذلك بلا شك لكنه مجرد جزء وألتقي بأشخاص كثيرين للغاية أثرياء روحيا لكنهم إما مرضى أو مفلسون طوال الوقت فتلك أيضا ليست هي الثروة فالحياة هي الوفرة في جميع النواحي جيمس راي إذا كنت قد نشأت على مبدأ أن تحقيق الثروة يتعارض مع الحياة الروحية فإنني أنصحك بشدة أن تقرأ سلسلة كتب The Millionaires of the Bible Series بقلم كاثرين بوندر وفي تلك الكتب المذهلة سوف تكتشف أن حكماء عديدين لم يكونوا فقط معلمين عظاما للوفرة لكن أيضا أصحاب ملايين هم أنفسهم لكن أيضا أصحاب ملايين هم أنفسهم يعيشون نمط حياة سخي يعيشون نمط حياة سخي ومرفة أكثر من أصحاب ملايين كثيرين في زماننا هذا أنت وريث تلك المملكة والوفرة هي حقك الفطري وأنت تمسك بمفتاح المزيد من الوفرة في كل ناحية من نواحي حياتك أكثر مما يمكنك أن تتخيل إنك تستحق كل شيء طيب تنشده ولسوف يمنحك الخالق كل شيء طيب تريده ولكن عليك أن تستدعي ما ترغبه إلى حياتك أنت الآن تعرف السر أنت تمتلك المفتاح والمفتاح هو أفكارك ومشاعرك وأنت تمتلك هذا المفتاح طوال حياتك ينضل الكثير من الناس في الثقافة الغربية من أجل تحقيق النجاح يريدون منزلا عظيما يريدون مشروعهم التجار الخاص يريدون كل تلك الأشياء الخارجية لكن ما وجدناه في أبحاثنا أن امتلاك تلك الأشياء الخارجية لا يكفل بالضرورة ما نريده حقا ألا وهو السعادة وهكذا فإننا نسعى وراء تلك الأشياء الخارجية معتقدين أنها سوف تجلب لنا السعادة لكنها تجلب عكس ذلك عليك أن تسعى للبهجة الداخلية السلام الداخلي البصيرة الداخلية أولا ومن ثم سوف تظهر كل الأشياء الخارجية التي تتمناها مارسي شيموف كل شيء تريده هو مهمة تجريب الداخل العالم الخارجي هو عالم الآثار والنتائج إنه فقط نتاج لأفكارك اضبط أفكارك وترددك على السعادة فالتبث مشاعر السعادة والبهجة بداخل نفسك وانقل ذلك إلى الكون بكل ما يسعك من قوة وسوف تخلق جنة صغيرة على الأرض السر في نقاط موجزة لكي تجذب المال ركز على الثروة من المستحيل أن تجلب المزيد من المال إلى حياتك حين تركز على الافتقار له من المفيد أن تستعين بخيالك وأن تتظاهر بأنك تملك بالفعل المال الذي تريد مارس ألعاب امتلاك الثروة وسوف تشعر شعورا طيبا حيال المال فعندما يتحسن شعورك حياله سيتدفق المزيد منه إلى حياتك الشعور بالسعادة الآن هو أسرع الطرق لجلب المال إلى حياتك لتعقد النية على أن تتطلع إلى كل شيء يروقك وتقول لنفسك يمكنني أن أتحمل نفقة هذا يمكنني شراؤه وسوف تحول تفكيرك ويتحسن شعورك حيال المال امنح المال لكي تحصل على المزيد منه في حياتك عندما تكون جوادا بالمال وتشعر بشعور طيب حيال تقاسمه فإنك تقول إن لدي الكثير تخيل شيكات تصلك بالبريد اجعل كفة أفكارك ترجح لصالح الثروة فكر باستمرار في الثروة سر العلاقات تقول ماري الدياموند استشارية في مجال فن التوافق بين الإنسان ومحيطه ومعلمة ومتحدثة تقول المقصود من السر أننا نحن من نشكل عالمنا وأن كل أمنية نبتغي تحقيقها سوف تتجلى في حياتنا وبالتالي فإن أمانينا وأفكارنا ومشاعرنا هي أشياء في غاية الأهمية لأنها سوف تتجلى وتتجسد ذات يوم زرت منزل مخرج فني وهو منتج أفلام شهير للغاية وكان لديه صورة بديعة لامرأة ملتحفة بدثار وتشيح بنظرها بعيدا كما لو كانت تقول إنني لا أراك قلت له أظن أنك ربما تواجه مشكلات في حياتك العاطفية فقال هل أنت عرافة؟ قلت له كلا ولكن انظر في سبعة أماكن وضعت صورة تلك المرأة نفسها قال لكني أحب ذلك النوع من الرسم لقد رسمتها بنفسي قلت هذا يزيد الأمر سوءا لأنك وضعت فيها كل قدرتك الإبداعية وتركيزك كان رجلا جذابا كان رجلا جذابا تحيط به كل تلك الممثلات لأن هذه طبيعة عمله ولكنه لم يحظى بأي علاقة عاطفية سألته ماذا تريد؟ فقال أريد أن أتعرف على ثلاث نساء كل أسبوع حتى أختار شريكة لحياتي فقلت لا بأس ارسم ذلك ارسم نفسك بصحبة ثلاث نساء وعلق الصورة في كل ركن من غرفة معيشتك بعد ذلك بستة أشهر رأيته وسألته كيف حال حياتك العاطفية؟ قال رائع النساء يتصل نبي يرغبن في التعرف علي قلت لأن تلك هي أمنيتك قال أشعر شعورا رائعا أقصد أنني على مدى سنوات لم ألتقي بامرأة واحدة والآن لدي ثلاثة لقاءات تعارف كل أسبوع إنني أرغب حقا أن أستقر أريد الزواج حالا أريد أن أشعر بالحب قلت هذا في صالحك ارسم ذلك الآن ثم رسم زوجاني في مشهد رومانسي جميل وبعدها بعام تزوج وهو في غاية السعادة هذا لأنه أخرج أمنية أخرى من نفسه تمنى ذلك في داخله لسنوات دون أن يحدث شيء لأن أمنيته لم تتجسد المستوى الخارجي من نفسه كان يخالف رغبته وأمنيته طوال الوقت وهكذا إذا فهمت هذه المعرفة عندئذ فقط يمكنك استغلالها إن قصة ماري دايموند عن عميلها تعد برهانا ممتازا على أن فن التوافق بين الإنسان ومحيطه يعكس تعاليم السر ويتوضح كيف يمكن لأفكارنا أن تخلق بقوة وفاعلية عندما نضعها في المحك العملي إن أي فعل تتخذ لابد أن يكون مسبوقا بفكرة فالأفكار تصنع الكلمات التي نتحدث بها والمشاعر التي نشعر بها وأفعالنا والأفعال شديدة القوة على وجه الخصوص لأنها أفكار دفعتنا إلى الفعل قد لا ندرك حتى ما هي أفكارنا الداخلية العميقة لكننا نستطيع أن ندرك ما كنا نفكر فيه بالنظر إلى الأفعال التي اتخذناها في قصة المنتج السينمائي كانت أفكاره الداخلية منعكسة في أفعاله وأجوائه المحيطة رسم نساء عديدات جميعهن يشحن ببصرهن بعيدا عنه أيمكنك أن تعرف ماذا كانت أفكاره الداخلية؟ حتى لو كانت كلماته تقول إنه أراد أن يلتقي بالمزيد من النساء فإن أفكاره الداخلية لم تعكس ذلك في رسوماته والاختيار المقصود لتغيير أفعاله أدى إلى أن يركز فكره كاملا على ما يريد بهذا التحول البسيط كان بمقدوره أن يرسم حياته وأن يستدعيها للوجود من خلال قانون الجذب عندما ترغب في جذب شيء ما إلى حياتك تأكد من أن أفعالك لا تناقض رغباتك أحد أروع الأمثلة على هذا يقدمهم مايك دولي وهو أحد المعلمين المشاركين في فيلم السر يقدمه في برنامجه التعليمي المسجل على شرائط كاست وهو قصة امرأة أرادت أن تجذب إلى حياتها شريك حياة مثالي قامت بكل الأمور الصائبة كانت واضحة بشأن ما تريد أن يكون عليها وأعدت قائمة مفصلة بسماته وتخيلته في حياتها وعلى الرغم من القيام بجميع تلك الأشياء لم يظهر في حياتها ثم في أحد الأيام عندما وصلت للمنزل وكانت توقف سيارتها في منتصف مرآبها شهقت بشدة إذ أدركت أن أفعالها مناقضة لما تريد فهي تضع سيارتها في منتصف المرآب مما لا يترك مساحة متبقية لسيارة شريك حياتها المثالي كانت أفعالها تقول بمنتهى القوى للكون إنها لا تصدق أنها سوف تتلقى ما طلبته وهكذا قامت على الفور بتنظيف مرآبها وأوقفت سيارتها على أحد الجانبين ثاركة مساحة لسيارة شريك حياتها المثالي في الجانب الآخر ثم ذهبت إلى غرفة نومها وفتحت دولاب ملابسها والذي كان مزدحما بالملابس عن آخره ولم تكن به أي مساحة لملابس شريك حياتها المثالي وهكذا أزاحت بعضا من ملابسها لإفراغ مساحة كانت دائما تنام في منتصف فراشها وهكذا بدأت تنام على جهتها هي تاركة المساحة المتبقية لشريكها حكت هذه المرأة حكايتها لمايك دولي على عشاء جالسا إلى جانبها على المائدة شريك حياتها المثالي فبعد اتخاذها لكل تلك الأفعال القوية والتصرف كما لو أنها نالت بالفعل شريك حياتها المثالي كل هذا جلب هذا الشريك إلى حياتها وهم الآن زوجان سعيدان هناك مثال آخر بسيط حول التظاهر هي قصة أختي جليندا والتي كانت مديرة إنتاج فيلم السر كانت تقيم وتعمل في أستراليا وأرادت أن تنتقل إلى الولايات المتحدة وأن تعمل معي في مكتبنا بأمريكا كانت جليندا تعرف السر خير معرفة وهكذا كانت تقوم بجميع الأشياء الصائبة لكي تجلب إليها ما تريد لكن الشهور كانت تتوالى وهي لا تزال في أستراليا نظرت جليندا إلى أفعالها وأدركت أنها لم تكن تتظاهر وتتصرف كما لو أنها كانت تتلقى ما تنشده وهكذا بدأت تتخذ أفعالا قوية رتبت كل شيء في حياتها لرحيلها ألغت عضوياتها في المؤسسات والنواد المختلفة تبرعت بأشياء لن تحتاج إليها وأخرجت حقيبة سفرها وحزمتها وفي غضون أربعة أسابيع كانت جليندا في الولايات المتحدة تعمل في مكتبنا هناك فكر فيما طلبته وتأكد من أن أفعالك تعكس ما تتوقع تلقيه وأنها لا تناقض ما طلبته تصرف كما لو أنك تتلقاه قم بالضبط بما سوف تقوم به إذا كنت تتلقى ذلك اليوم واتخذ أفعالا في حياتك لتعكس ذلك التوقع القوي أخل مساحة لتستقبل فيها رغباتك وعندما تفعل فإنك ترسل إشارة قوية تدل على التوقع مهمتك أن تراعي نفسك داخل العلاقات من المهم أن نفهم أولا من الذي يتلقى في العلاقة لا تفكر في شريك حياتك وحسب عليك أن تفهم ما تحتاج إليه أولا ليزا نيكولاس كيف تتوقع أن يستمتع أي شخص آخر بصحبتك إذا لم تكن تستمتع أنت بصحبة نفسك ومرة أخرى فإن قانون الجذب أو السر يدور حول جلب ذلك إلى حياتك عليك أن تكون واضحا حقا مع نفسك إليك السؤال الذي أطرحه عليك لتتأمله هل تعامل نفسك على النحو الذي تريد من الأشخاص الآخرين أن يعاملوك به؟ جيمس راي عندما لا تعامل نفسك على النحو الذي تريد من الآخرين أن يعاملوك به فإنك لا تستطيع مطلقا أن تغير الطبيعة التي عليها الأمور إن أفعالك هي أفكارك القوية وهكذا فإن لم تعامل نفسك بالحب والاحترام فإنك تبث إشارة تقول إنك غير مهم بما يكفي أو لا تستحق سوف تستمر تلك الإشارة في الانتشار وسوف تعيش المزيد من المواقف مع أشخاص لا يعاملونك كما يجب الأشخاص هم النتيجة وحسب أما أفكارك فهي السبب لا بد أن تبدأ في معاملة نفسك بالحب والاحترام وتبث تلك الإشارة وتضبط ذلك التردد ومن ثم سوف يحرق قانون الجذب الكون بكامله وسوف تمتلئ حياتك بالأشخاص الذين يحبونك ويحترمونك الكثير من الأشخاص ضحوا بأنفسهم من أجل آخرين معتقلين أنهم حين يضحون بأنفسهم فإنهم يكونون أشخاصا صالحين خطأ إن التضحية بنفسك لا تتأتى إلا عن تفكير ينم عن الافتقار المطلق فهذا السلوك معناه أنك تقول لنفسك ليس هناك ما يكفي الجميع وهكذا سأحرم نفسي أنا هذه المشاعر ليست جيدة وسوف تقود في نهاية الأمر إلى الحنق والنقمة هناك وفرة من أجل الجميع ومسؤولية كل شخص هي أن يستدعي رغباته الخاصة لا يمكنك أن تستدعي رغبات شخص آخر نيابة عنه لأنك لا تستطيع أن تفكر أو أن تشعر بدلا منه مهمتك هي أن تراعي نفسك وعندما يصبح التحلي بشعور طيب من أولوياتك فإن ذلك التردد المتميز سوف يشع ويلمس كل شخص قريب منك إنك تصير الحل بالنسبة لنفسك لا تشر نحو شخص آخر وتقول الآن إنك مدين لي وعليك أن تعطيني المزيد وبدلا من ذلك أعطي المزيد لنفسك اقتطع وقتا لكي تعطي نفسك أشبع نفسك بشكل تهم ومن هنا يمكنك الاستغراق في العطاء الدكتور جون جراي لكي تحصل على الحب املأ نفسك بالحب لأقصى حد حتى تصير مغناطيسا شارلز هانيل العديد منا تعلموا وضع أنفسهم في آخر القائمة وكعاقبة لذلك نجذب إلينا مشاعر تنطوي على القصور وعدم الاستحقاق وتتراكم تلك المشاعر بداخلنا ونواصل في حياتنا جذب المزيد من المواقف التي تشعرنا بالقصور وعدم الاستحقاق وعليك أن تغير ذلك التفكير بعض الناس ليس لديهم أدنى شك في أن فكرة بذل الكثير من العطاء والحب للنفس سوف تبدو باردة للغاية وجافة وغير رحيمة ومع هذا فالأمر قد ينظر إليه من زاوية أخرى حين نجد أن الاهتمام بالذات هو في الواقع اهتمام بالآخر وهو الطريقة الوحيدة لبذل العطاء الدائم للآخرين برينتيس ميلفورد ما لم تكن تشعر بالإشباع الداخلي التام فلن يكون لديك شيء لتعطيه لأي شخص وبالتالي فمن الحتمي أن تهتم بنفسك أولا وأن تهتم ببهجتك أولا فالناس مسؤولون عن بهجتهم الخاصة فحين تحرص على بهجتك وتقوم بما يحمل لك شعورا طيبا ستصبح مصدرا للبهجة لمن حولك وتصبح مثالا مشرقا لكل طفل ولكل فرد في حياتك حين تشعر بالبهجة لن تكون عديدة متوقعة من الطرف الآخر أن يظهر لي جمالي لأنني لم أرى جمالي الخاص عندما كنت يافعة كان أبطالي المفضلون هن المرأة الخارقة والمرأة العجيبة وبطلات أفلام ملائكة تشارلي وبينما كنا رائعات فلم يكن شبيهات بي وبعد أن وقعت في غرام ليزا وقعت في غرام بشرة البنية وشفتي الممتلئتين وفخذي المستديرين وشعري الأسود المموج وأصبح باقي العالم قادرا على أن يقع في غرامي هو أيضا السبب الذي يجعل من الضروري أن تحب نفسك هو أنه من المستحيل أن تشعر بشعور طيب إذا لم تكن تحب نفسك عندما تشعر بشعور سيء حيال نفسك فإنك تعوق كل الحب وكل الخير الموجود من أجلك يبدو الأمر كما لو أنك تستنفض طاقة الحياة بداخلك وهذا لأن كل ما فيه خير لك سواء على صعيد الصحة أو الثروة أو الحب يكون على تردد البهجة والشعور الطيب وليس على تردد الشعور السيء إن شعور امتلاك كمية لا نهائية من الطاقة وهذا الإحساس المدهش بالصحة والعافية كلها أحاسيس تقع على تردد الشعور الطيب وعندما لا تشعر بالرضا عن نفسك أو تراودك مشاعر سيئة حيالها فإنك تصبح على تردد يجذب لك المزيد من الأشخاص والمواقف والظروف التي سوف تستمر في دفعك إلى الشعور بشكل سيء إزاء نفسك عليك أن تغير تركيزك وتبدأ في التفكير بشأن جميع الأمور الرائعة التي تتسم بها انظر إلى الجانب الإيجابي منك وعندما تركز على تلك الأشياء فإن قانون الجذب سيعرض لك المزيد من الأشياء العظيمة بشأنك إنك تجذب ما تفكر بشأنه إن كل ما عليك أن تقوم به هو أن تبدأ بفكرة مطولة عن شيء جيد بشأنك وسوف يستجيب قانون الجذب بإعطائك المزيد من الأفكار الشبيهة ابحث عن الأشياء الجيدة بشأنك اسعى وستجد ثم تشيء بالغ الروعة فيك لقد كنت أدرس نفسي لمدة أربعة وأربعين سنة أشعر أحيانا بالرغبة في تقبيل نفسي ذلك لأنك سوف تتوصل لحب نفسك لست أتحدث بشأن الزهو والاختيال لكني أتحدث عن الاحترام الصحي للذات وعندما تحب نفسك سوف تحب الآخرين تلقائيا بوب روكتور في العلاقات اعتدنا أن نشتكي من الأشخاص الآخرين فمثلا قد تسمع كثيرا العبارات التالية زملئ في العمل في منتهى الكسل زوجي يصيبني بالجنون حيث يكون التركيز دائما على الطرف الآخر ولكن من أجل أن تؤتي العلاقات أكلها فإننا بحاجة للتركيز على ما نقدره عند الشخص الآخر وليس ما نشتكي منه عندما نشتكي من تلك الأشياء فإننا لا نحصل إلا على المزيد منها حتى لو كنت تعاني وقتا عسيرا حقا في علاقتك بشريك حياتك أي بينكما كثير من المشكلات لا تتوافقان وتشعر أنك لم تعد تحبه كالسابق فما زال بوسعك أن تحول تلك العلاقة لصالحك تناول صفحة من الورق وعلى مدى الثلاثين يوما التالية اجلس واكتب جميع الأشياء التي تقدرها في ذلك الشخص فكر بشأن جميع الأسباب التي تحبه من أجلها مثلا حاول تقدير روح الدعابة التي يتسم بها ومساندته لك وللآخرين وما سوف تكتشفه أنك حين تركز على التقدير والاعتراف بنقاط قوته فإن ذلك هو ما سوف تحصل على المزيد منه ومن ثم سوف تتلاشى المشكلات مارسي شيموف غالبا ما تعطي الآخرين الفرصة لصنع سعادتك وفي أوقات عدة يخفقون في صنعها على النحو الذي تنشده لماذا؟ لأنه يوجد شخص واحد فقط يمكن أن يكون مسؤولا عن بهجتك وعن نعيمك وهو أنت حتى والدك أو أطفالك أو شريكك في الحياة ليس منهم من يملك التحكم بسعادتك إنهم ببساطة يمتلكون الفرصة ليقاسموك سعادتك أما سعادتك فتكمن بداخلك ليزا نيكولاس كل بهجتك تقع على تردد الحب الذي هو أعلى وأقوى تردد على الإطلاق أنت لا تستطيع أن تمسك الحب بين يديك يمكنك فقط أن تشعر به في قلبك إنه حالة وجود يمكنك أن ترى برهانا على الحب من خلال الناس لكن الحب شعور وأنت الشخص الوحيد الذي يمكن أن يبث ذلك الشعور بالحب قدرتك على توليد مشاعر الحب غير محدودة وعندما تحب تكون في حالة انسجام تام وكامل مع الكون أعطي الحب لكل شيء تستطيع أن تحبه أعطي الحب لكل شخص تستطيع أن تحبه تكز فقط على الأشياء التي تحبها اشعر بالحب وسوف تجد أن الحب والبهجة يعودان إليك مضاعفين لا بد لقانون الجذب أن يرسل إليك أشياء لتحبها وبينما تشعر حبا سوف يبدو وكأن الكون كله يقوم بكل شيء من أجلك وستجد بالقرب منك كل شيء مبهج ومفرح كل شخص طيب وصالح هذا هو الحب في الحقيقة السر في نقاط موجزة عندما تريد أن تجذب شريكا لحياتك تأكد من أن أفكارك وكلماتك وأفعالك والأجواء المحيطة بك لا تتعارض مع رغباتك مهمتك هي أن تعتني بنفسك ما لم تملأ نفسك بالحب عن آخرك فلن يكون لديك شيء لتعطيه لأي شخص عامل نفسك بالحب والاحترام وسوف تجذب أناسا يبدون لك حبا واحتراما عندما تشعر بشعور سيء حيال نفسك أنت بذلك تعيق الهب وبدلا من ذلك سوف تجذب المزيد من الناس والمواقف التي سوف تواصل نقل الشعور السيء إليك ركز على السمات التي تحبها في نفسك وسوف يظهر لك قانون الجذب المزيد من الأشياء العظيمة فيك لكي تجعل علاقتك بشريك حياتك أو بأي شخص تمجح ركز على ما تقدره بشأن الطرف الآخر وليس على شكواك عندما تركز على مواطن القوة سوف تنال المزيد منها سر الصحة إن جسدنا حقا هو نتياج أفكارنا لقد بدأنا نستوعب بالفعل في مجال العلم الطبي الدرجة التي تحدد بها طبيعة الأفكار والعواطف فعليا المادة الفيزيائية والبنية والكفاءة الوظيفية لأجسادنا الدكتور جون هاجلين عالم فيزياء كمية وخبير السياسة العامة لقد تعرفنا في فنون الشفاء على تأثير البلاسيبو أي العلاج الإرضائي والعلاج الإرضائي شيء من المفترض أن يكون عديم الأثر أو بلا تأثير على الجسد مثل قرص من سكر وفي هذا النوع من العلاج يخبر المريض بأن هذا عقار له فعالية وما يحدث بالفعل هو أن العلاج الإرضائي أحيانا يكون له نفس تأثير إن لم يكن تأثيرا أكثر من العقار الطبي المفترض به أن يكون مصمما لإعطاء ذلك التأثير وقد تبين للعلماء أن العقل البشري هو العامل الأكبر في فنون الشفاء وأحيانا أكثر من العقار الطبي الدكتور جون دي مارتيني بعد أن تصير واعيا بالقوة الهائلة للسر ستبدأ في أن ترى بجلاء الحقيقة الكامنة لبعض النطاقات المحددة في الطبيعة الإنسانية بما في ذلك نطاق الصحة إن تأثير العلاج الإرضائي ظاهرة في غاية القوة عندما يعتقد المرضى ويؤمنون حقا بأن الكرصى علاج حقيقي فسوف يتلقون ما يؤمنون به وسوف يتم علاجهم إذا كان شخص ما في موقف يكون فيه مريضا ولديه بديل للعقار الطبي وهو أن يجرب استكشاف ما يوجد في عقله ويسبب هذا المرض أما إذا كان المرض حادا لدرجة أنه قد يؤدي إلى الوفاء فمن الضروري أن يلجأ الشخص إلى العقاقير هذا إلى جانب استكشاف السبب الذهني المؤدي لذلك المرض لذلك أنا لا أقول أن نتجاهل العقار الطبي ونلغي دوره إنما كل شكل من أشكال العلاج له مكانه ووقته وفائدته الدكتور جون دي مارتيني العلاج من خلال العقل يمكن له أن يعمل في تناغم مع العقاقير الطبية وإذا ارتبط الأمر بألم فإن العقار بوسعه أن يساعد على القضاء على ذلك الألم مما يسمح للشخص أن يكون قادرا على التركيز بقوة عظيمة على الصحة التفكير في الصحة التامة أمر يمكن لأي شخص أن يقوم به بشكل شخصي وداخلي بصرف النظر عما يحدث حوله إن الكون مثال بارع على الوفرة عندما تنفتح للشعور بثراء الكون سوف تعيش الدهشة والبهجة والبركة وكل الأشياء العظمى التي يدخلها الخالق لك الصحة الطيبة الثروة الطيبة الطبيعة الطيبة ولكن حين تنغلق على نفسك بالأفكار السلبية ستشعر بالضيق والانزعاج سوف تنثابك الأوجاع والآلام وستشعر كما لو أن كل يوم لا يمر إلا بشق الأنفس يقول الدكتور بين جونسون طبيب ومؤلف ورائد من رواد العلاج بالطاقة لدينا ألف تشخيص ومرض مختلف في العالم إنها الحلقة الضعيفة في سلسلة الحياة وجميعها نتاج شيء واحد الضغوط فإذا وضعت الكثير من الضغط على السلسلة وأيضا المزيد منه على النظام فلسوف تنكسر إحدى الحلقات تبدأ كل الضغوط بفكرة واحدة سلبية فكرة واحدة مضت دون مراجعتها وتفقدها ومن ثم يأتي المزيد والمزيد من الأفكار حتى يتبدى الضغط ويتخذ شكلا الآثر هو الضغوط لكن السبب هو التفكير السلبي وكل ذلك يبدأ بفكرة واحدة صغيرة وبصرف النظر عما يكون قد ظهر فيمكنك تغييره بفكرة واحدة صغيرة تتبعها واحدة تلو الأخرى إن بنيتنا الجسدية تخلق المرض لكي تعطينا مردودا لتسمح لنا أن نعرف أن لدينا منظورا غير متوازن أو أننا لم نكن نتحلى بالحب والامتنان وعلى هذا فإن علامات أو أعراض الجسد ليست شيئا رهيبا ومخيفا الدكتور جون دي مارتيني يخبرنا الدكتور دي مارتيني بأن الحب والامتنان سيخلان كل السلبية في حياتنا بصرف النظر عن الشكل الذي تتخذه إن الحب والامتنان بمقدورهما شق البحور وتحريك الجبال وصنع المعجزات وبمقدور الحب والامتنان أن يشفي أي مرض بإذن الله السؤال الذي يطرح باستمرار عندما يصاب أحدهم بمرض في الجسد أو بنوع من التعب والملل في حياته فهل يمكن تحويل ذلك للعكس عن طريق قوة التفكير الصحيح؟ والإجابة هي نعم بكل تأكيد مايكل بيرمارد بيكويف الضحك خير دواء شخص حالتي كسرطان ثدي وقد آمنت حقا في قلبي وبإيمان القوي أنني شفيت بالفعل أقول كل يوم الحمد لله على شفائي ومرارا وتكرارا أستمر أقول الحمد لله على شفائي آمنت في قلبي أنني شفيت رأيت نفسي كما لو أن السرطان لم يقرب جسدي مطلقا من الأشياء التي قمت بها لمعالجة نفسي مشاهدة كل الأفلام المرحة كان ذلك كل ما نقوم به مجرد الضحك الضحك والضحك عملت أسرتي جاهدة على نزع أي ضغوط عن حياتي لأننا أدركنا أن الضغوط كانت إحدى أسوأ الأشياء التي يمكن القيام بها أثناء علاج نفسك ومن وقت تشخيص حالتي إلى وقت علاجي كانت فترة ثلاثة شهور تقريبا وذلك بدون أي علاج إشعاعي أو كيماوي كاثي جودمان قصة شخصية هذه القصة الجميلة والملهمة من كاثي جودمان تظهر ثلاث قوى هائلة في حالة عمل قوة الامتنان في العلاج قوة الإيمان في التلقي قوة الضحك والبهجة على شفاء المرض في أجسادنا بإذن الله لقد ألهمت كاثي أن تجعل الضحك جزءا من علاجها بعد سماع قصة نورمان كوزناث شخصت حالة نورمان على أنها مرض خبيث لا شفاء منه أخبره الأطباء بأن أمامه بضعة شهور ويقتله المرض قرر نورمان أن يعالج نفسه ولمدة ثلاثة شهور كلما قام به كان مشاهدة الأفلام المرحة والضحك والضحك ولا شيء غيره غادر المرض جسده في تلك الشهور الثلاثة واعتبر الأطباء شفاءه معجزة ومن خلال الضحك تخلص نورمان من كل السلبية وتخلص من المرض الضحك حقا هو خير دواء نولد جميعا ببرنامج أساسي متضمن فينا يسمى هذا البرنامج الشفاء الذاتي عندما تصاب بجرح يلتأم من تلقاء نفسه من جديد وإذا أصبت بعدوى بكتيرية يصل إليها الجهاز المناعي ويتعامل مع تلك البكتيريا ويعالج المسألة وقد خلق الجهاز المناعي ليعالج الجسد نفسه بنفسه الدكتور بين جونسون لا يمكن للمرض أن يعيش بداخل جسد يتحلى صاحبه بحالة عاطفية صحية إن جسدك يهدر ملايين الخلايا في كل ثانية كما أنه يخلق ملايين الخلايا الجديدة في الوقت نفسه وبركتور في حقيقة الأمر هناك أجزاء من جسدنا يتم استبدالها تماما في كل يوم هناك أجزاء أخرى تأخذ شهورا معدودة وأخرى عامين أو نحو ذلك ولكن في غضون بضعة أعوام يكون لكل منا جسد مادي جديد الدكتور جون هاجلين إذا كانت أجسادنا برمتها تتبدل في غضون بضعة أعوام كما أثبت العلم فكيف إذن يمكن لذلك الانحلال أو المرض أن يبقى في أجسادنا لأعوام لا يمكن أن يبقى في أجسادنا إلا من خلال التفكير فيه عن طريق ملاحظة المرض ومراقبته وبتوجيه الانتباه له تحل بأفكار الكمال لا يمكن لمرض أن يوجد في جسد يحظى بأفكار متناغمة ومنسجمة فالتعلم أنه لا يوجد إلا الكمال وعندما تلاحظ الكمال عليك أن تستدعيه إليك إن أفكار القصور هي سبب جميع العلال الإنسانية بما في ذلك الأمراض البدنية والفقر والبؤس حين نفكر أفكارا سلبية فإننا نبتعد بأنفسنا عن إرثنا الطبيعية ردد ما يلي بثقة إنني أفكر أفكارا مثالية إنني لا أرى شيئا سوى الكمال أنا تجسد للكمال لقد محوت كل فتاتة من تصلب في مفاصلي وكل افتقاد للرشاقة خارج جسدي ركست على رؤية جسدي في مرونة وروعة جسد طفل وكل تصلب وألم في مفاصلي قد اختفى وقد حققت ذلك بين عشية وضحاها يمكنك أن ترى تلك المعتقدات التي تخص الكبر والشيخوخة يمكنك أن تراها راسخة في عقولنا يؤكد العلم أننا نحظى بجسد جديد كل فترة قصيرة جدا الشيخوخة نتاج تفكير محدود وهكذا فلتتخلى عن تلك الأفكار من وعيك وأيقن أن جسدك عمره بضعة شهور فقط بصرف النظر عن عدد أعياد الميلاد التي مرت بك أما عن يوم ميلادك القادم قدم لنفسك معروفا واحتفل به كأول عيد ميلاد لك لا تغطي كعكة عيد ميلادك بستين شمعة إلا إذا كنت تريد أن تجلب الشيخوخة إليك وللأسف لدى المجتمع الغربي تركيز على التقدم في السن وفي الواقع ليس هناك شيء كهذا تستطيع أن تحظى بالصحة المثالية من خلال تفكيرك ومن خلاله أيضا تستطيع أن تحظى بالجسم والوزن المثاليين والشباب الدائم يمكنك أن تحقق كل ذلك عن طريق تفكيرك المستمر والمتواصل في الكمال والمثالية إذا كنت تعاني من مرض وأنت تركز عليها وتتحدث عنه إلى الناس فلسوف تصنع المزيد من الخلايا المريضة تخيل نفسك تعيش في جسد معافى وصحي بصورة مثالية ودع الطبيب يهتم بأمر المرض بوبروكتور أحد الأشياء التي يقوم بها الناس غالبا عندما يمرضون التحدث بشأن المرض طيلة الوقت وذلك لأنهم يفكرون بشأنه طيلة الوقت وهكذا فإنهم يعبرون عن أفكارهم لفظيا إذا كنت تشعر بتوعك خفيف فلا تتحدث بشأنه إلا إذا كنت تريد المزيد منه فلتعلم أن فكرتك كانت مسؤولة عما حل بك رد هذه العبارة كثيرا بقدر ما تستطيع أشعر بأنني في حالة رائعة أشعر بشعور طيب للغاية واستشعر بذلك حقا أما إذا كنت لا تشعر بأنك على ما يرام وسألك أحد عن حالك فقط كن ممتنا لأن ذلك الشخص ذكرك بأن تفكر أفكارا حول الشعور الطيب لا تتفوه إلا بالكلمات التي تريد لها أن تكون لا يمكنك التقاط شيء ما إلا إذا كنت تعتقد أنك تستطيع ذلك واعتقادك أنك تستطيع التقاط أي شيء يستدعي المرض إليك من خلال تفكيرك كما أنك تستدعي المرض إذا رحت تستمع لأشخاص يتحدثون عن مرضهم فإنك عندما تستمع تصب كل تفكيرك وتركيزك على المرض وعندما تمنح كل فكرك لشيء ما فإنك تطلوبه وتسعى إليها وأنت لا تساعدهم بلا شك إنك تضيف طاقة إلى مرضهم إذا كنت حقا تريد مساعدة الشخص المريض غير مسار الحديث نحو أمور طيبة لو استطعت أو ابتعد عنه قدر المستطاع وإذ تسير مبتعدا اجعل كل أفكارك ومشاعرك القوية تتركز حول رؤية ذلك الشخص في صحة وسلامة ولا تفكر في الأمر مرة أخرى لنقل إن لديك شخصين مصابين بشيء ما فإن أحدهما يختار أن يركز على البهجة واحد يختار أن يعيش بالتفاؤل والأمل والتركيز على جميع الأسباب التي تجعله مبتهجا ومتفائلا ومن ثم لديك الشخص الثاني بنفس تشخيص مرض الشخص الأول ولكنه يختار أن يركز على المرض والألم والإشفاق على نفسه ليزا نيكولاس عندما يركز الناس تركيزا تاما على ما يسوق بهم وعلى أعراضهم فإنهم سوف يضاعفونها ويزيدونها العلاج لن يحدث ما لم يحول انتباههم عن حالة مرضهم إلى حالة الصحة والعافية لأن ذلك هو قانون الجذب بوب دويل دعونا نتذكر دائما قدر ما نستطيع أن كل فكرة سيئة هي في الواقع شيء سيء يتم وضعه فعليا في الجسد برينتيز ميلفورد الأفكار الأكثر سعادة تقود إلى حالة كيميائية حيوية أكثر سعادة وإلى جسد أكثر صحة وسعادة لقد ثبت أن الأفكار السلبية والضغوط تؤدي إلى ضرر حاد للجسد ولوظائف العقل وذلك لأن أفكارنا وعواطفنا هي المسؤولة عن إعادة ضبط وتنظيم وتشكيل أجسادنا الدكتور جون هاكلين بصرف النظر عن مقدار ما أحللته بجسدك بواسطة أفكارك فإنه يمكنك أن تغير ذلك من الداخل والخارج ابدأ في التحلي بأفكار سعيدة وابدأ في أن تكون سعيدا السعادة هي حالة شعورية من الوجود إن إصبعك على زر الشعور بالسعادة اضغطه الآن وأبقه ضاغطا عليه بشدة بصرف النظر عما يحدث من حولك أبعد الضغط الفيسيولوجي عن الجسد وسوف يؤدي الجسد ما هو مصمم من أجل القيام به سيعالج نفسه بنفسه الدكتور بين جونسون ليس عليك أن تحارب وتناضل لكي تتخلص من مرض ما إن مجرد العملية البسيطة المتمثلة في التخلي عن الأفكار السلبية سوف تسمح لحالتك الطبيعية من الصحة أن تبزغ بداخلك وسوف يعالج جسدك نفسه بنفسه لقد شهدت كلا تتجدد وتستعيد نشاطها وشهدت حالات سرطان تشفى تماما وشهدت بصرا يتحسن ويعود إلى صاحبه بعد فقدانه كنت أضع نظارة قراءة على مدى قرابة ثلاثة أعوام قبل أن أكتشف السر وذات ليلة بينما كنت أتتبع بعض خيوط المعرفة حول السر عبر القرون وجدت نفسي أتناول نظارتي لأرى ما كنت أقرأه لكني جمدت في مكاني فإدراكي لما قمت به صعقني مثل البرق لقد استمعت إلى رسالة المجتمع التي تقول إن النظر يضعف مع التقدم في العمر لقد راقبت أشخاص يبدلون جهدا ضخما حتى يستطيعوا قراءة شيء ما وقد أوليت فكري إلى أن النظر يضعف مع التقدم في العمر وقد جلبت ذلك إلي لم أفعل ذلك عن عمد وقصد لكنني فعلته علمت أن ما جلبته للوجود بالأفكار يمكن لي أن أغيره وهكذا تخيلت نفسي على الفور أتمتع بنفس حدة البصر التي كنت أتمتع بها في عمر الحادية والعشرين تخيلت نفسي في مطاعم ذات أضواء خافتة أو على متن طائرات أو أجلس إلى جهاز الكمبيوتر وأقرأ بوضوح وبلا جهد وقلت مرارا وتكرارا أستطيع أن أرى بكل وضوح أستطيع أن أرى بكل وضوح شعرت بمشاعر الامتنان والحماس لأنني أحظى برؤية واضحة خلال ثلاثة أيام عاد بصري لحالته والآن لا أضع نظارة قراءة أستطيع أن أرى بكل وضوح عندما أخبرت الدكتور بن جونسون أحد المعلمين الذين ظهروا في فيلم السر بشأن ما فعلته قال لي هل تدركين ماذا حدث لعينيك حتى تمكنت من القيام بذلك في ثلاثة أيام فأجبت كلا والحمد لله أنني لم أعرف ولم تكن هذه الفكرة في رأسي لقد علمت فقط أن بوسعي هذا وذلك ما أمكنني أن أقوم به بسرعة أحيانا تكون المعرفة الأقل أفضل قضى الدكتور جونسون على مرض عضال في جسده هو وهكذا فقد بدى استعادة بصري أقرب إلى لا شيء بالنسبة له مقارنة بالقصة الإعجازية الخاصة بها في حقيقة الأمر لقد توقعت أن تعود حدة بصري بين عشية وضحاها وهكذا فإن عودتها في غضون ثلاثة أيام لم يكن معجزة في عقلي تذكر أن الوقت والحجم ليس لهما وجود بالنسبة إلى الكون إن علاج أي مرض هو بنفس سهولة علاج بخرة عملية الشفاء واحدة ولكن يكمن الاختلاف في عقولنا فقط وهكذا إذا جذبت أي بلاء إلى نفسك فقلل منه في عقلك إلى أن يصل لحجم بفرة تخلى عن كل الأفكار السلبية ومن ثم ركز على تمام الصحة والعافية ليس هناك شيء لا يمكن علاجه لطالما أقول إن أي مرض عضال يمكن علاجه من داخل الإنسان نفسه الدكتور جون دي مارتيني إنني أؤمن وأعرف أنه لا يوجد شيء لا يمكن علاجه عند نقطة ما في الزمن كل مرض زعيم أنه غير قابل للعلاج تم الشفاء منه هناك مكان رحب لك في هذا العالم فانضم إلي وإلى جميع الموجودين هنا إنه العالم الذي تقع فيه المعجزات بصورة يومية إنه عالم يتدفق بالوفرة والرخاء حيث توجد جميع الأشياء الطيبة الآن بداخلك أنت هل يبدو لك هذا وكأنه النعيم إنه أقرب ما يكون إليها تستطيع أن تغير حياتك وتعالج نفسك بنفسك مايكل بيرنارد بيكويث يقول موريس جودمان مؤلف ومحاضر عالمي تبدو قصتي في العاشر من مارس عام 1981 وقد غير هذا اليوم حياتي كاملة كان يوما لا يمكن لي أن أنساه تعرضت لحادث تحطم طائرة ووجدت نفسي في المستشفى مشلولا تماما كان عمود الفقر مهشما وتحطمت الفقرتين العنقيتان الأولى والثانية وحركة البلع عندي قد دمرت لم أستطع أن آكل أو أشرب تلف حجابي الحاجز لم أستطع التنفس كلما كان يمكنني القيام به أن أطرف بعيني وقال الأطباء بالطبع إنني سأكون حيا في حالة جمود مثل نبات بقية حياتي كلما سيمكنني أن أقوم به هو أن أطرف بعيني تلك هي الصورة التي رأوها لي لكن لم يكن يهمني ما كانوا يرونه الشيء الأساسي كان هو ما أراه وأظنه أنا تخيلت نفسي أعود شخصا طبيعيا من جديد أسير خارجا من المستشفى كان الشيء الوحيد الذي كان علي أن أعمل عليه في المستشفى هو عقلي وما أن تمتلك زمام عقلك حتى تستطيع أن تضع كل الأشياء في نصابها الصحيح كنت متصلا بجهاز التنفس الصناعي وقالوا أنني لن أتنفس بصورة طبيعية مرة أخرى أبدا وذلك نظرا لتلف حجابي الحاجز لكن صوتا خافتا ظل يقول لي تنفس بعمق تنفس بعمق وأخيرا لم أعد بحاجة لجهاز التنفس لم يكن لديهم أي تفسير لذلك لم أرغب في أن أسمح لأي شيء بالدخول إلى عقلي مما قد يلهيني عن هدفي أو يأخذني بعيدا عن حلمي لقد وضعت هدفا أن أسير خارجا من المستشفى بحلول العام الجديد وهكذا كان سرت خارجا من المستشفى على قدمي دون مساعدة قالوا إن هذا غير ممكن الحدوث ذلك اليوم لا يمكن لي أن أنساه بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون في هذه اللحظة ويتألمون إذا أردت أن أوجز حياتي وأن أوجز للناس ما يمكنهم أن يقوموا به في حياتهم سوف ألخصها كلها في العبارة التالية الإنسان ما هو إلا نتاج تفكيره موريس جودمن معروف بالرجل المعجزة وقد اختيرت قصته من أجل فيلم السر لأنها تستعرض القوة التي لا يمكن سبر غورها والإمكانية غير المحدودة للعقل الإنساني أدرك موريس القوة التي بداخله والقدرة على أن يحاقق ما يختار التفكير بشأنه كل شيء ممكن لقد ألهمت قصة موريس جودمن آلاف البشر وشجعتهم على أن يفكروا ويتخيلوا ويشعروا بعوداتهم إلى الصحة المثالية لقد حول المحنة الأعظم في حياته إلى المنحة الأعظم منذ إطلاق فيلم السر غمرنا سيل من قصص المعجزات التي تحقق فيها الشفاء لأشخاص مصابين بأمراض متعددة بعد مشاهدتهم لفيلم السر كل الأشياء ممكنة عندما نؤمن بها أود أن أنهي هذا الموضوع حول الصحة بتلك الكلمات النايرة من الدكتور بن جونسون يقول إننا الآن ندخل عهد طب الطاقة كل شيء في الكون له تردد وكل ما عليك أن تقوم به هو تغيير التردد أو خلق تردد مضاد تلك هي درجة سهولة تغيير أي شيء في العالم سواء كان ذلك الأمر متعلقا بالمرض أو العاطفة أو أيا كان هذا أمر هائل هذا أضخم شيء توصل إليه البشر على الإطلاق السر في نقاط موجزة تأثير العلاج الإرضائي مجرد مثال على قانون الجذب في حالة عمله عندما يؤمن أحد المرضى حقا بأن القرص علاج له فإنه يتلقى ما يؤمن به ويشفى التركيز على الصحة التامة شيء يمكن لنا جميعا أن نقوم به بداخل أنفسنا بغض النظر عما يدور حولنا الضحك يجذب البهجة ويطلق السلبية ويؤدي إلى حالات شفاء إعجازية يحتبس المرض في الجسد عن طريق الفكر من خلال مراقبة المرض وبالانتباه الممنوح للمرض إذا كنت تشعر بوعكة طفيفة فلا تتحدث بشأنها إلا إذا كنت تريد المزيد منها إذا رحت تستمع إلى أشخاص يتحدثون بشأن مرضهم فإنك تضيف طاقة إلى مرضهم وبدلا من ذلك غير مسار المحادثة إلى أمور طيبة وركز أفكارك القوية على تخيل هؤلاء الأشخاص في تمام الصحة المعتقدات حول التقدم في العمر موجودة في عقولنا فتخلى عن تلك الأفكار ركز على الصحة والشباب الأبدي لا تستمع للرسائل التي يقدمها لك المجتمع بشأن الأمراض والتقدم في العمر الرسائل السلبية لا تعمل لصالحك سر العالم يميل الناس للنظر إلى الأشياء التي يريدونها وتجد أحدهم يقول نعم أود ذلك أريد ذاك وبالرغم من هذا فإنهم ينظرون إلى الأشياء التي لا يريدونها ويمنحونها قدرا أكبر من الطاقة من خلال تفكيرهم في محاولة القضاء عليها والتخلص منها ومحوها من الوجود في مجتمعنا صرنا معتادين على محاربة أي شيء محاربة السرطان محاربة الفقر محاربة الحرب محاربة المخدرات محاربة الإرهاب محاربة العنف نميل لمحاربة أي شيء لا نرغب فيها مما يخلق في الحقيقة المزيد من الحرب ليزا نيكولاس في مجتمعنا صرنا معتادين على محاربة أي شيء أي شيء نركز عليه فإننا نخلقه وهكذا فإن كنا غاضبين حقا على سبيل المثال تجاه استمرار حرب أو مجاعة أو معاناة فإننا نضيف غضبنا إلى الأمر إننا ندفع أنفسنا وذلك يخلق المقاومة فقط كلما قاومت شيئا زادت سطوته عليك كارليونغ إن السبب في أن ما تقاومه يسيطر عليك هو أنك عندما تقاوم شيئا ما فإن الأمر يبدو وكأنك تقول لا أنا لا أريد هذا الشيء لأنه يجعلني أحس بهذا الشعور هذا الشعور الذي يراودني الآن وبهذا أنت تقول بإحساس قوي أنا لا أحب هذا الشعور ومن ثم ستحس بالمزيد من هذا الشعور بوب دويل إن مقاومة أي شيء هي مثل محاولة تغيير الصور الخارجية بعد أن تكون قد بثت إنه سعي لا جدوى منه عليك أن تتاجه إلى الداخل وتبث إشارة جديدة بأفكارك ومشاعرك لصنع صور جديدة وعندما تقاوم ما حدث فإنك تضيف المزيد من الطاقة والمزيد من القدرة على تلك الصورة التي لا تروق لك وتجلب المزيد منها بمعدل سريع جدا وبالتالي يتضخم الحدث أو الظروف لأن ذلك هو قانون الكون الحركة المناهضة للحرب تخلق المزيد من الحرب الحركة المضادة للمخدرات قد خلقت بالفعل المزيد من المخدرات لأننا نركز على ما لا نريده المخدرات يعتقد الناس أننا إذا أردنا حقا القضاء على شيء ما فلا بد أن نركز عليها ما الجدوى التي قد نحققها في منح المشكلة المحددة كل طاقتنا بدلا من أن نركز على الثقة والحب والعيش في رخاء والتعليم أو السلام كانت الأم تريزا شخصية ذكية لقد قالت لم أحضر أبدا تظاهرة مناهضة للحرب ولكن إذا كانت لديكم تظاهرة من أجل السلام ادعوني لقد كانت تعلم كانت تفهم السر وانظر إلى ما حققته في العالم جاك كانفيلد إذا كنت من مناهض الحرب كن داعيا للسلام بدلا من ذلك إن كنت من مناهض الجوع كن داعيا لحصول الناس على ما يزيد عن كفايتهم لتناوله إذا كنت مناهضا لسياسي بعينه شجع منافسه غالبا ما تكون نتائج الانتخابات لصالح الشخص الذي يرفضه الناس حقا لأنه يحصل على كل الطاقة وكل التركيز كل شيء في العالم يبدأ من فكرة واحدة الأشياء والأحداث الأكبر حجما تصير أكبر لأن المزيد من الناس يمنحون أفكارهم لها بعد أن تظهر وتلك الأفكار والعواطف تبقي على هذه الأحداث في وجودنا وتجعلها أكبر حجما وإذا خلصنا عقولنا منها وركزنا بدلا من ذلك على الحب فإنها لن توجد سوف تتبخر وتتلاشى تذكر وهذه واحدة من أصعب الجمل على الفهم وأكثرها روعة لذلك تذكر أنه بصرف النظر عن مقدار الصعوبة بصرف النظر عن المكان بصرف النظر عن المبتلى ليس لديك مريض إلا نفسك ليس لديك شيء لتقوم به إلا إقناع نفسك بالحقيقة التي ترغب أن تراها متجسدة شارلز هانيل لا بأس من ملاحظة ما لا تريده لأن هذا يمنحك شيئا معاكس تقول عنه هذا ما أريده لكن الحقيقة هي أنك كلما تحدثت بشأن ما لا تريد أو تحدثت عن مدى سوءه أو قرأت حول ذلك طيلة الوقت ومن ثم تقول كم هو بشع ومروع فإنك هكذا تصنع المزيد منه جاك كانفيلد ليس بوسعك أن تمد يد العون للعالم بتركيزك على الأشياء السلبية فعندما تركز على الأشياء السلبية للعالم فإنك لا تضيف إليها وحسب وإنما تجلب المزيد من الأشياء السلبية إلى حياتك في الحين نفسه عندما تظهر الصورة بشيء لا تريده فإنه دورك لتغير من تفكيرك وتبث إشارة جديدة ولو كان موقفا دوليا فلست بعاجز أو معدوم الحيلة فلديك كل القدرة ركز على كل شخص مبتهج ركز على الوفرة في الطعام امنح أفكارك الفعالة لما تريده لديك القدرة على منح الكثير للعالم من خلال بث مشاعر الحب والسلامة بغض النظر عما يجري من حولك في أوقات عديدة للغاية يقول لي الناس حسنا يا جيمس لابد أن أتزود بالمعلومات الضرورية ربما لابد علينا أن نتزود بالمعلومات الضرورية ولكن لسنا مضطرين لأن تغمرنا المعلومات في فيضها جيمس رأي عندما اكتشفت السر اتخذت قرارا بألا أشاهد نشرة الأخبار أو أقرأ الصحف بعد ذلك لأن هذا لا يحمل لي شعورا طيبا لا يمكن أن نلوم الخدمات الإخبارية والصحف على أي نحو لإذاعة الأخبار السيئة ولكن كمجتمع عالمي فإننا مسؤولون عن ذلك فنحن نشتري المزيد من الصحف عندما تتصدر العناوين مأساة ضخمة وترتفع معدلات مشاهدة القنوات الجديدة لتصل للسماء حين تقع كارثة وطنية أو عالمية وهكذا فإن الخدمات الإخبارية والصحف تقدم لنا المزيد من الأنباء السيئة لأننا كمجتمع نقول إننا نريد ذلك الإعلام مجرد نتيجة ونحن السبب إنه محض قانون الجذب في حيز التطبيق الخدمات الإخبارية والصحف سوف تغير ما تقدمه لنا عندما نبث نحن إشارة جديدة ونركز على ما نريد تعلم أن تصير هادئا وأن تشيح انتباهك بعيدا عما لا تريد وضع انتباهك على ما تتمنى أن تعيشه فالطاقة تتدفق حيث يوجد الانتباه مايكل بيرنرد بيكوث فكر بحق وسوف تكون أفكارك هي غذاء مجاعات العالم هل بدأت ترى القدرة الغير العادية التي لديك في هذا العالم فقط من خلال وجودك وعندما تركز على الأمور الطيبة فإنك تشعر شعورا طيبا وتجلب المزيد من الأشياء الطيبة إلى العالم وفي الوقت نفسه فإنك تجلب المزيد من الأشياء الطيبة إلى حياتك عندما تشعر بشعور طيب فإنك تصلح حياتك وكذلك تصلح العالم القانون صارم في عمله أقول على الدوام إنه حين يصير كل من الصوت والرؤية بداخلك أعمق وأوضح وأعلى صوتا من الآراء التي بالخارج فإنك عندئذ تكون قد سيطرت على حياتك الدكتور جون دي مارتيني ليست مهمتك هي تغيير العالم أو تغيير الناس المحيطين بك إنما مهمتك هي أن تسير مع الطيار المتدفق بداخل الكون وأن تمجده بداخل العالم الذي يوجد ليزا نيكولاس أنت سيد حياتك والكون مسخر لإطاعة أوامرك لا تكن مستسلما للصور التي ظهرت أمامك إذا لم تكن هي ما تنشده تحمل المسئولية عنها استخف بها وتخلى عنها فكر بأفكار جديدة حول ما تريده استشعرها وكن ممتنا لتحققها الكون يتسم بالوفرة أحد الأسئلات التي تطرح علي طيلة الوقت هو ماذا لو أن كل الناس استخدموا السر وتعاملوا جميعا مع الكون بوصفه كتالوجا ألن تستنفذ موارده ألن يهرع الجميع إليه حتى يفرغ الرصيد الدكتور جوهيت هالا الشيء الجميل بشأن تعليم السر هو أن هناك أكثر مما فيه الكفاية لسد احتياجات الجميع فمت كذبة تعمل عمل الفيروس بداخل عقل الإنسانية وتلك الكذبة هي ليس هناك ما يكفي من الخير للجميع هناك نقص وهناك حدود وقيود ولا يوجد ما يكفي الجميع وتجعل تلك الكذبة الناس يعيشون في الخوف والجشع والحقد وتلك الأفكار الخاصة بالخوف والجشع والحقد والنقص تصير هي الواقع الذي يعيشونه وهكذا يتناول العالم قرصا يدفع به إلى كابوس والحقيقة هي أن هناك أكثر من الكفاية من الخير وأكثر مما يكفي من الأفكار الإبداعية وأكثر مما يكفي من الطاقة ومن الحب أكثر مما يكفي من البهجة وهذا كله يبدأ في التدفق إلى العقل الذي يدرك طبيعته غير المحدودة معنى أن تعتقد بأنه ليس هناك ما فيه الكفاية هو أن تنظر نحو الصور الخارجية وتظن أن كل شيء ينبع من الخارج وحين تفعل ذلك ستصير في أغلب الأوقات لا ترى إلا النقص والقيود والقصور إنك تعلم الآن أنه لا شيء يأتي إلى الوجود من الخارج وأن كل شيء يأتي أولا من التفكير والشعور به من الداخل عقلك هو القوة الإبداعية لكل الأشياء وهكذا كيف يمكن أن يكون هناك أي نقص أو افتقار إنه أمر مستحيل إن قدرتك على التفكير غير محدودة وبالتالي فإن الأشياء التي يمكنك إيجادها عن طريق التفكير غير محدودة كذلك وهكذا هو الحال بالنسبة للجميع فعندما تعلم هذا حقا فإنك بذلك تفكر بعقل يعلم طبيعته التي لا تحدها قيود ولا حدود كل معلم عظيم ولد على وجه الأرض قد أخبركم أن الأصل في الحياة هو الوفرة وسعة الخير جيمس راي جوهر هذا القانون هو أنك لا بد أن تفكر تفكيرا يتسم بالوفرة ويتمحور حولها أن ترى هذه الوفرة وتشعر بها وتؤمن بها لا تسمح لأي فكرة تخص النقص والافتقار أن تمر إلى عقلك روبرت كولير وهكذا فحين نعتقد أن الموارد تتناقص نجد موارد جديدة يمكنها أن تحقق الأمور ذاتها جون أسراف تعد القصة الحقيقية لفريق عمل شركة بيلز بويل تعد مثالا ملهما لقوة العقل البشري على العثور على الموارد كان قد تم تدريب مدراء شركة بيلز ناتشورل انيرجي ليميتد على يد الشهير الدكتور توني كوين المتخصص في التدريب السايكولوجي الإنساني ومن خلال تدريب الدكتور كوين على استخدام قوة العقل صار المدراء على ثقة من أن صورتهم الذهنية لتحويل بيلز إلى شركة إنتاج بترول ناجحة سوف تصبح حقيقة واتخذوا خطوة شجاعة إلى الأمام قدما للتنقيب عن البترول في مرصد أسباني وخلال عام واحد قصير تحول حلمهم ورؤيتهم إلى حقيقة وقد اكتشفت الشركة بترولا من أجود الأنواع وبكميات وفيرة في المكان نفسه الذي أخفقت الشركات الأخرى في العثور فيه على أي كمية صارت شركة بيلز شركة إنتاج بترول لأن فريق عمل غير عادي آمن أفراده بالقدرة غير المحدودة لعقولهم لا شيء محدود لا الموارد ولا أي شيء آخر لكن العقل الإنساني فقط يعتقد ذلك عندما تتفتح عقولنا على القدرة الإبداعية غير المحدودة سوف نستدعي الوفرة ونرى ونعيش عالما جديدا كليا حتى لو قلنا إن لدينا قصورا وافتقارا فذلك لأننا لا نوسع من آفاقنا لرؤية كل ما يحيط بنا الدكتور جون دي مارتيني أعلم أنه حينما يبدأ الناس في العيش من صميم أفئدتهم ويسعون صوب ما ينشدون فإنهم لا يسعون وراء الأشياء نفسها وهنا يكمن جمال الأمر فلسنا جميعا نرغب في امتلاك سيارات بي ام دابليو ولا نريد جميعا الارتباط بالشخص نفسه ولا نريد جميعا أن نعيش نفس التجارب والخبرات لا نريد جميعا ارتداء الملابس نفسها الدكتور جوبيتال أنت هنا فوق هذا الكوكب المبارك السعيد وتحظى بهذه القدرة الرائعة من أجل أن تصنع حياتك ما من حدود أمام ما تستطيع أن تصنعه لنفسك ذلك لأن قدرتك على التفكير ليس لها حدود ولكنك لا تستطيع أن تصنع حياة الأشخاص الآخرين بدلا منهم ولا يمكنك أن تفكر بدلا منهم وإذا ما حاولت أن تفرض آراءك على الآخرين فلن تجذب إليك إلا القوى المماثلة لهذا لذا دعي الآخرين يصنعون حياتهم التي ينشدونها هناك ما يكفي للجميع إذا آمنت بذلك ورأيته وتصرفت انطلاقا منه فسوف يتجلى أمامك تلك هي الحقيقة مايكل بيرنارد بيكويف إذا كان ينقصك أي شيء إذا سقطت فريسة للفقر أو المرض فذلك لأنك لا تؤمن أو لا تفهم القدرة التي تحظى بها ليست المسألة هي ما منحه لك الخالق فهو يمنح كل شيء لجميع الناس روبرت كولر يقدم الخالق كل الأشياء لكل الناس من خلال قانون الجذب إنك تمتلك القدرة على اختيار ما تريد أن تعيشه ألا تريد أن يكون هناك ما يكفي لك وللجميع؟ اختر ذلك إذا واعلم أن هناك وفرة من كل شيء هناك الكثير من الأمور الرائعة لدى كل منا القدرة على اللجوء إلى ذلك المدد الخفي غير المحدود من خلال أفكارنا ومشاعرنا وكذلك جلبه إلى حياتنا فاختر لنفسك إذا لأنك الشخص الوحيد الذي يستطيع هذا كل شيء تريده كل البهجة الحب الوفرة السعة النعمة كل هذا موجود جاهز لكي تحكم عليه قبضتك وعليك أن تصير شديد التوقي إليها وعليك أن تكون واعيا قاصدا وحين تعقد النية وتحث السعي نحو مقصدك سوف تجد في الكون كل شيء تكون قد رغبت فيها تعرف على الأشياء الجميلة والرائعة من حولك باركها وأثن عليها وعلى الجانب الآخر فإن الأشياء التي لا تمضي حاليا على النحو المنشود بالنسبة لك لا تنفق طاقتك في الانتقاد والشكوى منها اعتز بكل شيء تريده بحيث تحصل على المزيد منه ليزا نيكولاس إن كلمات ليزا الحكيمة بأن تبارك وتثني على الأشياء المحيطة بك تقدر وزنها بميزان الذهب بارك وأثني على كل شيء في حياتك فحين تمتن أو تبارك تكون على التردد الأسمى للحب فقد استعان رجال الدين بهذه المباركة لتحقيق الصحة والثروة والسعادة لقد علموا قدرة المباركة وللأسف لا يستعين معظم الناس بكلمة المباركة إلا في مناسبات محدودة وهكذا لا يستخدمون إحدى أعظم القوى لمصالحهم ورخائهم وتعرف بعض القواميس المباركة على أنها طلب الخير الإلهي ومنح السلامة أو الرخاء وهكذا فلتبدأ الآن في طلب المباركة في حياتك وبارك كل شيء وكل شخص إنك حين تثني على شخص ما أو شيء ما فإنك تمنح الحب وعندما تبث ذلك التردد الهائل سوف يعود إليك مضاعفا مئة مرة الثناء والمباركة يذهبان بكل السلبية فأثني وبارك أعدائك فعندما تلعن أعدائك ترتد اللعنة إليك وتؤذيك وإذا ما أثنيت عليهم وباركتهم سوف تبدد كل السلبية والخلاف وسوف يعود إليك الحب الخاص بالثناء والمباركة وعندما تثني وتبارك ستشعر بنفسك تتحول إلى تردد جديد ومعه المردود الخاص بالمشاعر الطيبة أغلب قادة الماضي فاتهم جزء عظيم من السر وهو دعم ومشاركة الآخرين هذا هو أفضل وقت يمكن العيش فيه عبر التاريخ كله إنه أول وقت اكتسبنا فيه القدرة على المعرفة بمنتهى السهولة والبساطة الدكتور دينيس ويتلي بهذه المعرفة تصير مدركا لحقيقة العالم وحقيقة نفسك أعظم ما اكتشفته فيما يخص السر حول موضوع العالم ينبع من تعاليم روبرت كولر وبرينتيس ميلفورد وشارلز هانيل ومايكل بير مارد بيكويف فقد وصلنا بذلك الفهم إلى الفرية التهمة أرجو حقا أن تستطيع الوصول إلى موضع تلك الفرية نفسها إذا استطعت فعندئذ سوف تستطيع من خلال وجودك وقوة أفكارك أن تجلب أعظم خير لهذا العالم ولمستقبل الإنسانية كلها السر في نقاط مجزة ما تقاومه سوف تجذبه لأنك تركز تركيزا قويا عليها بمشاعرك لكي تغير أي شيء اتجه إلى داخلك وقم ببث إشارة جديدة بأفكارك ومشاعرك لا تستطيع مد يد العون للعالم بالتركيز على الأمور السلبية فعندما تركز على أحداث العالم السلبية فإنك تضيف إليها ليس هذا وحسب لكنك أيضا تجلب المزيد من الأمور السلبية إلى حياتك أنت بدلا من التركيز على مشكلات العالم امنح انتباهك وطاقتك للثقة والحب والوفرة والعلم والسلام لن تنفد الأشياء الطيبة أبدا من بين يديك لأن هناك أكثر من الكفاية للجميع والحياة من طبيعتها السخاء والوفرة لديك القدرة على أن تلقى إلى المخزون الذي لا ينضب عبر أفكارك ومشاعرك وتجليبه إلى تجاربك في الحياة بارك واعتز بكل شيء في العالم وسوف تبدد الطاقة السلبية والخلافة والتشاح وسوف تتحالف مع التردد الأسمى ألا وهو الحب السر لاكتشاف نفسك عندما ننظر حولنا وحتى حين ننظر نحو أجسادنا فما نراه ليس سوى قمة الجبل الجليدي الدكتور جون هادلين فكر في هذا لمدة دقيقة انظر إلى يدك إنها تبدو صلبة لكنها ليست كذلك فإن وضعتها تحت مجهر دقيق سوف ترى كتلة هائلة من طاقة متذبذبة بوب ركتور كل شيء مكون من المادة نفسها سواء كان ذلك يدك أم المحيط أم نجم من النجوم جون أسراف كل شيء هو طاقة ودعني أساعدك على فهم ذلك قليلا هناك الكون مجرتنا كوكبنا ثم هناك الأفراد ثم هناك بداخل هذا الجسد أنظمة وأجهزة وأعضاء ثم هناك الخلايا ثم الجزيئات ثم الضرهات ثم هناك الطاقة وهكذا هناك الكثير من المستويات يمكن التفكير بشأنها لكن كل شيء في الكون هو طاقة الدكتور جونسون عندما اكتشفت السر أردت أن أعلم ما أدركه كل من العلم والفيزياء فيما يخص هذه المعرفة وما تبينته كان مدهشا غاية الدهشة وأحد أكثر الأشياء إثارة بشأن العيش في هذا الزمن هو أن اكتشافات الفيزياء الكمية والعلم الجديد في تناغم تام مع تعاليم السر ومع ما قد عرفه جميع المعلمين العظام على مدار التاريخ لم أدرس قط العلوم الطبيعية أو الفيزياء خلال المرحلة الدراسية ومع ذلك حين قرأت كتبا معقدة عن الفيزياء الكمية فهمتها فهما تاما لأنني أردت أن أفهمها ساعدتني دراسة الفيزياء الكمية على أن أعظى بفهم أعمق للسر على مستوى الطاقة بالنسبة لمعظم الناس يترسخ معتقدهم عندما يرون التوافق التام بين معرفة السر ونظريات العلوم الجديدة دعني أشرح كيف تمثل أنت أكثر برج بث فعالية في الكون بتعبيرات بسيطة كل الطاقة تتذبذب في شكل تردد وبوصفك نوعا من الطاقة فإنك تتذبذب كذلك في شكل تردد وما يحدد ترددك في أي وقت هو ما تفكر فيه مهما كان وما تشعر به مهما كان كل الأشياء التي تريدها مصنوعة من الطاقة وهي ذات ذبذبة أيضا كل شيء هو طاقة وإليك عنصر التعجب عندما تفكر بشأن ما تريد وتبث ذلك التردد فإنك تجعل طاقة ما تريده تتذبذب على ذلك التردد وتجذبه نحوك وعندما تركز على ما تريد فإنك تغير من ذبذبة الضرات الخاصة بذلك الشيء وتؤدي إلى أن يتذبذب نحوك والسبب في أنك أكثر برد بثفة عالية في الكون هو لأنك لديك القدرة على تركيز طاقتك عبر أفكارك وتحويل الذبذبات التي تركز عليها مما يجذبها عندئذ إليك عندما تفكر بشأن تلك الأشياء الطيبة التي تريدها وتشعر بها فإنك تحول نفسك في الحال إلى ذلك التردد مما يؤدي بطاقة كل تلك الأشياء للتذبذب نحوك وتظهر في حياتك يقول قانون الجذب إن الشبيه يجذب شبيهه إنك مغناطيس طاقة فإنك تشحن كل شيء ترغبه كهربيا وتشحن نفسك كهربيا نحو كل شيء تريده ينظم الإنسان طاقته المغناطيسية لأن ما من أحد غيره يستطيع أن يفكر أو يشعر نيابة عنه والأفكار والمشاعر هي التي تخلق تردداتنا قبل حوالي مئة عام وبدون المعرفات التي انبثقت من جميع الاكتشافات العلمية التي تمت في المئة عام الأخيرة كانت شارلز هانيل يعلم كيف يعمل الكون العقل الكوني ليس مجرد ذكاء وحسب لكنه مادة وهذه المادة هي القوة الجاذبة التي تضم الإلكترونات معا بقانون الجذب بحيث تكون الضرات والضرات بدورها تجتمع معا بالقانون نفسه وتكون الجذيئات الجذيئات تتخذ أشكال ملموسة وهكذا نجد أن القانون هو القوة المبدعة وراء كل ظاهرة مرئية لنا ليس فقط بالنسبة للضرات ولكن بالنسبة للعوالم والكون ولكل شيء يمكن للخيال أن يكون منه أي شيء مفهوم شارلز هانيل لا أعبأ بأي مدينة تعيش فلديك قدرة كافية في جسدك وطاقة محتملة لإنارة المدينة بكاملها قرابة أسبوع بوب روكتور لكي تصير وعيا بهذه القدرة يجب أن تصير سلكا كهربيا تسليبه الطاقة الكون هو سلك كهربي يحمل الطاقة الكافية لتجسيد كل موقف في الحياة لكل شخص حين يلمس العقل الفردي العقل الكوني فإنه يتلقى كل قواه شارلز هانيل يعرف معظم الناس أنفسهم بهذا الجسد المحدود لكنك لست جسدا محدودا حتى تحت ميكروسكوب فإنك تظهر كمجال للطاقة وما نعلمه عن الطاقة هو هذا إنك تمضي إلى أحد علماء الفيزياء الكمية وتسأله مما يتكون العالم فيجيبك قائلا يتكون من الطاقة فتسأله أنت بدورك حسنا فلتصف الطاقة وسوف يجيبك حسنا الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولا طالما كانت كذلك كل شيء وجد ذات مرة يوجد دائما ويظل ينتقل من شكل إلى شكل وهكذا فإذا كنت تعتقد أنك لست سوى هذه الحلة البدنية الفانية فأعد التفكير أنت كائن روحي إنك مجال طاقة تعيش في مجال أوسع من الطاقة جيمس راي كيف يمكن لكل هذا أن يجعلك كائنا روحيا بالنسبة لي فإن إجابة ذلك السؤال أحد أهم أجزاء تعاليم السر وأكثرها مغزى إنك طاقة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث الطاقة تغير شكلها وحسب وهذا ينطبق عليك هذا هو جوهرك الحقيقي طاقتك الخاصة لطالما وجدت دائما وسوف توجد إلى الأبد لا يمكن أبدا أن لا توجد على مستوى عميق أن تتعلم ذلك هل يمكنك أن تتخيل عدم وجودك فعلى الرغم من كل شيء قد رأيته وعشته في حياتك هل يمكنك تخيل عدم وجودك لا يمكنك تخيل ذلك لأنه مستحيل إنك طاقة أبادية العقل الكوني الواحد الميكانيكا الكمية تؤكد ذلك وعلم الكون الكمي يؤكد ذلك وهما يؤكدان أن الكون بزغ في الأساس من الفكر وكل هذه المادة المحيطة بنا هي فقط فكر مترسب وبشكل مطلق فإننا منبع الكون وعندما نفهم هذه القوى التي نمتلكها من خلال التجارب الحياتية فإننا نبدأ في ممارسة سلطاتنا ونبدأ في تحقيق المزيد مما نرجوها اصنع أي شيء اعلم أن أي شيء من داخل مجال إدراكنا هو في نهاية الأمر مستقى من الوعي الكوني الذي يدير كل ما في حياتنا وهكذا فعلى حسب طريقة استخدامنا لتلك القدرة إيجابيا أو سلبيا يكون شكل الجسد بالنسبة للصحة ويكون شكل البيئة التي نصنعها إذن نحن نستطيع تشكيل وتغيير حياتنا وليس فقط حياتنا وإنما يمكننا أن نغير شكل الكون كله وهكذا فما من حدود للقدرة الإنسانية إنها الدرجة التي نسخر فيها طاقتنا وقدرتنا وذلك ما يجب أن يحدث من جديد مع المستوى الذي نفكر عنده الدكتور جون هاجلين قام بعض المعلمين والعلماء العظام بوصف الكون بالطريقة نفسها التي وصفها الدكتور هاجلين بقولهم إن ما يحكم الكون وكل ما فيه هو قدرة الخالق وليس ثمة موضع لا يوجد به القدرة الإلهية والطاقة الكونية تستمد قوتها من الله وهي تمثل الذكاء والحكمة والمثالية التامة دعني أساعدك على فهم معنى ذلك بالنسبة لك معناه أن كل احتمال وإمكانية محلها العقل كل معرفة كل الاكتشافات وكل اختراعات المستقبل توجد في العقل الكوني كاحتمالات بانتظار العقل الإنساني لسحبها قدما كل إبداع وابتكار في التاريخ قد تم سحبه من العقل الكوني سواء كان الشخص عالما بذلك عن وعي وقصد أم لا كيف تستفيد من العقل الكوني؟ تقوم بذلك من خلال وعيك به وباستخدام خيالك الرائع انظر حولك بحثا عن الاحتياجات التي تنتظر تلبيتها تخيل لو أن لدينا اختراعا عظيما للقيام بهذا ابحث عن الاحتياجات ثم تخيل وفكر في جلب طرق تلبيتها للوجود ليس عليك أن تتوصل إلى الاكتشاف أو الاختراق فذلك بيد الخالق إن كل ما عليك أن تقوم به هو أن تسلط كل تفكيرك على النتيجة النهائية وتتخيل تلبية الاحتياج وسوف تدعوها للوجود وعندما تطلب وتشعر وتصدق فسوف تتلقى ما تنشده ثم تمخزون غير محدود من الأفكار ينتظر لجوءك إليه واستدعاءه إنك تحتفظ بكل شيء في وعيك الكيان الإلهي هو الحقيقة الوحيدة شارلز فيلمور إننا جميعا متصلون نحن فقط لا نرى هذا فلا يوجد شيء بالخارج وشيء بالداخل كل هذا في الكون متصل إنه مجال طاقة واحد جون أسرف وعلى هذا فأيا تكون الطريقة التي تنظر بها للأمر تبقى النتيجة هي نفسها إننا كيان واحد جميعنا متصلون جميعنا جزء من مجال طاقة واحد أو عقل كوني واحد أو وعي واحد أو منبع واحد سمه ما شئت من أسماء لكننا جميعا هذا الكيان إذا فكرت بشأن قانون الجذب الآن من ناحية كوننا جميعا كيانا واحدا فسوف ترى كماله المطلق سوف تفهم سبب أن أفكارك السلبية بشأن شخص ما سوف تعود وحسب لتؤذيك ذلك لأننا شيء واحد لا يمكن لك أن تتأذى ما لم تدعو الأذى للوجود عن طريق بث تلك الأفكار والمشاعر السلبية لقد منحت إرادة حرة لكي تختار ولكن حينما تفكر أفكارا سلبية وتحس بمشاعر سلبية فإنك تفصل نفسك بهذا عن الخير الواحد والكلي فكر بشأن كل عاطفة سلبية توجد وسوف تكتشف أن كل واحدة منها تقوم على الخوف إنها تنبع من أفكار الانفصال ومن رؤية نفسك منفصلا عن الآخر والتنافس مثال الانفصال أولا حينما تكون لديك أفكار منافسة فإنها تنبع من عقلية تعاني قصورا فهذا معناه كما لو أنك تقول إن هناك مددا محدودا كما لو أنك تقول إنه لا يوجد ما يكفي للجميع وهكذا فيجب أن نتنافس ونتقاتل للحصول على الأشياء وعندما تتنافس لا يمكنك أن تفوز مطلقا حتى ولو اعتقدت أنك قد فوزت وفقا لقانون الجذب فعندما تنافس فسوف تجذب العديد من الأشخاص والظروف لتنافسك في كل منحة من مناح حياتك وفي النهاية سوف تخسر إننا جميعا كيان واحد وهكذا فحينما تنافس فإنك تنافس نفسك عليك أن تقصي المنافسة خارج عقلك وتصير عقلا خلاقا مبتكرا ركز وحسب على أحلامك على رؤاك وقم بصد كل منافسة خارج حياتك الكون هو المعين الذي لا ينضب من كل شيء كل شيء ينبع من الكون ويصل إليك عبر الناس والظروف والأحداث عن طريق قانون الجذب فكر في قانون الجذب بوصفه قانون الدعم إنه القانون الذي يتيح لك أن تأخذ من المؤونة غير المحدودة حين تبث تردد المثالي لما تريد فإن كل ما هو مثالي ومناسب من أشخاص وظروف وأحداث سوف ينجذب إليك إنما يمنحك الأشياء التي ترغبها ليس الأشخاص وإذا استمسكت بذلك الاعتقاد الخاطئ سوف تعيش الافتقار لأنك تنظر إلى العالم الخارجي وإلى الأشخاص كمصدر للمدد والدعم غير أن الدعم الحقيقي هو المجال الخفي الذي لا تراه والذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى كل ما تلقيت أي شيء تذكر أنك قد جذبته إليك عن طريق قانون الجذب وعن طريق وجودك على التردد المتناغم مع الدعم الكوني إن الذكاء الكوني يسري في كل شيء في الناس والظروف والأحداث ليمنحك ما ترجوه لأن ذلك هو القانون غالبا ما نصاب بالتشوش بالشيء الذي يدعى جسدنا أو كياننا المادي ذلك الجسد يقيد روحك وروحك كبيرة لدرجة أن تملأ غرفة إنك تتحلى بروح لا تموت أنت قبس من روح الله التي بثها في آدم أب البشر وخلقك في أحسن تقويم ليزا نيكولاس وفقا للأديان والكتب المقدسة يسعنا أن نقول إننا خلقنا على الصورة التي أرادها الله لنا ويمكننا أن نقول إننا وسيلة أخرى من خلالها يدرك الكون الذاته ويمكننا أن نقول إننا المجال غير المحدود للإمكانية مطلقة الصراح وكل هذا سيكون صحيحا مايكل بيرنرد بيكويف أنت قبس من روح الله أنت روح تلبست لحما ودما أنت حياة أبدية تكتشف ذاتها في صورتك أنت كيان كوني أنت صاحب قدرة مطلقة حكمة ليس لها حدود وذكاء لا نهائي أنت تجسيد للمثالية والروعة أنت صانع شخصيتك ومصيرك على هذا الكوكب كل تراث ديني يخبرك بأنك خلقت في أحسن تقويم وأن الله أكرمك وفضلك على سائر مخلوقاته مما يعني أن لديك تصريحا إلهيا وقدرة سماوية لتصنع عالمك وتصنع ذاتك لعلك قد صنعت أشياء حتى هذه النقطة تتسم بالروعة والقيمة بالنسبة إليك ولعلك لم تفعل والسؤال الذي أود منك أن تتأمله هل النتائج التي توصلت إليها في حياتك هي ما تريده حقا؟ وهل هي ذات قيمة واستحقاق بالنسبة لك؟ إذا لم تكن ذات قيمة بالنسبة لك ألم يأتي الأوان الآن لتغييرها؟ لأنك لديك القدرة على القيام بذلك جيمس راي كل قدرة تأتي من الداخل وبالتالي فهي تحت السيطرة روبارت كولين الكثير من الناس يشعرون وكأنهم ضحايا في الحياة وسوف يشيرون في الغالب إلى أحداث ماضية ربما من قبيل النشأة مع والد قاس أو مع أسرة مفككة يعتقد أغلب علماء النفس أن نسبة 85% تقريبا من الأسر مفككة هكذا يمكنك أن ترى أنك لست وحدك في هذا الأمر أبوايا كان مدمنين للكحليات أبي كان يؤذيني أمي انفصلت عنه حين كان عمري في السادسة أقصد أن تلك تقريبا هي القصة التي يرددها كل شخص بصيغة أو بأخرى والسؤال الحقيقي هو ما الذي سوف تقوم به الآن ما الذي تختاره الآن لأنه إما أن تواصل التركيز على تلك القصة وإما أن تستطيع أن تركز على ما تريده وحين يبدأ الناس التركيز على ما يريدونه فما لا يريدونه يسقط ويختفي وما يريدونه هو ما يتوسع ويمتد جاك كانفيلد إن الشخص الذي يوجه عقله تجاه الجانب المظلم من الحياة والذي يعيش مرارا وتكرارا حالات سوء الطالع والخسران وخيبة الأمل التي تنتمي للماضي فإنه يدعو ويطلب حالات شبيهة للمستقبل فعندما لا ترى شيئا سوى سوء الطالع في المستقبل فإنك تدعو وتبتهل من أجل سوء الطالع هذا فسوف يتحقق بكل تأكيد برينتيس مالفورد إذا استعدت أحداث حياتك وركزت على المصاعب التي تنتمي للماضي فإنك تجلب فقط المزيد من الظروف الصعبة إليك الآن تخلى عن ذلك كله بصرف النظر عما يكون افعل ذلك من أجل نفسك إذا حملت ضغينة أو لوما تجاه شخص ما على شيء حدث فيما مضى فإنك تؤذي نفسك وحسب أنت الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يصنع الحياة التي تستحقها إذا ما ركزت قصدا أو عمدا على ما تريد وعندما تبدأ في بث مشاعر طيبة فإن قانون الجذب سوف يستجيب إن كل ما عليك أن تقوم به هو أن تبدأ وعندما تفعل فسوف تطلق السحر وتحرره أنت مصمم مصيرك أنت المؤلف أنت كاتب القصة القلم بين أصابعك والمحصلة هي ما تختاره أنت ليزا نيكولاس الشيء الجميل بخصوص قانون الجذب هو أنك تستطيع أن تبدأ من حيث أنت وأن تبدأ بالتفكير تفكيرا حقيقيا يمكنك أن تبدأ في توليد شعور بداخلك يتسم بالتناغم والسعادة وسوف يبدأ القانون في الاستجابة لذلك مايكل بيرنرد بيكوث الآن سوف تبدأ بتبني معتقدات مختلفة من قبيل هناك ما يزيد عن الكفاية في الكون أو تقول لنفسك بثقة إنني لا أتقدم في العمر بل أصير أكثر شبابا نستطيع أن نصنع ذلك على النحو الذي نريده باستخدام قانون الجذب الدكتور جوبيتال تستطيع أن تحرر نفسك من النماذج المتوارثة والقواعد الثقافية والمعتقدات الاجتماعية وتثبت لنفسك أن الطاقة والقدرة التي بداخلك وهي أعظم قدرا من المقدرة التي بداخل العالم مايكل بيرنرد بيكوث قد تفكر هكذا حسنا هذا لطيف جدا لكن لا أستطيع القيام بهذا أو إنها لن تسمح لي بالقيام بذلك أو ليس لدي ما يكفي من المال للقيام بذلك أو لست ثريا بما يكفي للقيام بذلك أو لست 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 كلمة لست في حد ذاتها إبداع الدكتور فريد ألان وولف حاول أن تصير منتبها حين تقول لست وفكر بشأن ما تصنعه عندما تقول ذلك ثمت رؤية قوية شاركنا بها الدكتور وولف وقد استند إليها جميع المعلمين العظام وهي خاصة بقوة عبارة إنني حين تقول إنني فإن العبارات التي تتبعها تستدعي الخلق بقوة طاغية لأنك تعلنها لتكون حقيقة إنك تصوقها بنبرة يقين وهكذا فعل الفور بعد أن تقول إنني مرهق أو إنني مفلس أو إنني مريض أو إنني متأخر أو إنني زائد الوزن أو إنني عجوز فإن الجنية يقول أوامرك مطاعة بمعرفتك هذا ألن تكون فكرة طيبة أن تبدأ باستخدام العبارة الأكثر فاعلية وهي إنني وهذا لصالحك الخاص ماذا لو قلت إنني أتلقى كل شيء طيب إنني سعيد إنني في سعة ووفرة إنني معافى صحيا إنني محب إنني دائما أصل في موعد المحدد إنني أتمتع بشباب أبدي إنني مفعم بالطاقة كل يوم يزعم شارلز هانيل في كتابه The Master Key System أن فمت عبارة تأكيدية تشتمل على كل شيء يرغبه الإنسان وأن هذه العبارة سوف توفر كل الظروف المواتية لجلب كل الأشياء ويضيف وسبب هذا هو أن هذه العبارة على صلة وثيقة بالحقيقة وحين تظهر الحقيقة فإن كل شكل من الخطأ أو الشقاق لا بد أن يختفي بالضرورة العبارة هي كالتالي إنني متكامل تام قوي قادر محب منسجم وسعيد وإذا كان استقطاب ما تريده من عالم الخيال إلى عالم الواقع يبدو لك عملا مجهدا فانظر إلى ما تريده كحقيقة مطلقة فهذا سوف يحقق ما تريد بسرعة الضوء في الثانية التي تطلبه فيها إنها لحقيقة في المجال الروحي الكوني وهذا المجال هو كل ما يوجد عندما تقتنع بشيء في عقلك كن واثقا أنه حقيقي وأنه ما من شك في إمكانية تحققه ليس هناك حدود أمام ما يمكن لهذا القانون أن يقوم به من أجلك فلتجرؤ على تصديق نموذك المثالي فكر فيه كما لو كان حقيقة منجزة بالفعل شارلز هانيل عندما أدخل هنري فورد رؤيته حول العربات ذات المحرك في عالمنا فقد تهكم عليه المحيطون به وظنوا أنه قد أصابه الجنون ويسعى وراء رؤية جنونية لكن هنري فورد كان يعرف أكثر كثيرا من الأشخاص الذين تهكموا عليها لقد اطلع على السر وعرف قانون الكون سواء اعتقدت أنك تستطيع شيئا أو اعتقدت أنك لا تستطيع فستجد أنك محق في الحالتين هنري فورد أتعتقد أنك تستطيع؟ تستطيع أن تحقق وتقوم بأي شيء تريد بهذه المعرفة؟ فيما مضى ربما تكون قد قللت من شأن مدى ذكائك حسنا إنك الآن تعرف أنك العقل الأسمى وأنك تستطيع أن تسحب أي شيء تريد من ذلك العقل الأسمى أي اختراع؟ أي إلهام؟ أي إجابة؟ أي شيء؟ تستطيع القيام بأي شيء تريده؟ إنك عبقري فذ فابدأ بترديد ذلك لنفسك وكن واعيا بما أنت عليه حقا هل ثمت أي حدود لهذا؟ كلا مطلقا إننا كائنات غير محدودة ليس لدينا سقف إن الإمكانيات والمواهب والقدرات والملكات الموجودة بداخل كل فرد يوجد على الكوكب هي غير محدودة مايكل بيرنرد بيكويف كن واعيا بأفكارك كل قدرتك تكمن في وعيك بتلك القدرة ومن خلال التشبث بتلك القدرة في وعيك يمكن لعقلك أن يكون أقرب إلى تيار متدفق بلا وجهة محددة وإذا لم تنتبه له يمكنه أن يأخذك إلى أفكار من الماضي ثم يقلك إلى أفكار حول مستقبلك تلك الأفكار التي تخرج عن نطاق السيطرة تشارك في الصنع هي الأخرى عندما تكون منتبها ومدركا فإنك تكون في الحاضر وتعلم ما الذي تفكر فيها لقد كسبت سيطرة على أفكارك وهنا تكمن كل قدرتك كيف إذن تصير أكثر انتباها وإدراكا إحدى الطرق هي أن تتوقف وتسأل نفسك ما الذي أفكر فيه الآن ما الذي أشعر به الآن اللحظة التي تسأل فيها تكون منتبها وواعيا لأنك قد استدعيت عقلك ثانية إلى اللحظة الحاضرة متى ما فكرت في هذا أعد نفسك من جديد للوعي باللحظة الحاضرة قم بهذا مئات المرات كل يوم لأن كل قدرتك تكمن بوعيك بها يلخص مايكل بيرنرد بيكوث يلخص الوعي بهذه القدرة حين يقول تذكر أن تتذكر صارت تلك الكلمات موضوع أغنية حياتك لمساعدة نفسي على أن أكون أكثر وعيا حتى أتذكر أن أتذكر فإنني أطلب من الله أن يمدني بإشارة تعيدني إلى الحاضر متى سرح عقلي في الماضي وهذه الإشارة قد تتمثل في سقوط شيء أو انطلاق جرس انظار أو ما شابه وكل تلك الإشارات تنذر بأنني صرحت بعقلي بعيدا وبالتالي تدفعني إلى العودة للحاضر عندما أتلقى تلك الإشارات أتوقف على الفور وأسأل نفسي ما الذي أفكر فيها ما الذي أشعر به هل أنا واعية وبالطبع في اللحظة التي أقوم فيها بذلك فإنني أكون واعية في اللحظة نفسها التي تسأل نفسك فيها إذا ما كنت واعيا تكون كذلك بالفعل تكون واعيا السر الحقيقي للقدرة هو الوعي بالقدرة شارلز هانيل وعندما تصير واعيا بقدرة السر وتبدأ باستخدامه فإن جميع أسئلتك ستجد أجوبتها وعندما تشرع في اكتساب فهم أعمق لقانون الجذب سيمكنك أن تتخذ من طرح الأسئلة عادة لك وحينما تفعل ذلك سوف تتلقى الإجابة على كل منها يمكنك أن تبدأ في استخدام هذا الكتاب لهذا الغرض نفسه إذا كنت تسعى لجواب حول شيء ما في حياتك اطرح سؤالا وصدق أنك سوف تتلقاه ثم افتح هذا الكتاب عشوائيا والمكان نفسه الذي ستفتح عنده الصفحات سيكون مرشدا لك وستجد فيه الإجابة التي تنشدها والحقيقة هي أن الله قد زودك من خلال الكون بكل الإجابات طوال حياتك لكنك لن تتمكن من تلقي الإجابات إلا إذا كنت واعيا بها كن منتبها بكل شيء حولك لأنك تتلقى الإجابات على أسئلتك في كل لحظة من لحظات اليوم إن القنوات التي يمكن أن ترد عبرها تلك الإجابات غير محدودة من الممكن أن تتمثل في صورة عنوان الصحيفة اليومية الذي يجذب انتباهك أو الاستماع بالمصعدفة لشخص يتحدث أو لأغنية في الراديو أو لافتة على شاحنة تمر أو تتلقى إلهاما مفاجئا تذكر أن تتذكر وكن منتبها لقد تبينت من حياتي ومن حياة الآخرين أننا لا نفكر بشيء طيب في أنفسنا ولا نحب أنفسنا حبا تاما وكاملا وعدم حبنا لأنفسنا من شأنه أن يبعدنا عما نريد وحين لا نحب أنفسنا فإننا ندفع الأشياء بعيدا عنا بكل تأكيد إن كل شيء نريده أيا كان يدفعه حافظ الحب معايشة مشاعر الحب في امتلاك تلك الأشياء الشباب المال الشريك المثالي المهنة المثالية الجسد المثالي الصحة المثالية ولكي نجذب الأشياء التي نحب لا بد أن نبث الحب ونرسله وسوف تظهر الأشياء في الحال الصعوبة تكمن فيما يلي فلكي تبث التردد الأسمى للحب عليك أن تحب نفسك ويمكن لذلك أن يكون عسيرا على الكثيرين إذا ركزت على الخارج وعلى ما تراه الآن فقد تضلل نفسك بهذا لأن ما تراه وتشعر به حيال نفسك الآن هو نتيجة معتدت التفكير فيه واعتقاده إذا لم تحب نفسك فإن الشخص الذي تراه الآن غالبا يكون ممتلئا بالهفوات وأوجه الكسور التي وجدتها في نفسك ولكي تحب نفسك تمام الحب عليك أن تركز على بعد جديد لشخصيتك عليك أن تركز على الحاضر بداخلك خذ دقيقة واجلس ثابتا ركز على شعور حضور الحياة بداخلك وعندما تركز على الحاضر سوف يبدأ في كشف ذاته أمام عينيك الحاضر هو الحالة المثالية لك هو ذاتك الحقيقية وعندما تركز على ذلك الحاضر وتشعر به وتحبه وتمتدحه سوف تحب نفسك تمام الحب ربما للمرة الأولى في حياتك في أي وقت تنظر فيه إلى نفسك بأعين منتقدة فلتحول تركيزك في الحال إلى الحاضر بداخلك وبالتالي سوف يكشف نفسه لك وعندما تفعل هذا فإن كل الهفوات والعيوب وأوجه القصور التي ظهرت في حياتك سوف تتفكك وتتلاشى لأن العيوب لا يمكن أن توجد في ضوء هذا الحضور وسواء كنت تريد استعادة نظرك القوي أو تشفى من مرض وتستعيد سلامتك البدنية أو أن تحول الفقر إلى سعة أو أن تقلب الشيخوخة لاستعادة الحيوية والعافية أو أن تتخلص من أي سلبية فلتركز على الحاضر ولتحب الحاضر الذي بداخلك وسوف يتجلى النموذج المثالي التهم الحقيقة المطلقة هي أن ضمير الأنا تام وكامل وأن ضمير الأنا الحقيقي روحي ولا يمكنه بالتالي أن يكون أقل من مثالية ولا يمكنه مطلقا أن يعتريه نقص أو قصور أو مرض شارلز هانيل السر في نقاط موجزة كل شيء هو طاقة إنك مغناطيس للطاقة وهكذا فإنك تشحن كهربيا كل شيء ترغبه وتشحن نفسك كهربيا إلى كل شيء تريده أنت كيان روحي أنت طاقة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم بل فقط تغير شكلها وبالتالي فإن الجوهر الصافي لك دائما ما كان موجودا ودائما ما سيكون يبزغ الكون من الفكر نحن لا نسمع فقط مصيرنا الخاص ولكن كذلك نسمع الكون هناك مؤونة لحدود لها من الأفكار متاحة لك كل المعرفة والاكتشافات والابتكارات موجودة في الكون باعتبارها احتمالات تنتظر العقل البشري لكي يسحبها ويحققها إنك تمتلك كل شيء في وعيك إننا جميعا متصلون ونحن جميعا كيان واحد تخلص من مصاعب الماضي قواعد الثقافة والمعتقدات الاجتماعية أنت الوحيد الذي يمكنه أن يصنع الحياة التي تستحقها الطريق المختصر لتحقيق رغباتك أن ترى ما تريد تحقيقه كحقيقة مطلقة إن قدرتك تكمن في أفكارك فابق منتبها بتعبير آخر تذكر أن تتذكر سر الحياة ليس هناك ما يدبرك على تحديد مقصدك ورسالتك في الحياة ليس هناك من يقول دانيال دونالد وولش شاب وسيم يعيش في مستهل القرن الحادي والعشرين وهو كذا وكذا وكل ما علي أن أقوم به هو أن أفهم حقا ما أقوم به هنا ولماذا أنا هنا وأن أجد طريقي وأتبين ما تبيته لي الظروف وأن أقاوم لكي أحقق ما أريده أنا وليس ما تريده لي الظروف نيل دونالد وولش مؤلف ومحاضر دولي ومعالج روحاني وهكذا فإن مقصدك وغايتك في الحياة هو من صنع يدك رسالتك في الحياة هي الرسالة التي تختارها لنفسك وسوف تكون حياتك ما تصنعه منها ولن يحل أي أحد محلك فيها لا الآن ولا في أي وقت آخر عليك أن تملأ اللوحة الخاص بحياتك بما تريده أيا كان فإذا كنت قد ملأته بأمتعة من الماضي تخلص منها وامحها تماما امح كل شيء في ماضيك لا يخدمك وكن ممتنا لأنه أوصلك لهذا المكان الآن وإلى بداية جديدة لديك صفحة جديدة وتستطيع أن تبدأ من جديد من هنا تحديدا ومن هذه اللحظة أوجد بهجتك وعشها اقتضى الأمر مني الكثير من السنوات لأصل إلى هذه النقطة ذلك لأنني نشأت على فكرة أن هناك شيئا ما يفترض بي أن أقوم به وإذا لم أكن أقوم به فإن المجتمع لن يكون راضيا عني حين فهمت حقا أن هدفي الأساسي كان شعور بالبهجة والعيش فيها بدأت عندئذ أقوم بتلك الأمور فقط التي تجلب لي البهجة ولدي مقولة أعتز بها وهي إذا لم ينطوي الأمر على متعة وبهجة فلا تقوم به جاك كونفيلد البهجة الحب الحرية السعادة الضحك ذلك هو كل ما يتطلبه الأمر وإذا ما شعرت بالبهجة في مجرد الجلوس والتأمل لمدة ساعة فهلما وقم به إذا ما وجدت البهجة في تناول شطيرة لحم مدخن فالتقم بذلك نيل دونالد وولش عندما أداعب كطة الأليفة أكون في حالة بهجة عندما أمشي وسط الطبيعة فإنني أكون في حالة بهجة وهكذا فإنني أريد باستمرار أن أضع نفسي في تلك الحالة وحين أفعل عندئذ يكون كل ما علي أن أفعله هو أن أنتوي الحصول على ما أريد وبالتالي يتجسد ما أريده ويتحقق جاك كونفيلد قم بالأشياء التي تحب والتي تجلب لك البهجة إذا لم تكن تعرف ما يجلب لك البهجة فلتسأل نفسك أين تكمن بهجتي وعندما تجدها التزم بها في البهجة ولا سوف يصب قانون الجذب عليك سيولا من كل ما يجلب البهجة سواء من أشخاص أو ظروف أو أحداث أو فرص في حياتك كل ذلك لأنك تشع بالبهجة إن السعادة الداخلية هي فعلا وقود النجاح الدكتور جون هاجلين كن سعيدا الآن اشعر بطيب الحال الآن ذلك هو الشيء الوحيد الذي يتعين عليك أن تقوم به ولو كان ذلك هو الشيء الوحيد الذي استفدته من قراءة هذا الكتاب فإنك قد تلقيت إذن الجزء الأعظم شأنا من السر أي شيء يحمل لك شعورا طيبا سوف يأتيك المزيد منه على الدوام إنك تقرأ هذا الكتاب الآن إنك أنت الذي جذبت هذا إلى حياتك وإنه خيارك أن تتناوله وأن تنتفع به وأن تشعر شعورا طيبا وإذا لم يكن يحمل لك شعورا طيبا فتخلى عنه إذن أو جد شيئا ما يحمل لك هذا شيئا يمس قلبك الدكتور الدكتور جون جراي لقد منحت لك معرفة السر وما تفعله انطلاقا منها شيء يرجع لك جملة وتفصيلا فأيا كان ما تختار لنفسك فهو صواب سواء اخترت أن تستخدمه أو اخترت أن لا تستخدمه لديك حرية الاختيار حين تتتبع صوت البركة والنعمة وتعيش في مساحة هائلة من البهجة فإنك تتقبل ثراء الكون سوف تكون متحمسا لتتقاسم حياتك مع هؤلاء الذين تحب وسوف تسري عدوى حماسك وفرحك منك إليهم ليزا نيكولاس ذلك ما أقوم به طيلة الوقت تقريبا استنفار حماسي وشغفي وفرحي أنا أفعل هذا على مدار يومي الدكتور جوفيتال استمتع بالحياة لأن الحياة مدهشة إنها رحلة عظيمة ورائعة بوب ركتور إننا نتحرك الآن نحو حقبة جديدة حقبة لن يكون فيها الأفق النهائي أمامنا هو الفضاء وفقا لفيلم ستار تريك ولكن سيكون هو العقل الدكتور فريد ألان وولف إنني أرى مستقبلا من إمكانيات واحتمالات لا تعد ولا تحصى وتنكر أننا نستغل على أقصى تقدير 5% من إمكانيات العقل الإنسانية إن نسبة 100% من الإمكانات البشرية هي نتاج التعليم الملائم وعلى هذا فلتتخيل عالما يستغل فيه ناسه جميع إمكاناتهم العقلية والعاطفية نستطيع أن نذهب إلى أي مكان نستطيع أن نقوم بأي شيء وأن نحقق أي شيء الدكتور جون هاجلين إن عصرنا هذا على كوكبنا المجيد لهو أكثر الأزمنة إثارة في التاريخ سوف نرى ونعايش المستحيل يصير ممكنا في كل المجالات الإنسانية وفي كل شأن وموضوع وعندما نتخلى عن جميع الأفكار الخاصة بالحدود القاهرة وعندما نعرف أننا بلا حدود سنعيش العظمة التي بلا حدود للقدرة الإنسانية وستجدها متجسدة في كل المجالات في الرياضة والصحة والفن والتكنولوجيا والعلوم وكل مجال آخر في مجالات الإبداع والابتكار اعتز بروعتك وببهائك تخيل نفسك مع الخير الذي تستحقه كل الكتب الدينية تنبئنا بذلك وكذلك يخبرنا كل كتاب فلسفي عظيم وكل قائد عظيم وكل الرجال الصالحين الذين عاشوا على وجه الأرض عد إلى التاريخ وادرس حياة الحكماء لقد تم تقديم العديد منهم لك في هذا الكتاب لقد أدركوا جميعا شيئا واحدا لقد أدركوا السر والآن أنت أدركته وكلما استعنت به زاد إدراكك له بوب روكتور السر بداخلك وكلما استخدمت المقدرة التي بداخلك زاد ما يمكنك أن تستقيه منها وسوف تصل إلى نقطة لن تكون بحاجة إلى ممارستها بعد ذلك لأنك ستكون مثالا للقدرة ستكون كائنا مثاليا ستجسد الحكمة ستكون مثالا للذكاء والحب والبهجة لقد وصلت إلى هذا الموضع في حياتك ببساطة لأن شيئا ما ظل يقول لك إنك تستحق أن تكون سعيدا لقد ولدت لكي تضيف شيئا ما لكي تضيف قيمة إلى هذا العالم لكي تكون ببساطة شيئا ما أكبر حجما وأفضل شأنا مما كنت عليه بالأمس كل شيء قد مررت به كل لحظة عشتها كانت جميعها لتهيئك لهذه اللحظة المناسبة تخيل ما تستطيع القيام به من هذا اليوم فصاعدا بما تعرفه الآن لقد توصلت الآن إلى أنك صانع مصيرك فإذن إلى أي مدى تود إضافة المزيد؟ إلى أي مدى تود أن تصل وتكون؟ كم عدد الأشخاص تود أن تباركهم وتثني عليهم بمجرد وجودهم في حياتك؟ ما الذي ستفعله هذه اللحظة؟ كيف ستستغل اللحظة؟ ما من شخص آخر يستطيع أن يحمل مشعلك أو ينشد نشيدك أو يكتب قصتك فإن تحديد ماهيتك وما تفعله يبدأ في التو واللحظة عليك أن تؤمن بأنك إنسان عظيم وبأن ثمت شيئا رائعا فيك وبصرف النظر عما قد حدث في حياتك وبصرف النظر عما ترى نفسك فيه من شباب أو تقدم في العمر ففي اللحظة التي تبدأ فيها بالتفكير بشكل مناسب فسوف يبدأ ذلك الشيء الذي بداخلك في البزوغ والظهور تلك المقدرة التي بداخلك والتي هي أعظم من العالم ستضغى على حياتك وسوف تغذيك وسوف تلفك في نسيجها سوف ترشدك وتحميك وتوجهك وتدعم وجودك نفسه إذا سمحت لها بذلك وهذا هو ما أعرفه معرفة اليقين مايكل بيرنرد بيكوث تدور الأرض في فلكها الخاص من أجلك أنت تتحرك المحيطات بين مد وجذر من أجلك أنت تزقزق الطيور من أجلك أنت تشرق الشمس وتغرب من أجلك أنت تظهر النجوم من أجلك أنت كل شيء جميل تراه وكل شيء رائع تعيشه من أجلك أنت انظر من حولك قليلا لا شيء من هذا لوجوده قيمة بدونك أنت بصرف النظر عما كنت تظنه عن نفسك فإنك تعلم الآن الحقيقة بالشأن من تكون حقا إنك سيد الكون إنك ولي العهد ووريث عرش المملكة إنك الحياة في شكلها الأسمى والآن أنت تعلم السر لتكون البهجة رفيقتك في الحياة السر هو الإجابة عن كل ما قد كان على الإطلاق وكل ما يكون وكل ما سيكون ذات يوم رالف والدو إميرسون السر في نقاط موجزة عليك أن تملأ حياتك بما تريده أيا كان الشيء الوحيد الذي تحتاج إلى القيام به هو أن تحظى بشعور طيب كلما استعنت بالمقدرة التي بداخلك زاد ما تكذبه نحوك من مقدرة حان الوقت الآن لكي تعتز بروعتك وبهائك إننا في قلب عهد مجيد حين نتخلى عن الأفكار القاصرة فسوف نعيش العظمة الإنسانية الحقة في كل منحة من مناح الإبداع والابتكار قم بما تحب وإذا لم تكن تعرف ما يجلب لك البهجة فلتسأل نفسك أين تكمن بهجتي والتزم بها وسوف تجذب إليك سيولا من الأشياء المبهجة لأنك تشع بالبهجة الآن بعد أن تعلمت السر فإن كل ما تفعله يعتمد عليك فإن كان ما تختاره فهو صواب القدرة كلها ملكك أنت للمزيد حمل أبليكيشن إقرألي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة